ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الناس النابهين والنابقين اللي شرفنا كتير وعنده سيرة ذاتية كبيرة ما شاء الله وهو يعني من الحاجات المعروفة عنه انه كان من اصغر البروفيسورات لو ما كان اصغر بروفيسور في التعليم العالي في السودان في لحظة من اللحظات الوليد ان شاء الله يعني هيشرفنا ان شاء الله في مسيرة نعرف منه عن المولد والنشأة والتعليم والبحث العلمي وبعدين ادارة البحث العلمي والتعليم العالي وادارة التعليم العالي وكل الحاجات الممكن تكون مفيدة للناس في الونسا الونسا طبعا برنامج من ابتكار وادارة وتنفيذ حبيبنا دكتور ياسين حسن في بريطانيا وهو الليلة بس لظرف خاص ما قدرينه يبدأ معنا الونسا لكن حينضم لنا ان شاء الله في وقت لاحب كذلك يعني نرحب بجميع أعضاء الباحثين السودانيين في مجموعة الفرعية مجموعة البحث المختبرات وكل الزملاء والأصدقاء للبروفيسور الوليد جايين احتفوا به هنا إن شاء الله في الأمسية نحن بكله أريحية هنتيح المايك لبروفيسور الوليد على أساس أنه يورينا من هو بروفيسور الوليد يتولد وين ودينا فكرة عن أسرته وعن كده أنا هشير الشاشة بس على أساس أنه يصهر الكابشن بتاع الإيفنت اللي هي الوانس بتاعت الليلة مبدئيا دي الحاجة اللي عندنا عن بروفيسور الوليد لكن إحنا نحاول كلاء الوانس إن شاء الله نأخذ عنه أكثر بروفيسور الوليد هو تخرج من جامعة الخرطوم في العام ستة وتزعين خاصة المختورات الطبية ويلتحق بمحدة الأمراض المتوطنة لتحضير الماجستير وكذلك عمل الدكتورة برضو من نفس المحد في جامعة الخرطوم يشتغل كعميد لعلومة المختبرات الطبية ورئيس قسمها الأمراض الأنسية والخلايا في جامعة الزعيم الأسهري كذلك كمدير لمركز التطوير التعليم الطبي وبيقى عميد لعامات البحث العلمي وبعد ذاك بيقى بعد الثورة مدير الجامعة الزعيم الأسهري من العام 2019 أكتوبر للمارس 2021 حاليا هو أستاذ بروفيسور في الجامعة بيواصل كمساهماته الأكاديمية العلمية وعنده تعاون تدريسي في بعض الجامعات الأخرى الشغل برضو منصب عميد كلية المختبرات الطبية في جامعة إمني سينة لفترة محدودة الوليد طبعا أنا بعرفه من بواكير العام 2000 الألفينات من اهتماماته الأدبية هو من أكتر الناس وإن شاء الله سنستعرض برضو بعض المقالات بتاعته في سودانا إلى الحتة اللي ينشر فيها وكذلك في صفحته في فيسبوك الاهتمامات البحثية بتاعته ونحن طبعا معنين بمجموعة البحثين السودانيين في مجال الأمراض المتوطنة بيركز على الإشمانيا والميليريا والشيستومة ونواقل الحميات بالإضافة للأمراض المدارية المهمة للأخرى بيهتم بمجالة الكتابة وتلخيص وعرض الكتب ودي حاجة عندنا فيها انترس كبير خصوصا أنه عندنا مشروع بتاعت تلخيص الكتب بتقوم عليه الدكتور نعم الفاتح فيزعيدنا جدا إنه إن شاء الله يكون من المساهمين فيه فبرضو هو مهتم جدا بتاريخ السودان والثقافة بتاعته وكل الحياة دي هنحمر عليها ونشوف بعض الأغراء بتاعته بما إنه تقلط منصب يعني منصب يعتبر من أرفع المناصب في السودان دار الجامعة فبروفيسور وليد مرحب بيك يا أخي وسعيدين جدا بوجودك معنا في الدوحة وشكرا جزيرة تفضل شكرا جزيرة لدكتور أنور وإن شاء الله تكون حاجة تطيفة للأصدقاء المعانا والناس اللي بحضرون طيب بروفيسور وليد هذا شي البروفيسور ديبر الوليد الوليد الولده والناس فرحانة بيه سموك الوليد طيب المولد تولدت وين والنشأة أو كده الحقيقة أنا تولدت في الخرطوم يعني أنا ابن نقول المهم مديني نحن أصلا أصولنا من شندي يعني أو من قرى شندي لكن الأهل المستقرين بدري يعني في الخرطوم بدري من أمكان العشرينات والثلاثينات أو قبل كده لكن دي جزء أنا عارف يعني جدي كان في الخرطوم من بدري عبد الرحمن أبو راسد جدي اليومي واتولدت في الخرطوم وبديت الدراسة في الخرطوم الابتدائي كانت بدرسة اتحادة ابتدائية بنين هي جمحة التلغورشي فأنا ابن الخرطوم يعني وإذا في الحتة دي إذا سمح له يعني أو إذا أنا بأعتقد أن السودانيين قاعدين أو نحن السودانيين قاعدين نظلوا من المدن نظلوا من المدن لصالح البوادي والقرى يعني طوالي كده في حنين للقرية كده ويقول يجنس القرية طيبين ونحن والقرى وكده في حين أنه يعني أدب المدينة دا قاعدين دي لكن المدينة السودانية يمكن هي أقرب يعني زي ما قال لأحمد المكة إبراهيم عن الخرطوم طفلة في المدائن سيدة بين القرى ويمكن المسألة دي أنا عندي لها احتمامات يعني وتابعتها ما عارف يعني في أغلب الأدبيات أنا أحب نعرفها في العالم أو كده تبتجى ناس المدن هما بيصخروا من ناس الريف في السودان حاصل العكس يعني تلقى ناس الريف دي والقرية يصخروا لك من ناس المدينة دا حنكوش وبياكلوا الاسكريم وشنو وكده ودي بدت يمكن كان في نقطة كده ظهرت مع عارف أبو جابت وتجرى في واحدة من الجامعات ومش يشوفها ليقوم بيلحسوا الاسكريم قال لها كان دي الأخوة الأولاد المعاك ففي استهزاء بالمدينة على كل حال أنا ابن المدينة في الخرطوم بالتحديد في الخرطوم بيانوب اللي هي الخرطوم بيانوب دي بين السجانة وبين نمرة ثلاثة ونمرة اثنين والديم في المنطقة دي يعني قريبنا هي تلغورش الفترة المتوسطة أنا درستها في المملكة العربية السعودية قبل كان شغال هناك من مكتبة ورجعت الثانوي قريبته في السودان في المقرن والجامعة في السودان بعد ذلك ده باختصار كده يعني لا نحن طبعا ما بنوض كده بالسرعة دي لأنه في شباب إن شاء الله بيجوا يحضروا يعني شباب صغار زي ابنائنا وبناتنا وبيكونوا دائرين يعرفوا المدارس الابتدائية كانت كيف في الوقت داك الوقت داك متين الجيل الجديدة دا الوقت داك الف وتسع ميات يعني هم أسفين للفينات دي القرنة بي أخوي صغير فيكتوريا سينا مرة بنتكلم في البيت دي نتكلم يعني فقمت المهم ثم أليد نهاية التمانينات كده فقمت قلت له حاجة كده إنه ولدي كان يعني بيقول ليه ولدك ده كبير وليش بيشرب البيزة كلام ده طول فقمت قلت له يا أخي أنا ذاتي بتذكر يعني كنت بشرب البيزة وأنا كبير فقلت في زمانكم كان في فيزة حسي أنت يعني المدرسة كانت الاتحاد يعني الاتحاد الابتدائية بنين اللي هي دي قصات حدد تلقرش يعني شرق حدد تلقرش وإذا يعني أنا والله إنتك متى لي اختصرت أنا بس ما حاب يدي الناس طبعصيل قد تكون مملة بالنسبة اليوم أو كده ما في طبعصيل مملة الليلة إحنا محتفين بك فإذا دي ليلة كده ليلة كده عريس بتكون تدائر حسب ما تطلع فيتروا حتى شير صور عن الحتة بتاعت النشأة الصور القديمة الطفولة دي حيب تكون مفرحة جدا وجميلة والله صورة على المدرسة طيب طيب مدارس تشير الشاشة جدا المدارس في الوقت داك طبعا في السبعينات يعني السبعينات الباكرة الوضع اختلف هسي هسي يعني الوقت داك مدارس خاصة معافي زي هسي وكان الاهتمام بالمدارس الحكومية وكانت لسه الدولة السودانية محتفظة ببعض ألق يعني أو ما تبقى من الإنجليز ممكن نقول بدت تدهورة صح لكن لسه لسه في تقاليد قاعدة بعد ذلك نحن كنا يعني كانوا واحدة مع الحقيقة الهسي مفتقدة يمكن انت بتمشي المدرسة فبتعرف ناس حلتك والحلة جنبك وكده لأنه الناس بيمشي المدرسة القريبة ليهم ما زي هسي سيبتلقى الأطفال دي للجيران كل واحد في مدرسة في منطقة بعيدة يعني فأنا قريت في المدرسة دي واستمرت علاقاتي يعني مع الشباب اللي كنت معهم استمرت لفترة طويلة لغاية هسي في جوزه منهم الواحد يعني علاقته معاه مستمرة يعني أنا شيرت الشاشة هقوم ممشي صورت للمدرسة ايه لو قمت عملت بس يعني ممكن تبدأ من أول صورة دي اللي عملتها فول سكرين الصورة الجميل ده الصغير ده ياخدها أنا ذاتي والتصوير كان ملون شايف يعني كان في صور ملون الوقت داك ايو اللي زكال الصورة تبعا عمل الشغل تفضل لها بروف الصورة دي بتكون يعني بداية واحد وسبعين بداية واحد وسبعين نهاية اثنين دي يعني والصورة دي الوقت داك كان مصور روسي ونشار في يعني جس سودان لسبب كده المهم وصور كانت في روسي يعني كنت مشهور لكن ما كنت عارف فالخرطوم كانت مدينة عندنا فيها زكريات وعندنا فيها صورنا وكده بغاية ما طبعا جزما في واحد ججا الخرطوم دي حقت أبو منو يعني على كل حال الصورة دي من المدرسة من الصعب تعرفني هنا لكن المهم في بعض الأساتزة أنا قبل أفضل كتبت موضوع في الفيسبوك داك كده وانا قبل مناسبة في النازل الله يا أخي أنا في الطرف اليمين من الصورة الطرف اليمين من الصورة هنا يعني في الحتة دي أنا الماوس ما بيظهر ولا شمال لا أنا عامل في الشاشة ممكن تشوف ما شايف لا 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 أطلع أمشي تجاه التاني أيوة عكس عكسة إذا كان الشي ما بيلا شمال هنا هنا لا في الناس اللي واكفين فوق أنا ما شايف السهم بتاعي الفوق الفوق ده طوالي الزول الفوق ده طوالي ده هنا ده ما ظهر ليه السهم أنا عامل دورانية كده بالأزرق ما قبل شوي أيوة ده أنا ده أنا هنا ده أنا ذاتك ده أنا ذاتك أوكي أخوانا سيداتي وسادة سيقدم لكم بروفيسور وليده صغير طبعا الصورة دي يستحيل يستحيل زول يعرفه إنك ده يتا ذاتك أوكي تفضل يا بروف والله صعب أنا بذكر من الأصدقاء دي المجموعة من الأصدقاء في محمد سيد أحمد عبد الرحيم دكتور محمد سيد أحمد أو بيقى مشهور بيت شيتر بعد ذاك في كلية الطب وفي هيثن بها الدين برضو طبيب وفي ناصر عبداللطي في مجموعة من الأصدقاء في الصورة دي لكن أشاهد الصورة دي دي لأطفال دي لكانوا أطفال في المنطقة ديك المنطقة بتاعت نمرة 2 والسجانة السجانة للأسجانة يمكن مدارسهم مشوا هناك لكن نمرة 2 والخرطوم جنوب وشارع كاتيرينا والمناطق دي فنحنا عشنا في المناطق دي ووليدنا في المناطق دي وتربينا في المناطق دي الأساتل الأجلاء دي الطويلة بالطرف ده العام الشاعر الخنفس دي أستاذ أنور بعد المتداء يمكن ما لقيته لكن لما مشيت المدرسة قبل الحرب بشهر لقيت مدير هناك سألته منه سيد أنور طلع بعرف وشلت التلفون وضربت ليه وكان مفروض أمشي ليه لكن هنا نحنا حايا بنقول قامت الحرب بعد ذاك والقصة جادة بذكر جيدا الأساتل دي واهتمامهم سيد أنور دي بالذات كان عنده عود كان بعزف عود في الأناشيد لقطة صغيرة معارف شنوه هاتي هاتي نخلاتي والتفاصيل دي فأنا أعتقد نحنا برضو يعني استمتعنا استمتعنا بالتعليم السوداني الجميل بعد ذاك بدأ التدهؤ أو يمكن بدأ من زمننا وفي ذا الزمن اللي كانت فيه الحكومة بتوزع لك الكراسات الكتب بتدوك لها بتوزع لك الكراسات وكانت حاجة لطيفة جدا يجيك كراس كده فيه غلافين فكانت في ذكريات صح نحنا ما ما جئ للبلايستيشن الحقيقة الهس لكن كان عندنا ذكرياتنا حقتنا فهذا فيما يخص المدرسة طبعا برضو كان نحنا جملا على احتل قرشي فكان جزء من النشاطات الوقت داك إنك بتمشي الحديقة بتتعرف على الفراشات النشاطات دي كانت في كل المدارس الوقت داك برضو بالإضافة إلى كده كان في النشاطات بتاعت البحث عن الكنز والقصص ديان فيطفولة غنية أنا أعتقد طيب من الأسئلة المهمة جدا لأنه طبعا زي يقول ناس الإدوكيشن ناس التربية بيقولوا إنه الـ الـ ده هو أكتر حاجة بتأثر في نشعة الزور يعني أول خمس سنين في حياة الزور بتأثر بتأثير كبير جدا وكذلك الفترة الابتدائية ففي ناس بيشكلوا الوعي بتاع نفسي في الصورة دي تذكرته والسازة نور طبعا إحنا يسمع نور دا ومنصر في لأي زور لازم يكون زور مميز فالسازة نور دي تذكرته ذكرته لي في ورس يعني بيه بردو ايه دينا فكرة عن أساستك منو الناس اللي كان مؤسرين وتأثيرهم شنو في شخصية بروفيسور وليد حاليا أستاذ النور دا زي ما قلت لك كان زول بعزف يعني دي كانت حاجة مميزة بالنسبة لنا وكان عندنا أستاذ أنا عرفت إنه توفى ربنا يرحمه قبلي كم سنة اسمه أحمد البدري دا كان رسام خالص وكان شوى لنجي برسم بالشمال دي بردو بعد ذلك هي غير مسألة التأثير التعليمي في التأثير بتاع الشخصية نفسها يعني الناس دي كانوا شخصيات أو طبعا هزاعتوا المسألة دي انت النستالجي أو الحنين دا بيخليك مرات يعني الحاجات تكبيرة شوية لكن أنا لما قارن المسألة دي بعد ذلك يعني أنا مثلا ذكرت أخوه ياسين جبيل ياسين كان بدل المدرسة في السعودية ورجع للسودان فكنا الوقت دا في أركويت في المعمورة فماشى مدرسة اسمع خالد بن الوليد كان على كل حال فلما ياسين ماشى المدرسة لما جاي امتحان الأساس هم ناس الأساس يعني في تعمنا أو كده فكان في الامتحان بتاع الشهادة بيجوا مدرسات بيسألوه انت ياسين ولد ست فلانة يعني يحلو لليه امتحان وكده يعني لما يقول ما ياسين ولد المدير بتاعته بمشي فالتدهور الحصل في انه أساس زي حلوه امتحان ده ما بيجعني كل الأساسة لكن القيم القيم دي يعني زي ياسين ده مثلا هو كان في سنة عامنا بيجي أستاذ أو أستاذة دائر حلال الامتحان لأنه ولد المدير القيم يعني اختلال القيم ده في زمننا ما كان فيه يعني فده بيوريك انه برضو الأساسة ديل بيدوك قيم من غير ما انت تحس بيعني يعني القيم بتاعتنه الناس ديل ما أذكر انه فيه مواقب زي دي أبدا في زمننا ما أذكر انه كانوا بيكذبوا ما شنو ما شنو فانت مهما تكون طفل بتقدر تكتشف ذات الاستخفاف بالأطفال انهم ما بيفهم دي مشكلة لكن ده حقات بتأثر الزمن داك ما في حاجة زي دي ما فيه أساس زي يحلوا لي طالب ما فيه كلام زي دي فانت بتكتسب قيم النزاهة وقيم يعني الأقلاق دي منهم ومن تصرفاتهم اللي هم بيعملوها معاك في المدرسة وكده والعدالة العدالة في المساوبة بين الطلاب في غيرهم في كده كان فيه زي ما قلت أساس البدري ده كان رصام جدا كان فيه أستاذ سعيد وكان فيه أستاذ محمد الأمين يعني دي المالأساس اللي بذكر أسامهم كان مدير المدرسة اسمه بشير تشير الحسن والحسين وانا لما كتبت المقال هو قبل الحرب ده قلت ليك كانت عنده جدته معانا رندة في الفصل فأنا كتبت طبعا هي بعد ذا قلت لي ما تقول أنا معاكم يعني ما تواصلت معا لكن ما لاقيته من الزمن داك لكن من المقال بعد ذاك يعني السودان ذاته طبعا يعني العلاجة الاجتماعية فيه عجيبة أنا ما لاقيته بعد كتبت المقال اتصل بي دكتور صاحبنا صديقنا في الأزهري كان في الجامعة وهو في السعودية وقال رندة دي قريبة مزدوية قريب ومنهم قدرتها تواصل معا فتوفى بدل يعني الناظر ده لكن يعني الذكريات دي بتظل محفورة دا دا يعني نعم بعد ذاك طبعا من مدرسة بتاعت الاتحاد طبعا الاتحاد دي أفتكر إنه اتحاد سياسي ومش كده لا لا أبدا ما عنده علاقة بالسياسة الاتحاد دي الاتحاد اليونيتي يعني ولا لا ما يسمعه الاتحاد الاتدائي بني أيوة هما بس الأسامة في في أعظم في السبعينات دي كان دائما مرتبطة بحاجة عربية ولا قومية ولا كده مش كده والله يا أخي بيكون هاي اتحاد بتاع حاجة أنا ما أدعفك بالمسألة بيهسي لكن ما أعتقد كان في دلالات زي دي كان اسمها الاتحاد الفدائية بنين على كل حال وكان في اتحاد ثانوية هالاسم دا كان متكرر طيب إنت واصلت في مدارسة الاتحاد ولا من الاتحاد مشاهد مدرسة تاني أنا مشاهد مدرسة تاني لكن لا هي ما سلسلة مدارس هي بس مدرسة ومنها أنت بتمشي في المسألة السياسية اللي أنت قلتها دي هي ما كانت عندها علاقة بس سياسية لكن أنا بتذكر في حادثة ممكن نقول إلى حد ما سياسية أو كده عملوا في المدرسة دا بس بيوريك إنه الزكريات دي تكون قاعدة عملوا في المدرسة فصل فصل واحد كاعدة بيقول الاتحاد الاشتراكي غيره هي ما دارسة الاتحاد الاشتراكي أنا بس ما أعتقد والله هي لا هي كله حقبة طبعا أيوة طبعا بس أنا ما يعني ما عندي مصدر أقول الكلام دا لكن ما أعتقدها أعتقد هي قبل الحاجة الحادثة دار تحكيها أسي المسألة السياسية للأسي نحن بسودان السياسة يعني بتخش في الهاجئة لكن بتذكر في المدرسة بينوا فصلين بند وكانين كده لسه قاعدين واحد بقبتع مطافي ومرة كان بتاع حلويات وكده فجفت منفوضة جفتتهم المحافظ الوقت داك ما بتذكر المحافظ كامل الوقت داك نحن أطفال يعني فوقفونا بيصف بيجاي نزلت وبالصف الثاني جابوا بنات مدرسة المرض الاتحادية دي جنبنا المحافظ زمن ما جاء طعم فبس شارع وكده ما كان في زحمة زي هسي المحافظ ما جاء لكن بعد شو يجاء يتعلبن كده بالحمار بتاعه ماشي الحمار قدامه ونحن غيره فجاء كده ان احنا الطلاب داي كلهم بدوا يقولوا المحافظ جاء المحافظ جاء بالنسبة للحمار يعني فتكون طبعا فيه أستاذ هو البدل الهتاف أو كده أنا متذكر الألحات قد يعني من ال من الاجتدائي بعد ذاك أنا مشيت السعودية أنا قريت للفترة المتوسطة في المملكة العربية السعودية أبوي كان أمين مكتبة الله يرحمه توفق كان أمين مكتبة كان أمين مكتبة في كل التطيب هنا في الأول اشتغل فيها زي 20 سنة يمكن وأصلا عنده لسانس بعد حبوك وبعد ذاك مكتبة المهم مشى السعودية أمين مكتبة وأنا بتذكر الزمن ذاك لما مشى يعني عنده واحد صاحبه اسمه المين الكباشي هو من منطقة الكدر فقام رسل له وقال له ضرورة لي فالأول ما كان عاوز يمشي وفي النهاية قال له لازم تجيه فرصة وكده فمشى فكان شنو قال والله يا أخي خلاص سنة سنتين أزول يبني لبيت ويجي راجع استمرت 20 سنة سنة سنتين فأنا في الفترة لما مشى أنا تقريبا في رابعة أو الثامس المهم أنا قاعدت كملت الاتداء هنا لكن لما امتحنت سماسات سمشيت السعودية مشيت هناك في مدرسة تذكر اسمها متوسطة جبل طويق ومشيت الرياض مشيت عمره كان وبعدها مشيت الرياض فمشيت شفت المدرسة وشفت العدة كنا ساكنين فيها وكده الحقيقة هي كانت تجربة مختلفة برضو يعني تكون في بيئة مختلفة في ناس مختلفين فبرضو فيها تغيير عندك أي صور للورحلة دي والحكمة دي والله ما عندي طيب طبعا في حاجة هنا الوقت داك السعودية التصوير دا ذاته يعني حرام وكده في أفلام وكده لكن طبعا ما في موبايلات فيها كاميرات لكن مسألة التصوير دي ما كانت بالبساطة الهسة يعني بتصور وعندنا صور في السعودية وكده لكن يوى مدرسة وكده وانت بيقررواك التصوير حرام وحاجات زي دي السعودية تطورت جدا طبعا في فترة الأخيرة لكن الوقت داك شوية الموضوع مختلف يعني طيب انت الوالد أصلا حقوقي لكن مشا في اتجاه انه يكون اللي هو امين مكتب ايوه امين مكتب دا معناه زول شغوف جدا بالقراءة ماش كده ايوه ايوه كان في اي روتين بتاع انه بيقريكم بتقروا بيجيب لكم كتب تقروا مجلات شين هو الحاصل والله يا اخي شوف يعني هي مصادر التكوين دي امين مكتب كان عنده كتب لكنه كان مهتم بالكتب الدينية اكتر يعني والكتب الحقوقية اكتر يعني دي كانت كثيرة في البيت يعني دا كان اهتمامه الاكتر يعني لكن وين كان اهتمامك شنو انا اهتمامي كان بالكتب الثقافية عموما القصص الروايات كده يعني طيب الانفلونس جاك من وين من أساسة بتوعونك بيجيب على المحافظ جاو ولا من وين بالضبط الانفلونس انت بتتكلم هنا عن الادب او الثقافي ايوة انه انت بعد انت الليل لما بتلقى زور مثلا معظمك السودانين الطبة بتلقى بهاتم الطبة يعني فيه انفلونس كده بطريقة ما بيودوك كده في اتجاه فانت شنو تخلىك تمشي في اتجاه الادب تحب الحياة الادب وبدأها طبعا لاتر حريجي نشوف انت خطلت تخصصها كيف والله تعرف طبعا ربما انا لما يعني لما ابوي سافر انا في طبع ابتدائي تقريبا او حاجة زي دي وكنت قاعد معنا حبوبتنا اللي هو البيت في الخرطوم جنوب هنا خيلاني في البيت يعني كان عندي خالي امر ربراسس في السعودية اذا كان حبوبتك في الخرطوم معناها تود الخرطوم جد جد يا عزيزي انا حبوبتك انا بتقول انا مولودة في حوشبوليس حوشبوليس ده في قلب الخرطوم شنو كده ابو منو وشنو كده يعني انت ما تضخيل المسألة دي مرة من المرات مرة من المرات مشيت معلش رأت الموضوع بسيط مرة من المرات مشيت السوق الشعبي المين البريم الخرطوم كنت كنت عاوز استلم حاجة جاي من بورسودان اننا العينات كده جاية فسألت زول من البيكورك او مش سألته بيكورك سنجة سننار اعرف القضارف شندي بتاع فتعال يا زول قال لي بتحت انا ما ما مساعدين قال لي خرطوم دي ما في زول من الخرطوم انت كيف من الخرطوم بتخيل الناس جايين دي بتخيل الخرطوم دي نبتت كده يعني وهم جملوها على كل حال يعني فده ما ما سليم طبعا لكن ده الحاسم في السودان الاتجاه بتاع الجراية الأدبية والجراية ده من وين جيب ايو دي قلت لك انا كنت يعني فترة باقي اللي اتدائي كنت قاعد في بيتنا سحب وقتنا عندي خيلاني عمر أبراس عمر أبراس اللي توفروا بالفترة كانوا مهتمين بالثقافة بعد ذا كان أصدقائهم من المثقفين يعني أنا في الابتدائي كان أصدقائهم دلعيز العميري الله يرحمون دلعيز العميري كان بيجي البيت طوالي وبيت هناك والعميري ده بالذات كان يعني مؤمل في ناجي رصام يعني أو كده كان بيجي بليه كتب الرسم عاوز ترسم بطة في الأول دائرة وثاني دائرة وحاجة زيدي طبعا أنا فشلت في الرسم يعني كان في حمد طاهي القدال يعني ده كان بيجي طوالي في البيت دور ده أنا كنت بسمع وكان بيدندم بالعود وبغني بالعود وأنا يعني حضرت مولد يعني سمعت الدصائد العظيمة بتاعة يا أبو السر وغير دي أنا حاضرة أنا في الوقت داك سأبير يعني لكن أنت بيتلاقي ناس زي دي بتلاقي القدال بتلاقي العميري فيما بعد حمد مرغان الفنان فنانين مختلفين آخرين يعني ده كان شرب عظيم المفكر السوداني الكبير عبدالله بولا اللي هو يعني للأسف ما مصور شديد ما كنت عارف يعني ما كنت عارف أهمية عبدالله بولا لكن أنا يعني بقيت عبدالله بولا ففي أسماء زي دي انت يعني 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 بيتحيطك يعني مهم انت بتكون عايش في بيئة زي دي خطاب حسن أحمد حضرت مولد قصائد خطاب كان بيجي يقول أنا بحضره ده بزاد بعد شوية بعد نزول كبر يعني الجامعة كنت ساكن في البيت فترة الثانية والجامعة طبعا الوعي أكبر شوية بالحاجات فأنا دعسرت بالبيئة دي يعني عدد كبير من الشعراء يعني يعني يمكن لساني ما تجيك طوالي كده لكن شعراء صلاحك سعيد صلاحك سعيد كان ساكن قدام شوية مننا في الشارع البربط بين حديقة القرشي ونادي الأسرة وصلاحك سعيد لفترة اشتغل في المكتبة برضه مع والدنا يعني فهو صديق شخصي له فأنت القصائد بتاع بتاع صلاحك سعيد الغنام مصطفى سيد أحمد والحاجات دي انت بتكون سمعتها وانت بتكون عايش مع الناس دي وناس يعني ما عارف أقول ليك شو يعني ينتبعا كل انتباع شخص لكن الناس في غاية اللطفة في غاية الرقة وبيحترموا الكلمة ومعنى الكلمة الكتب نفسها كان يعني خلال دي دي والجماعة دي بيجيبوا كتب بتكون قاعدة في البيت فأنا من الابتدائي في الطيب صالح قد ما أكون بقراو بيفهم يعني الوقت داك لكني هنت بتلقى البيئة دي فدي من المصادر التكوين الأولى يعني بعد داك يعني المسألة في الابتدائي أنا الما كنت في الابتدائي أنا كنت أحسن زول بيكتب إنشف الفصل يعني حتى أتذكر سنة 1400 ما عارف كنة سنة كم دا يعني العام 1799 لـ 1400 هجري فعمل احتفال في المدرسة واختاروني أنا أكتب الكلمة دي ويجي تقول تكلمة وكان في ناس من بر المدرسة لكن أنا كنت أبرجي فاليوم دا لكن المهم فأنا كان يعني موهبتي في الكتابة وكده دي من بدري يعني كانت مستمرة لكن دي ممكن نقول مصادر التكوين الأولى لحد ما أو لحد كبير مش لحد دي ما هذا الكلام دا موافق 1978 79 نعم طيب الكلام دا دقيقة يا أنور الكلام 1999 ممكن إلا أنه كنا في رابعة أو كده طيب أنا دخلت المدرسة 76 77 يعني المهم على كل حال تقريبا يعني الواضح الآن أنه من خيلانك والمحيط بتاعهم من الشعراء والأدباء والفنانين وكده مش كده طيب هم ذاتهم كانوا جنو خيلانك دي والله عمر خليدا كان صحفي أصلا لكن هي المسألة بالمناسبة في الاهتمام يعني أنا عالي خليدا الله يرحم تهوف وثيق قريب عالي دا كان في اليونان تركيب وصناعة أسنان اشتعال بقى فترة بسيطة كده في المسألة في الأسنان وقال قروشة بسيطة وخلا لكن كان مهتم بالمجالات دي برضي نعم نعم طيب مش هيتها مدرسة متوسطة نعم اللي هي مدرسة اسمها متوسطة جبل تويق أنا ما نحن التفاصيل ما بتكون التفاصيل مهم لأنه فيها ناس بيأسروا فيك وأسادزة وناس يعني يعني بتذكر زملاء وكده عندهم تأثير في حياتنا بشكل أو بآخر انت بتوسغ له وبرضو في أسنان وبتوسغ له نفسك فالفترة المتوسطة دي مذكر عنها أي حاجة في أي معالم ولا طبعا نمشي للسانوي والله بالمناسب أنا الفترة ما متذكر عنها كثير في الثانوي يعني الفترة المتوسطة مذكر كويس يعني الثانوي ده مهم لأنه دارين نعرف انت ذا كيف اخترت التخصص بتاعك أول مسار بتاعك أدب علمي مارشل حيوديك للحيطة اللي تاسح حاليا موجود فيها مش كده أيوا طيب انت اخترت تدخصصك كيف هل في زور قال لك اختار كده زور كنت محيط بمحظة بفنانين وشعرة ودبا نمشي بالدور شوية في الفترة المتوسطة كانت في السعودية كان اختلاف كبير في تجهيز المدارس في شكلها يعني صاحة المدارس في سودان الوقت ذاك ما بالنهيار الحس يعني لكن السعودية كانت في الطفرة بتاعتها يعني وبدت يعني انا اذكر انه المدرسة بتاعتنا المتوسطة كان فيها معمل بتاعها وفيزي وكده احسن من بعد ذاك في الجامعات يعني يعني في سؤال هنا هل اتأثرت بالثقافة السعودية او كده اثرت او اثرت فيهم الكبيرة ذي لكن ذا الحاصل لما تجي توصف الوضع يعني كان في طلاب مصريين سودانيين كانوا بسيطين انا في الفصل معاي كان في طالب واحد ياسر سيد احمد محمد ابو المرض وياسر دا يعني سنين طويلة ما لاقيته واصلت معه قبل فترة قبل الحرب يعني لميت في التلفون وكان مفروض امشي له لكن المهم فالاختلاف في التعامل في الحاجات بعد ذاك الاختلاف لنظرة الناس للسودانيين الوقت ذاك سودانيين دا ناس ما معروفين أو المهم يعني أوكي في الوقت ذاك طبعا يعني السودانيين المشوا في الخليج كانوا من السودانين متعلمين باختلاف درجات التعليم كانوا أسادزة كانوا زي أمنا مكتبات كانوا أطباء كانوا مهندسين كانوا في المختبرات كانوا في غيرة فكانوا فئات متعلمة أكترهم لكن السودان نفسه الى حد ما مجهول بالنسبة للشعوب العربية وكان الوكيد داك الاحساس الوطني بتاعك قد يتنمى بالمسألة دي برضو يعني انت بتكون عايش هناك وانت جاي من بلد مقتز به نفسك وكده بتجده نفسك مجهول او مازو يشغل بيك او كده ويجو في الكورة يغلبوك مرة بيتفوز مرة بيغلبوك لكن هنا احنا كنا من اتغلب كتير تتغلب تاني يوم الطلبة يضحكوا فيك وكده والوكيد داك كله المعروف عن الغنة السوداني المنبو السوداني تجي مغلوب تصطف قوليك المنبو السوداني بتخلي عندك المهم احساس مختلف حس بيقول طبعا بدل المنبو السوداني بيقول حاجة يسمى شارع النيل والليلة بالليل حاجة زي دي كده فهيد واحدة المشاكل برضو يعني نظرة الثقافات العربية للثقافة السودانية يعني ما بين الدية او قول انه الثقافة الغالبة في العصر دي ثقافة الاستسهال والسخف الحاصل فالليلة بالليل دي ممكن بتشبه الحاجات دي يعني من المدرسة المتوسطة كان عندنا زملائنا السودانيين في الفصل معاي واحدة في الفصل تانية من الصدفة العجيبة بعد ذاك واحد منهم الدكتورة مينزاكي جاب عداك في جماعة الازهري وبيقى عميد لكلية الاشع في يوم بنتونس بالصدفة بتشكت انه ده امين اللي كان ويرانا في الفصل يعني لأنه كان سنين طويلة انا بشكله ما عرفته وهو ما عرفني كان فكان في من الاساس السوداني وسيسمي محمد عبدالله الوقت دي انت عميد مختبرات ولا قدرجع معا لا كنت عميد مختبرات الوقت دي انا اوكي اونا يبعميد اعتقد كان في اساس السعوديين ومصريين بسيطين كان في فلسطينيين يعني فديك مرحلة مختلفة في الحجة دي في الحجة ده ده رزلك بمعنى كنت زول ديكيتر يعني زول معلومة في سؤال معليش يا أنور في سؤال خليك من الاسسل في الشات دي بعدين بجاء راجع كده بينقاعده في حدتها شامت عملك دي استراكشن انا ده رسال في حاجة مهمة جدا ويدي احسن زول ممكن تدي تفتينا فيها احنا دايما نسودانيين واعتقد الى حد كبير المصريين وكده نقول لك اخي احنا والله بنينا الخليج طبعا الديعات يعني ونحنا عملنا شنو على التافنا وبنذكر لنا بعض الأسماء وكده وكده بين الناس انه في ناس تانين زي ما احنا والله وفي طلاب سودانيين اهلهم مقيمين هناك بحكم الشغل ولا كده فما بنسمع انه مثلا بيجيك سعودي يقول لك والله احنا علمنا سودانيين رغم انه تلقاه له سعودي مثلا يكون ابوه استاذه درس طلاب سودانيين بطبيعة الحال فالحيطة دي ممكن تقول لنا بالضبط والله يا اخي طبعا دي دي مقولة ما جميلة مننا انا اعتقد يعني احنا ما بينينا الخليج احنا ما يعرف ذاته جات من وين كده فعلا المصريين بيقولوها وفي سودانيين بيقولوها لكن احنا ما بينينا الخليج يعني ذات القول ده فيه يعني المهم في النهاية هي بناء رجيسية زايدة والله يعني ما عرف اسميها ما نرجيسية ما نرجيسية لكن طيب انا اقول لك يعني هارجي على كلامك ده لكن انا اعتقد الدنوع من الانهزام بتاعنا انحنا بنحاول نعوض يعني انا اذكر حادثة انا كان انا كان مشيت تونس ده كان في الدكتورة كنا جاء بعدين سنة 2001 قعدت اربعة شهور هناك يعني في الدكتورة كانت المهم ف لما مشيت من السودان هنا متخيل انه هاك يعني حقون خلاص عارف حاجات كثيرة مشيت مع المرضى متوقفة انا مشيت في تونس مشيت باستور باستير باستور تونس بيسمو نازم متطورين خالص الشوارع في تونس متطورة تونس بالنسبة انا كانت متطورة خالص يعني وشارع منضبط وغير فانا يعني يعني ممكن انا الوقت داك رغم ان الواحد يدعي مثلا منفتح او لبرالي الى حد ما او كده لكن كنت بكتب حاجات كنت مستنكر لانما قريت الحاجات اللي بكتبها انا الوقت داك استنكرت من التوانسة دي البنات ببسوا بناطلين وما عارف شنو اللبس ضيغ او قصير او كده حتى تلما انتبهت انه انا الحاجة دي في فهمي ما مفهوضة استنكر او كده تجربت انه انا بحاول اعوض هزيمتي يعني انا مهزوم انا هزمت او جدي في مجتمع بحسيت انه انا مهزوم بكده حاول اعوض المسألة دي بانه انا عندي دين مسلا او عندي ثقافة احسن مع انه عدد الاطفال مجهولي الابوين في سودان اكتر من تونس مسلا فانت بتحاول فانا اعتقد جزء من التعويض بتاعنا برضو بتاع فشلنا المستمر والمتوارث ده منزو الاستقلال يعني وكده نجي نقول بانينا الخليج بانينا وباشنون احنا ما قادرين نبني بلدنا يعني اوكي في ناس سودانيين ما شوشون لكن انت ماشيت مقابل الاجر مقابل شغل ماشيت وده ذاته يعني واحد بيدليل لكنه الناس دي فانا اعتقد ده مقولة غير منصفة يعني في كل الاحوال زي المقولة بتاعت يقول لك القاهرة تكتب وبيروت طبع والخرطوم تقرأ احنا يجيب بعد ذاك انه المقولة دي في كم دولة عربية بتقولها يغيروا لك الحاجات يقول لك وبغداد تقرأ مثلا شوية يقول لك صنعاء فهي حاجات ما عندها بيز يعني نعم طيب ده كلام منصف جدا جدا اعتقد لشعوب المناطق دي لانه ما ممكن الناس وتستنكر حقهم في انهم هم مبنوا بلدانهم دي بطريقتهم واستاجروا ناس انهم بيجي يشتغلوا معهم بما فيه الخبرات والكفاءات السودانية الموجودة حاليا اللي بكل اسف بتكون خصما على تنمية بلدنا نحن لانه ما قادرين نعمل الوعاء المناسب نقدر نتفاهم به ونبني بلدنا بصورة كويسة طيب بعد ذاك ما جيت السانوي اللي هو كام جيت راجعة السودان من السعودية مش كده ايوه نعم حقا طبعا طيب هي في فترة المبسطة نفسها اذا جينا لمسألة الثقافة السودانية انا يعني هتكلم بسيطة مش الفترة الثانوية دي كانت برضو واحد من المناهر الاساسية زي ما قلت لك ابوي من مكتبة جامعة الملك سعودي قبل كده كانت جامعة الرياض وكانت كلياتها موزعة بعد ذاك هم بنوها في الدرعية الهسي دي وعنوا لهم جمع وكانت بر المدينة انا مماشيت بشهر واحد بقيت حاجة جو المدينة لكن كانت بعيدة المهم فكنت بمشي بمشي في الليجازات يعني في الثانوية هنا او حتى زي ما متوسطة لكن في الثانوية بالذات بمشي الليجازة هنا بمشي مع ابوي بنسبة للطلبة هم بدوا الطالب كتابين أو ثلاثة في نظام كان لكن اقول انهم من مكتبة انا بقيت بجيب زي عشرة كتب بتاع كده وكان الكمبيوتر دي جديد شوية ما زي حس الموضوع ساهم كلها وبكتب لك جنبه رقم انا حتى عرفت نظام المرتبات دا وكده كمشي الطابق السادس تشيل الكتاب كده تكتب منصور خالد يجيب لك الكتب اللي فيه وكده فقريت كتب الموكت دا كتيرة جدا لانه كنت بجيب زي عشرة و خمستاشر كتاب وكنت بقعد فيهم في البيت جمال محمد احمد نحن كتب زاتها ناس المستغرب قريتها كيف تاريخ افريقيا وغير وكده هتلعوا من البيت بنوم بعد دا اصحتاني مع الغداء كده يعني فدي كان الفترة مفيدة بالنسبة للثانوي كان الوقت دا الجامعات في السودان كانت كوتا ولا كانت كيف للمغتربين مهم كان من الصعب جدا ما بدو مقاعد للمغتربين الوقت دا يدو يمكن بدو يفكر ويدو فكان الناس في الغالب يفضلوا انه اولاده ما يجيب الثانوي في السودان ويفشوا الجامع فده الحصل يعني فأنا جيت الثانوي للسبب دا وبرضو كان في دقيقة قبل ما نمشي وبرضو كان في اعتقاد عند السودانيين انه التعليم السوداني اقوى يعني يعني ممكن مجالك قدتش لما عليش بتلك يعني النظام دا كان فير يعني تزور المواطن السوداني مركتها عشان تأكل عيش وتحسين وضاعك تمني بيت زي ما والدك عليه رحمة الله كان دا هدفه وتجي بعد دا بتتواجه بخيار بتعني انك بيدعمل معك شخص تاني شخص يعني عندك قروش اكتر وبتقري في تعليم انت هنا بتتكلم دا موضوع مختلف دا ما في الجامعة نعم دي مسألة المصروفات الدراسية في الجامعة لانك احنا بتتكلم عن الثانوي واللي انت قصدك نمشي انا ما ات جامعة انا بتتكلم عن الفتر اللي دي بتاعت السانوي دي ما ات عشان انت قروك للجامعة نعم ايو ايو فايت تخش النظام من السانوي المرحلة بتاعت السانوي عشانك يدعمل معك مواطن سوداني لو جيت ات من تحيش هذا من برح يدعمل معك مواطن سوداني عنده قروش زول تاني ما شكدا والله هو طبعا هم غير القروش يمكن القروش جات في مرحلة لاحقة يعني بعد الانقاذ وبعد القبولة الخاصة لكن الوقت داك كان عند السودانيين دي القناعة انه التعليم بتاعنا اقوى وانه اي شهادة تجي من بره هم يعادلوها اندسوا منا نمر وكده عشان تواكب طبعا دي كانت برضو يعني جزء من المسألة اللي فيها انه الشهادة السودانية طبعا شهادة يعني بتنتحن انت في البلد كلها في نفس الوقت بطريقة واحدة وكده نظام البريطاني في الخليج كان الامتحانات او في السعودية انت بالنسبة لسنة ثالثة ثانية ودي مثلا اللي بتنتحن منها في انتحانين الاول دي بكون من المدرسة والاخير بكون موحد فهيدا كان واحد من نقاط الخلاف انه انت المدرسة ممكن تديك مية في المية مثلا وبعد كده يعني كده ما امتحان موحد زي اللي كان في السودان فدي كانت حسب يعني معرفتي بالوقت داك وبالتبريرات واندي كانت انحية فبيكون بنقصوا نسب كبيرة جدا من بتاعة الشهادة السعودية يعني وكان بعمل ده فيه استبطان لعدم الثقة في نظام التعليم عند الناس التعليم مش كده والله فيه كده وفيه طبعا اعتقاد بينه ان احنا تعليمنا احسن وان احنا تعليمنا اقوى وغير وكده يعني طبعا كل الاحوال مفترض تكون في معادلة لكن بس انت ما فير او ما فير ده دي المسألة هي بس طبعا المعايير ذاتها ما كانت يعني يعني ما كانت واضحة واعتقد انه في اللونغ ثير ما الناس بيقت يعني بيقت الحياة تواضحة التمايز بيقى واضح جدا في المناهج وفي الامكانيات في المدارس والمعلمين وغير وغير والله يا نور احنا من الصعب نقول المعايير ما كانت واضحة احنا كده بنظلم يعني يعني بنظلم الناس معايير هسي من المزور مختلف يعني لكن عندهم معايير لكن ممكن تكون ما فير ممكن تكون مشنو لكن حسب نظرتهم الوقت داك يعني لكن في النهاية كان في ظلم واقع على الناس دي يعني تمام وزي ما بتقول العبارة انه والله عكس كلمة جاء هناك متعلم في السودان هي مظلوم وليس جاهل طيب بشيت السانوي يا بروف ايوه السانوي دخلت المدرسة الجغرافية اقرب للبيت والتاني والله المدرسة الجغرافية اللي كان اقرب للبيت كانت الفرطومة الجديدة اللي كان مدارسة القوية جدا لكن ما هتذكر اسم الناظر لانه انا ما مشيت معهم وكده لكن رفض قال لا وجيتهم متأخرين وشنو وكده رفض يعني فاتطريت مشيت مدرسة المقرن دي ابعد شوية يعني المقرن الثانوية اللي هي سيبعد داك المباني حققته تبعها لجامعة السودان للولوم التكنولوجيا فكدت مشيت هناك يعني فعنه الاصدقاء والاصحاب كانوا كلهم في الفرطومة الجديدة يعني تمام طيب مدرسة المقرن الثانوية بين اولى ولا تاني ولا تالتي تعرفتها نفسك عسلمش في الاتجاه العلمي مش كده كيف الاختيار تخصص طاعة كان بدأ الله يتعرف ما أتعرف ذاته المسألة دي الحقيقة في السودان عموما الناس بتفضل بيقول لك خلاص اتجاه علمي أنا كنت الحقيقة يعني شغوف أكتر في الفترة الأولى كان يعني كنت متمنى أمشي رياضيات حتى بديت فيها شهرين كده وشنو لكن بعد ذاك قلت الأحياء أحسن يعني ما كان في يعني بيز قوي كده لكن كنت أفضل فكرة الأحياء وفكرة المهم دراسة الأحياء عموما الكينيا الحاجات زي بيزات البيولوجي يعني لكن ما كان يعني على بيز قوي ما كان في بالنسبة لكم في المدرسة ده 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 مصطلح يعني مناسب جدا يعني وانا كنت أكبر زول في البيت أصلا وكده الناس البيت ما كان داعرين زول طبيب ما داعرين زول كده بتاع والله والله يكون طبعا هو في السودان يعني هو ناس داعرينك طبيب داعرينك شنو كده يعني خلاص انت مشيت أحياء دي كويسة يعني يطمئنوا على مستقبل الوزر يعني لا يعني فكرة طيب اتا كيف وصلت المختبرات دي يدخل لك مختبرات شنو والله يا أخي دي فيها جزء من المصادفة أو جزء من يعني نحن تحن ومشينا التقديم كان ما كان بالنظام الهس كويس ده يعني الالكتروني وكده تمشي تجد الكليات معلقة وعملين إعلانات كان في إعلان عن المختبرات وإنها بتعمل وبتعمل وبتعمل فأوكي أنا سخصيا ما كان عندي رغبة في الطب نفسه كده يعني فقيت المختبرات دي قلت نخش على المختبرات بس بفكرة وبعد دا سألت منه وكده لكن زي ما قلت ما كان في مسألة زي دي يعني ما كان في الفهم الكبير للمسألة دي طيب كذي رجع علينا بس لو تذكر لينا كان شنو المختبرات تعليم ما عارف شنو الطلاب هيقروا شنو بعدين لما تخلص هتبقى شنو 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 ما تفاصيل مهم يقوم بإجراء التحاليل ودوره مهم في شنو كلام عام كده يعني تمام اخترت الكلام ده ودخلت الكلية اعتقد كنا 34 طيب انت ودى الخرطوم واتقلب من الخرطوم من هو جم حديقة الغرش الى جاعة الخرطوم ما مشوار بعيد ماش كده كلية المختبرات كانت جم بستاك او جو المباني تاعت ما مشوار بعيد مرات حتى كنت بمشك الدار يعني بتركب مواصلات الصحافة ظلط وبتنزل يعني طيب انت بالنسبة كانت دينا فكرة عن الفترة دي كيف كانت وهل كان عندك اي اشتباكات سابقة في النشاط السياسي والثقافي ولا كده كان عندنا نشاط ثقافي ممكن نسمي وانا ما كان عندنا نشاط سياسي مع انه اتهمت في فترات مختلفة بانتماءات مختلفة لكن انا ما حصل دخلت في حزب ما كان عندنا انتماء سياسي في الثانوي مثلا يعني المرحلة دي صح انا بتذكر الناس الكتيرين بتذكر عدد بسيط لكن بتذكر الاحداث نفسها في الثانوي كان في اركان النقاش بتاعت الطلاب بتاعت السانوي كان الاحزاب عنده نشاط كان فدرة الديمقراطية يعني كده خلاص على نهايات يعني اتذكر كان في محمد محمد فول محمد ايو بتعرف مشكلة محمد الحسن ايو نعم ده كان في المدرسة معنا ما كان في فصلنا محمد ده اناسي هو انكوادي الحزب الام الكبار يعني محمد ده كان من الناس اركانهم هناك بتجيب دخلي كبير يعني كان في جمعية الموسيقى والمسرح فانا كنت مهتم ما بالموسيقى ولا بالمسرح لكن بالنشاط الثقافي في حاجة حصلت لك في ركم بتاع نقاش مع احكي لك لكن واحد من التغييرات المهمة بالنسبة لي في الفهم بتاع الحاجات وفي التعامل مع الحاجات كان في المدرسة نحن كنا في اولى في ثالثة كان في عبدالحافظ محمد خير ما بيكون تشكير زور رصام يعني عبدالحافظ خير معروف شاعر وكده فعبدالحافظ ده كان في الجمعية دي وبيقدم حاجات فالوقت ده كان في جري التلمساء في التلفزيون فجغل شعر في التلفزيون انا يعني عجبت بالحاجة دي جدا ومشيت لقيته انا انا لما جزول زي ده كده بمشي له يعني وتكلمت معاه وكده عن الشعر وانا بحب بالحاجة دي فسألني بتقرأ لمن الوقت ده انا بقرأ بس للفيتوري لحاجة المدرسية فحافظ محمد خير جاب لي ديوان بتاع مصطفى سند ما البحر القديم كان ملامح من الوجه القديم يعني انا الوقت ده اخذت بالموضوع ده بشعر بطريقة مختلفة بعد ده لو تذكر بس البيعة اخذت قلب الله يا انور انا بتذكر بعددك من البحر القديم يعني لما تقرأ كلام زي وطرحت قوسك منجتي جسرا ببحر الليل ده كان كلام عجيب بالنسبة لي يعني انت كنت بتقرأ اصبح الصبح وكلام واضح كده مثلا فيتوري وكده مدارس المختلفة بتجي تلقى مصطفى سند يقوم يقول لك اعتقد انه عبدالحافظ نحمد خير واحد من المؤسرين جدا في انه انا فهمي للحاجات وكده يتغير في المدرسة برضو كان في اه ما مذكر اسمه يا ربي عبدالحافظ واحد من اولاد وردي نحمد وردي فديل كانوا في اكتوبر كان عملوا احتفال عن اكتوبر وغنوا الاغنية بتاعت باسمك الاخضر فدي تحولات ثقافية او تحولات ممكن نقول وطنية لكن كانت في الفترة ديك لما جينا الجامعة اه يا خنا ما ارجو كلام دا ما يكون ممين للناس ابدا قيمة في الاستمتاع انا قاعد تصني رسائف الخاص هنا دا اقول لي مستمتعين جدا مستمتعين بس حاج بتكون قاعد مع زوج كده يقوم يحكي لك يعني عمل لك حاجة ممين له انت ما قادر تتصرف لا 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 احنا محتفلين بيك جدا والناس كلها تتبسه وبترسل في الخاص فانت بتواصل بالسرد بتاعك حافظ عنده اثر كبير جدا في ايوه لما جينا الجامعة اه كنا 34 وكان في دفع قدامنا يعني ما عليش اركم بتاع النقاش فاح مدفوله حتى دي ما تفوته لنا طيب ايوه اه فمرة ناس جمعين الموسيقى والمسرح دي انا عملت لير كل نقاش براي استضافوني فيه ولا كده عملت لير كل نقاش ثقافي وانا كنت مهوس او مهموم بقية الهوية السودانية والوطن الواحد واتخليت عن المسائل بهذا السيامي او متشو تخليت لكن بقيت نظرتين مختلفة ف يعني انت جاي من السعودية وجاي من وشايف الدول ماشى وكده صح انت في السانوي لكن والوقت داك الديمقراطية جات والاحلام الكبيرة ووردي وبلو انجلو وحنبنيه البنحلم به يوماتي المهم يعني فعملت لير كل نقاش عن الهوية السودانية واتخيل نظرت في السانوي فقام اذكر في الرقم واحد كده سعني ولد بصير كده بذكره بس كده انت يعني شنو هوية سودانية فقمت قلت له انت هسل وعندك كوباية فيها موية وكوباية سكر قل لي قلت له مش واحدة كده قلت له خلقته وم بيجيك شنو قل ليه موية السكر قمت قلت له بس دي الهوية السودانية وانت عريف بسيط وفكرة بسيطة يعني وكده ده طبعا ده ده كلام جميل يعني فهم متقدم جدا كذا في شكاله فالمسائل الجمعية التنوسيقى ومسرح أنا بعد ذاك عرفت انه كان يعني اغلب يعني طلاب الأقرب لليسار وده في الغالب يعني الثقافة السودانية الناس المؤثرين فيها أكتر هم اليساريين يعني يعني الى حد كبير لانه لانه اعتقد انه اتحاد السوفيتي يعني طلع عطاولة الأدب في العالم كله ما اعتقد عنده علاقة بالاتحاد السوفيتي ما يعني ما 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 يعني يعني انتصلك الأدب انتصلك الحقيات دي وعلاقة ب يعني زي ما كان مثلا الأنسار السنة مثلا انتشروا فترة كبيرة جدا في السودان ليه علاقة بالأكسس بالدعم البيجي من الهتات بتدعم الانتجاه كده فده ما اعتقد يعني يعني اه وممكن يعني هما الاجيال ما اقدر افتي فيها تماما يعني لكن المهم فانا الوكيد داك حتى ما منتبه للمسائل دي. فالرقم بتاعد عمل ضجة كده. طبعا قتلك محمد فول ده كان اكتر زور يعني تاركان كده ومشهور وكده. فبعد فترة عمل رقم. انا الوكيد داك شاعد ديوان او كتاب ديوان يعني في السانويل كده وماسك وكده. وفي وردة حمرة كده مرسومة انا ممتذكر اسم شو. احنا واقف بحضر في في محمد فولي. انا قام محمد فول بتكلم كده وانت لو شيوعي مد الساقل. انا البدل ما تشيل وردة حمراء قول انا شيوعي. احنا لا يعني. احنا الوردة الحمراء في الكتاب. اي والله. والله. والله تزور ده شيوعي. يعني طبعا التأثير زي يخصي السياس الناس يقول لك ده كده وده كده. ده قحاطي وده كوز وده فلول. ما عندها معنى كان. احنا الوكيد داك تعارف محمد فول ما بتذكر القصة دي. والله اه انت عارب يا بروف الوليد يعني انا من الناس اللي كان عندي الطباعة انك تشوعي انا ده الطباعة بدأتك لكن شكله الانفلوس بتاعه جاء من هناك من روكل نقاش في السانوي من محمد فول اي تعارب غير روكل نقاش يعني اليسار عموما في السودان او يعني ارتبط بالاختلاف يعني بالناس اللي اختلفوا الناس اللي بيقولوا افكار مختلفة وكده والناس الجريئين شوية وكده فدي برضو يعني وبعدين يعني المرحلة من نهاية التمانينات وما بعد وكده فانت عشان تدمغ زول بحاجة وكده وتتخلص منه وكده تقول ده شيوعي زي ما هس يقول لك ده الفلول ده الكيزان ده مؤتمر وطني فانت زي ما كويس الاستقطاب ده يعني ايو نعم الشلعيات زي ما تفضل للبروف احمد ابراهيم ابو شوك ايوه 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 ما بتسمح بانه يكون في نقاش يعني مسمر ومفيد ايوه ايوه فمعين الوقت ده انا برضو في نفس الوقت ده في الثانوي ده كانت عرفتها انا كنت مهتم بالثقافة دي زي ما قلت ده كان عندنا جريدة اسمها صوت الوطن يعني جريدة حائطية كده اللعجة الكبيرة الوحدة دي مش كده بلوك واحد كنا بنعمله فورك فلوسكاب اه اوكي يعني كده بلوكك بصن منا صوت الوطن كده ونكتب فيها حاجات كده وبتاع الوقت ده فانا كزول ما منتمي كده عرفتها حتى على ناس شباب اسلاميين الوقت داك اه اذكر منهم حسن علي حسن ولا علي حسن علي ده يزلنا بيقى سفير في الصومال في زمن الانقاذ في شريف حسين شريف اللي هو بيقى مزيع بعد داك وواصفه في امريكا شريف كان ورانا اعتقد بسنة دير من الاسلاميين الوقت داك اه يعني فانا ما كان عندي انتماء هو اقول لك حاجة يعني في حاجة غريبة جدا انا اقول لك هنا انا اذا كان في الابتداء في الفترة المتوسطة انت في السعودية كان في جرعة دينية قوية جدا فانا الوقت داك يعني كنت فاهم المدرسة السلفية او الوهابية يعني الشركة الاصغر ما عارف دبيب النمل والصخرة السوداء والقصص دي وحرمة التصوير وما عارف حرمة الغناء قال يصبوا في اذانهم الانق قال ما الانق قال الرصاص فانا كنت متشبع بالثقافة دي كانت مؤثرة الى حد ما يعني لأكينا يعني انا اتعرضت للثقافة السلفية دي بذلاجة كبيرة وكانت مؤثرة في مرات كده تأثرت بها لذلاجات لكن بعد ذاك الثقافة لما انت تخش في المجال الثقافي السوداني ده ممكن ده بيقربك لليسار اكتر لكن انا ما كنت منتمل بأي جهة يعني في المسألة دي اوكي تمام الجامعة الدبعة فقدوا شنو تقريبا كنا زي اربعة وثلاثين اعتقد ولي ضدهم بعد معانا انا ما شايف الاسامي لكن كنا زي اربعة وثلاثين تقريبا او حاجزة دي يعني سيداتي شادتي شوفوا الجامعة كافية كام نفر الدبعة فيها كام نفر طيب الاربعة وثلاثين دي غالبين مثل عارفوا كلكم اي طبعا طبعا ايوه طيب الطبيعة بتاعت الكلية كان شنو كان جزء من العلوم ولا كانت هي طوالة بتخش المختبرات لا 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 انت كان بتخش طوال المختبرات وكلية منفصلة وكده يعني ما كان عندها علاقة بالعلوم نحكم نمشي السنتر ونمشي المجمع الطبي هنا وعندنا علاقاتنا وناسنا لكن الكلية منفصلة يعني اوكي اليا كانت في معمل استاك حاليا مش كده اه في المبنى بتاعه هي ما جوا استاك في المبنى بتاعه منفصلة كده قبل كم سنة طبعا راحلوا صوبة يعني وكلية مكان كبير طيب شنو المعالم بتاعت الفترة دي كاني من الناس يعني كان موجودين معاك والأساتزة بتدرسوكم هل كان فيهم بقايا خواجات لسا أي فيزيان لا لا يا أخي ما للدرجة والله أنا وردت بتبالغ معاك لا يا أخواني لحد قريباتي بالمناسبة كان في الرقش كافي للب لا 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 لحد الكلام ده في التسعينات ما كان في خواجات كانوا كلهم سودانيين أستاذ أمين اللهين محمد إبراهيم أستاذ هسي موجودة عرفت النفشندي بعد الحرب دي أستاذ توفيق خوجلي توفيق يا مدأخر شوية أستاذ مجيدة دي كانت من الناس المؤثرين يعني هنا كانت مساء التدريس أعتقد أنها في الإمارات أستاذ وصام البشرة في الإمارات دقائق أستاذ مجيدة دي كانت أسيرة شنو الضبط يعني والله كانت زولة كويسة يعني كانت زولة مهتمة بشغلها كده بعدين يمكن لأنه هي كانت مساء التدريس أقرب شوية للطلاب يعني نعم يعني فالكلام دي تقريبا دخلنا جهامة أعرف 91 أعتقد في الحدود دي فالأساد زي هو كان فيه بروف سيرابو 7 دي توفق بروف السيرابو غرون ناس المبيوت في السعودية في عدد من الأساد دي يعني ربنا رحم من قضوا منهم يعني كان بعد ذلك برضو فيه أساد طبعا من كل التطيب دي بيجي دروس الفيزيولوجي بيجي دروس الأناتومي في الأناتومي كان فيه بروف عبد المنعم سهل المرضي لغاية هدس الواحد بيلاقيه يعني أيه معروف عبد المنعم أيه معروف أيه طيب المختبرات دي شنو؟ أسهل وفي زيولاسي من الشباب بتوعون الموجودين في البحثين السودانين الداري اختاروا تخصصهم الجامعي أو الناس اللي دخلوا تستطقوا في الجامعات تلات أربع سنين مع السورة مع الكورونا مع بتاعوا قاعدين هنا فواحد فيه ممكن بيحضر في اللقاء ده وقام بسمع وشاف إنك اتاو نجاحاتك وتمييزك قال يا خنات دار تحول للمختبرات فالمختبرات دي شنو هي زادا؟ والله يا أخي ما أعرف السؤال ده ما أعرف أقول لك عموماً طيب في النهاية طبعاً الموضوع بدأ مختلف عن زمان والميديا متاحة والحاجات متاحة لكن هو في النهاية تخصص تشخيصي يعني طب تشخيصي في النهاية لكن الموضوع اختلف من زمان الاتوميشن زاد هسي الحاجات زادت عدد يعني هسي عدد الخريجين زاد شنو زاد كده لكن طبعاً تتفتح مجالات تانية في التخصصات نفسها في تخصصات دقيقة في شنو فيه كده فأنا الحتة دي من الصعب الكلام فيها هسي في المسألة دي أو أنا سؤالك قد ما يكون محدد شديد ما قدرتك يا أبو مسلم هي طبعاً يعني شنو يعني مثلاً كمبيوتر انجينيرين في زماننا إحنا لما ندخلنا كان هو والله عبارة عن التركيز والهاردوير في أنك تعمل أركيتكشور بتاعت الكمبيوتر وتعمل ليك مثلاً ديفايزيز وحيات زي دي لكن حالياً أنت بتكلم على مثلاً على الحتة بتاعت الهاردوير مع صوفت حاجات زي دي يعني الحتة التوجه بتاع الدراسة نفسها كده هنا المسألة بتعتمد على التشخيص يعني إذا اتكلمنا عن الخدمة اللي انت بتكديمها خدمة تشخيصية لكن بعد ذلك وعن في ريسيرش بالجنب وفيش نوع في بعد ذلك بتخش انت في الإبديميولوجي يعني وبائية الأمراض بتخش في مقاومة الأمراض مقاومة مضادات الحيوية الحاجات دي بتخش فيها لكن الفكرة الأساسية هي في التشخيص لكن بعد ذلك بتفرعات كثيرة بتجي في الموضوع ده نعم أنا لأنه قررت لي حاجة عن المختبرات الطبية إنه تقريبا ستين في المية تقريبا من العلاج بيكون دائما في التشخيص للأطبة ما بيقدروا يعملوا حاجة لما لم بليقوا التشخيص والمختبرات بتساعد في الكلام ده وعرفت برضو إنه في عدد من الحيزين على جهازة نوبل أصلا من التخصص ده بتاع المختبرات الطبية وهو ما بيكون التخصص مختبرات يعني ما بتقدر تقول التخصص مختبرات في نوبل برايس أو كده هل دي سيبلن هسي أول الأخصصات مع بيجت يعني من الداخلة يعني هو بيكون زول مثلا ممكن يكون حاجة تانية لكن اشتغل في المختبر وكده يعني لكن ما هو مين لمختبرات المختبرات نفسها يعني كتخصص قائم بذاته ما قديمة شديد كتخصص بكاوريوس وكده وكده ما قديمة شديد يعني كانت دبلومات كانت كده كانت من المهنة بعد ذاك موضوع المطور والدبلو تشعوه بعد كده فده يعني بيقى تفير فما بيكون في نوبل برايس يعني أصلا كان مختبرات لكن هو شتغل في المختبرات أو عمل فيها أو كده يعني طيب تخرجت هتا في العام 96 أيوة طيب شنور خلاك إنك تتجه للاتجاه بتاع الدراسات العليا وكده ليه ما شيء طوالي قاعدت لك في معمل ولا حاولت تعمل لك معمل ولا كده زي المعظم الخريجين والله يا أنور طبعا المسألة دي أوكي حاولت أنا مشيت المعامل أنا شتغلت في المعامل أنا لغاية الحالي بدي قامت شغال في معمل كنت شغال في معمل بتاع هستو باصوليج ومستمر فيه لغاية كون يوم الخميس قبل الحالي بالجامة السبب أو كده فأنا ما خليت المجال البراكتكال فيه ما خليته لكن كانت واحدة من الحاجات أنه أوكي خلاص أنت ما هو يعني أنت اتجاهج علمي انتهيت من البكايريوس وقمت أحضر والوقت داك ما في ناس كتار يعني بيحضر وكان عندي رغبة في المعاصلة في التحضير فإنحنا من أوائل الناس اللي شعنا في المسألة دي في التحضير دا والمسألة دي ما كانت متاحة زي هسي يعني ما كان فيه ماجستير مختبرات الوقت داك ولا دكتورة مختبران فأنا مشيت مع دارة المتبطنة اللي هو عدرت في الملوكلر بيولوجي والوقت داك فيه دكتورة ووليدة ضيف ما شك عن جامعة الجزيرة وبعد ذاك برضو بدأ يحضر وبدأ وكان الممكن ذاك في زميلنا يعني دكتور عبدالله عثمان برضو كان الدفع القبلنا ففي ناس بسيطين كان بدل الموضوع دا فعنا شفت انه برضو نحنا نمشي في المجال دا عسى انه واحد يطور نفسه تحاول تضيف حاجة كان انتي يعني شغف ممكن نقول بالرسيش أو بالبحوث عموما يعني فدي كانت نعم الشغف يتعرسي الرجا من وين والله تعرف اثناء الدراسة انت بتشوف انه في حاجات ما معروفة لسه وستيل طبعا يعني كل ما انت تقرأ بتاقي في حاجات ما معروفة انت بتحاول تقدم حاجة في الموضوع دا لو انه اقول ليك انا لما مشيت مع هذا امراض المتوطنة طيب انا ممكن احكي ليك دخلت في المجال دا كيف اول ما تخرجنا بدينا نفتش في شغل كان اسهل من حس الشغل يعني الناس ما كتن لكن برضو الوقت داك شوية كده في مسألة سياسية وبتاعة وتمشي معاينة ويقول لك وقري لينا صورة شنو الحاجات الزي ديها انا خشيت معاينات فانا ما احد اعتقد ايو اللي ضدف دا زاته فما خشينا وزول بنعارف ويقول لك ما عايف كان شنو قري لينا صورة شنو والحافظ من صورة ياسين شنو ما بشيلوك في النهاية لكن برضو يعني ما ما دا سبب اساسي كده على كل حال مشيت كان استاك قلت اشتغل في استاك لانه عندهم جسم بتاعي استوباصولي للتخصص بتاعي وما في يعني معامل كتيرة مشيت متطوع الوقت داك الوقت داك ابوي في السعودية يعني فمشيت قلت بس متطوع قلت نظمت المعمل دا جدا رتبته 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 المعمل منه في الرئيس الجسم منه من الزمله ولا بتاعه الله يا اخي كان في من الزمله ابو سمرى محمد ابراهيم ابو سمرى كان ماشى امريكا بعد كده ده من الزمله رئيس الجسم كانت تعتقد دكتورا نادية الضوي ما متأكد بس كانت موجودة الوقت داك لكن دكتورا نادية الوقت داك كانت في ولادة اعتقده وكانت ما فيه جاءت بعد شهرين تاقي اللي قلت المعمل مختلف هذا التبتو نظمتو حاجة كده سيستيماتيك يعني ما كان كده ما عندك فتاة ايو كنت مطوع بس داير لما تجي وظيفة يقوم يشيلونه لكن الحصل شنو الوقت داك فيه مكتبة تحت في ستاك فيوم نزلت كده فيه اعلام معلق في الباب مكتوب فيه ملك الاربيولوجي كورس ملك الاربيولوجي دا ما كنت عارفه شنو يعني كان احنا فكرة الدي اي دا بس في الهيستوب وجه بالضحيل يبئدوك ستين كده والاسمه فولوج الرياكشن بقالك بعمل ستين للدي اي 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 واتي سي جي ما عارفه الكلام الكلام باري 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 باسيك الوقت داك فنقيت اعلان كده ومرسوم الدي اي اي ومكتوب كورس ملكلون بقائلو مكتوب بالانجليزي وما عارف جايين فيه سازو خواجات مثل مكتوب سي 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 اليه وكارلوس وكده قلت اخش الكورس ده فأنا ما عرف اخش الكورس كيف مكتوب انه عاملوا كان بروف منتصر الطيب بروف المعروف يعني لو التحية الله ايه والله لو التحية فقمت حالات قلت اخش الكورس ده ما عرفت اخش كيف لاقيت زول في استاكسه محمد طاها محمد طاها قلت بنعرفهم ان احنا طلبة بيجي كده في الرجم المختبرات قديم شوية فقام قل لي اخم الكورس ده كيف نخش ده قال لي اخم انتصر ده صاحبي نقوم نكلم وكده ولو فيه طريقة يدخلنا وكده وانا ما بعرف بروف منتصر الوقت ده فقلت له يا ريت احنا مش هنا قدمنا لقنا فورم كده قدمنا لما طلعت النتيجة بتاعت الكبول فكان كورس كان جزئين جزء ثيوري نظري وجزء براكتيكا فليجيت شالون في الجزء النظري اخبت ما دائر انا طبعا ما عرف الموضوع شنو اصلا لاقيت عبدالله عثمان دفع لقدامنا اكتور عبدالله عثمان قام قل لي عبدالله عثمان كان ماشا قدامنا في القصة دي يعني وبدأ وفاهم بيقى فاهم الحاجات دي شمال قل لي اخ شايف اسمك وكده قلت قلت لايه لكن ماذا يا ريجي ياخده سيوري بس قل لي انت عوير بالمشن الكورس ده والناس في السوبان بيت هاتفوا فيه وما تعريق عبدالله كان شغال معهم مشان كده شابه يعني والناس بيجي يقدموا ليه وناس العلوم بيزاد عندهم فكرة عنه وكده قلت خشيت الكورس خشيت الكورس انا في الكورس ما فهمت حاجة يعني او يعني الناس دي اللي مكانوا بيجيبوا صورة الارن اي ده انا كنت بيشوف ده حاجة عجيبة فاللي بسي صورة عادية بتشوف حكيينها بالنسبة لي انا او بالنسبة لي ما مره عاري ودي اي اي وارن اي وكلام عجيب جدا فكان زي السحر كده المهم الكورس انتهى ومتصد ده زون مسقف طبعا عنده كتب ومعروف يعني فكان عامل رحلة في عمله رحلة البجراوية كلام ده يا ربي سنة 98 ومع من تذكي بس المهم عمل رحلة البجراوية قمت مشيت الرحلة كانت بحافلة ومشينا كان معانا نهيد قرناص اللي هس معروفة كاتبة يعني تليها التحية منتصر كان معانا نهيد قرناص كان معانا نهيد بشامة هيب صلاح اسامي كلهم هسي مي المصري وكان معانا نهيد الجمال المهم فانا نازل ما كنت بعرب فمشينا الرحلة البجراوية دي كان عندي كاميرا ياشيكا الوقت داك الفيلم المدولة وثمشة حمد وضاد فانا شايل الكاميرا وبصور البجراوية اول مرة اشوفه وكده فقام بروف منتصر جامل يهلو السباح التالي ممكن تصورنا وكده ده لي جدا نسل الكاميرا بتاعته فده لي جيته سبب يا زول وانا عارف انه زول مسقف ده وكده وكده منتصر الحقيقة انا كنت بعرفه ما بعرفني لكن المهم في بيت ناس حبه ابتدى البيت الجنبنا البعده ده كان محمد سعيد القدال البروفيسور المحترم والمؤرخ المعروف اللي هو خاله تقريبا خاله ايو ايو من سعيد خاله فمحمد سعيد القدال باعرفه ولده واحد ناظم يعني وبناته باعرفهم لكن القدال ما بنجد ان يتكلم معه زول كبير وكده وكده فكنت بشوف منتصر ده بجيب عربية عجيبة كده خدرة كده ومفتوحة بورا وكان شخصية عجيبة كده او غريبة يعني النات بشوفها فيازول انا لما قام قليلت تصوره انا باعرفك وانا انت انا خالي على ابراز صاحبك وكده وساكن هنا يا زول بالله فبدأ يتونس معي بعد بيومين خلاص والكورس امتهى وديت الصور انا طالع في السلم بتاع استاك ماشي على الهيستور جسم بتاع الهيستور وقام لقعني في السلم هو بيجري ما بيمشي في السلم جاري كده فقيت جاري معه هاي انت عملت شنو هسي وكده وبتاعي فقالت والله يا اخ انا عاوز اواصل في المدودة وما عارف كده خلاص تعليه في المكتب قال ليه ما اصدقته يا زول اشتليك المكتب بتاعه وكان عندهم في ستات في الطابق التالت حتة كده مديننا اليوم وحتة ابحاث انا دخلت اهناك طبعا منتصر ذاته زول عجيب في الحاجات دي بتلقى كده لوحات وحركات ومهم تماثيل صغيرة كده او منحوتات فدعم ما اقال ليه اخذ المعمل بتاعنا وكده وتمسك لنا السيكونسي انا السيكونسي ما اسمعته في ذاته الوقت ذاك قال لي انا بعلمك زول ما كدبتها من ثاني يوم دي بتلقى كوت وبيجي تجي المعمل ده دي كانت البداية على الدخول بتاعتي في المعمل ده لقيت اه ناهد قرناص كانت معه زي ما بتليك دكتور ناهد ودكتور رهيبة صلاح بس في السعودية وكانت في انجلترا المهم مجموعة من البنات البنات اللي بلوم لكن يعني الاوتستانديم فده دي بداية الدخولي للمجال يعني دي دي بالصطفة انا بالصطفة دخلت في اجمل صطفة في احسن حتة مع احسن ناس في المجال ايوالله سيداني سادة دي مزايا انك تكون تقليبة في الخرطوم يعني خرطوم كده اسمع دي مع دولة 56 المسيطرة انتو بالضبط تعارف يا دكتور الوليد يعني يعني مهو مهما نوصف يعني انا لو كنت اسل الكلام ده عن ده انوالت ولدت في ديمشاطي بورسودان ايه لما جاء النتيجة بتاعت القبول العام لقيت نفسي في الزراعة في جاعة الخرطوم ما دخلت هناك فعشان انو انا اقدر اصل الحتة اللي انتوصلتها بصورة اورغانيك طبيعية انو والله يا اخي جارك بروفيسور الحمد سعيد القداء اللي هو على ابو عدي خطوات من بيتكم الكلام ده فعلا بيوري انو شنو يعني فيه ناس بيكون عندهم حزوة اكتر من غيرهم انا ارد لك انا ارد لك انت بالذات يا انوار لو كنت في الوضع ده كنت هتمشي احسن من كده كويس بشخصيتك الهس دي كنت هتقتحم الموضوع وتمشي وتعمل حركات وكده خلاص هتقنع الناس دي انا ما بقنع زيك كده او ما بقدر اقتحم زيك مثلا لكن المسألة دي ما عندها ارتباط بين محمد سعيد القداء انا استغليت انو دي فرصة افتح حوار مع الزون ده منتصر ده بالذات منتصر ده بالذات كان حريص يجيب ناس من الانت بتعتقد انهم ما بيصلوا المرحلة دي يعني منتصر ده بالذات شفت قصة والناس ما بيصلوا كده كان بمشي يجيبوا المخصوص هو شخصية متفردة ايوه ايوه ان شاء الله في يوم اللي ايام ثورياسيين يجيبوا لان انا في الوانس على دروب النجاح ايوه ايوه فهي المسألة انا بس يعني حط الظرق سانو اقدر اتكلم مع الزون ده لكن ما عندها علاقة اكتر من كده وماش اعني عشان انا فلان ولا فلان ولا عشان كده ولا كده مؤكد مؤكد لكن قصدين انو بس يعني زيقولوا الـ ومهو دي حاجة عظيمة ما حاجة سهلة يعني لزول غير ليك حياتك كلها اداك لأفضل حاجة وقال ليك انا بعلمك يعني السهل الزمن ده سهل وده ان نعلم زول نلقى وين زات ونلقى زمن وين عشان نعلم ولا اشنو اكشوال الزمن ده داري تعلم اصلا في ناس داري تعلم مع بروفيها والله يشوفوا قول ليك يمكن طيب انا بعد ذاك استمرت مع بروف منتصر فترة وبعد ذاك وجاتوا سفرة ماشا ما عارف انجلترا يا ربي ولا دانيمار قاعد فترة فحولت مع بروفوسير معاوية معاوية المفتر وده اللي اشتغلت معاو اشتغلت معاو الماجستير والدكتورة ولغاية هس انا شغال معاوية في الريسير شو كده فالوقت ذاك مع هده الامراض ده لسه متبنع او كان بيبنوا فيهم يعني ادوب بيبنوا فيهم كده منتهى وحتى كان في بروفوسير احمد احمد الحسن الله يرحمه يعني اه كان مدير المعهد الاول كان بجيقعد في جوبة بتاعة الباصولوجي دي النقلة التانية وفي انه وشنو الشغل مع بروفوسير معاوية ايه زولي شعل مع بروفة معاوية يعني بيعرف يعني شنو فهمه في الريسيرش و في الحاجة دي يعني انا تذكري واحدة من لقيا تفيد الناس شوية لشباب يعني انا بعد فترة من الشغل مع بروف معاوية كدة افكرت اخلي الموضوع ده او كده يعني حتى انا جيت وقيت اكثر انا زي جتيه من الموضوع ده كممك او انا صح كتجنيك ممكن اشتغل تجيب افكار دي كانت صعبة جدا. وهو قليب الزمن بيتجيب. وفعلا جاد بعد داك. واعتقد دي واحدة من المشاكل هسي عندنا في الريسيرش انه الناس ما بيتجيب الافكار. الافكار بيتجيب بالملاحظة. يعني انا احكي لك حاجة. انه لن تشتغي الريسيرش يا برو. احكي لك حاجة ولا في المينس ولا في ما في الريسيرش ولا شنو. والله مش طيب انا اقول لك. اه يعني قصة احكيها. كان في في ال اه. انا اشتغلت في الليشمينيا. زبابر يعني هيو الناس بيقول زبابر رامليز وورا ميدا الناقل يعني اللي هي الساند فلاي. كان الليشميني يهبطو فيل نفسه. فا واحدة من المشاكل الوقت دا كانت في التزريع بتاعها. كانت مشكلة كبيرة. وكان بيجيبوا هامستر ايراني دي الفيران دي. ويحقينوها وكده. كانت مشكلة. واحدة من اكبر المشاكل كان الفي كي دي ال. اللي هول تفص كالازار دير مليش ونعز الحبوب تظهر بعد ان اتشفى من الكالازار وكده. فكانت تزريع دا مشكلة. والمهم انا احكي لك انا كنت فترة اشتغلت في المستشفى الكركي في الكلاكلة. اثناء ما انا في المعهد. يعني وكاني ثلاثة ورديات. بمشي تمانية ميسا واطلع تمانية صباحا. يعني سعزن من الصباح طوال اعمشي المعهد. فا الوقت ذات بركب البص السياحي. يعني اعمشي من فلطون بيانوم. تركب الصحافة زلط تنزل. بيش حاجة زي دي كانت يسمى البص السياحي. اه اخ رو لا ده بيقى تاريخ طبعا. طبعا يعني اتباعات الانقاذة الكثيرة كده وشنو كان في. ده زي القبول الخاص وزي كده بيسمه البص السياحي. البص السياحي ده اغلى. يعني كان تعرف. اه. والله في فرصة ممكن نبدي الناس فيه بيضيفوا حاجات زي دي. لكن. البص السياحي. تالك. تالك بتاع الزمن داك. مال الدرين. البص السياحي البصات كانت متهالكة كده وشنو زحمة وبتاع. قاموا يا زول الناس زي جابوا فكرة. يسمى البص السياحي خطوا بيبدأ من وين لين وشنو. بيقولوش اكتر شوية. فانت البص السياحي بتالك اقولوش اكتر. عزيز انه ما بخلو زول يجيف شماعة زي ما بقولو وكده. لكن بعد شوية طبعا بيقى ما سياحي وسعر بيقى ياهو زيته. زي العيش يقوليك في اللولة اللي عيش اللي اسمه شنوه الفاخر وبعد شوية يقولو يبدأ سعر واحد. فكنت بركب البصدة. وانزل في الكلات لللفة. وامشي كالدارة المستشفى التركي ما كان فيه ركشات للحتة ديك. والركشات بيها دو بضل التصحرات. فالمهم. كان في مجلة اسمها ترانس اكشن اف the royal society of tropical medicine and hygiene. تنشر فيها البيابرز وكده وبتاع. فالمجلة دي كنت شايلة معاي بقرافية. واحدة من البيابرز اللي قيته في المجلة دي. وكدهك مجلة ورقية بيجينا يعني. تجي في المعهد. فالجريت اصناها ما انا ماشي بالبص يعني. مسافة طويلة والبص مريح شوية كان. فليجيت في ناس من فرنسيين من جويان الفرنسية وكده الجزيرة دي. عملوا كالشر لليشمانيا وتزريع اللي هو شنو شالوها. مهم بطريقة معينة. قدت نجربها هنا وجربناها ونجحت. فتبقى بعد ذاك الافكار انت يعني تجيب الفكرة كيف. هي دي ممكن هاسي محاكة. لكن بعد ذاك انا طورت في المسألة دي شوية وكده. احنا مع بروفيسور معايق ولفترة عاوزين طالب ونلقى طالبة. يعني اشنو مش ما بتلقى طالبة. ما بتلقى طالب. يعني الوقت داك انا تفرقت للموضوع ده. لكن ساعدني يمكن انه اشتغلت في المسيشفى التركي ثلاثة ورديات زي. بعد ذاك انا اشتغلت في المعمل مع بوربس رحمد الحسن. كان في الزهراوي في الاول. الزهراوي ده كان معمل بتاع هستو باصولة دي. بس رحمد طبعا نفسه زول عالم وكده. وشغال في الليشمانيا وكده. فبرضو ده ما كان بيلزمك بزمن. فيمكن انت حتلاقي فرصة. لكن لما جينا نفتش زول يكون فاضي يقعد يعني للمسألة بي. ما ليجينا. ده بظروف الناس يعني. طيب هل تتقروا انه يعني بتاعكم من ناحية بتاعة ميديا انك بتوصلوا المعلومة بتاع الدايلين زول ولا بتاع. هل متوفرة الحتات دي ذاتة البلاتفورمز دي. احنا في البحثين السودانيين مثلا. حاولنا في المجموعة دي انه يكون التواصل مع الجامعات ومراكز البحث وبتاع بصورة مباشرة. عشان لو في اي احتياج مثلا لكوادر ولا كده تكون موجودة هناك. هل الحاجة دي فير انا بفتكر انها ما فير. يعني الحياة بتحصل في دوائر صغيرون مولقة ولا اشنو؟ قلنا يا اخي اوكي الى حد ما كلامك صحيح لكن احيانا كان بتطلع اعلانات في المعهد. وبيقى تطلع في الميديا. انه بروف فلان محتاج الستيودنت وكده بيجي وبيعملون انا بجي راجع ليك في الحتة بتاعتين كنت بتجي من بيتكم كالدار للمعمل. اه الاستاك. ومع احد الابراض المتوطنة. وان كدت شفت تحت اعلان. انا الوظيفة بتاع وكده ودي الحاجة اللي تغيرت حياتك والسيك 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 وغير. لا لا ده كان كورس طبعا دوتا ليك يعني. انه الاكسس. الاكسس وجوه. انت جوه انت جاعد في المبنى نفسه. نزلت من فوق اللي تحت فقلت شفت الاعلان. اي لكن طيب اه طيب دي 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 ما الوقت داك بعمل اعلانات والزعافة. والزعافة اللي انا شفته والزعافة كلية العلوم والزعافة الحتات المفترض الناس اهتمة بالحاجة دي حيعمل جنون الناس دي. انا مقدر اكون ادبوكيت اسي للطلاب اللي بيكون ولا الباحثين اللي بيحاولوا يلقوا فرصة. لكن ما ما لاقين ما في اكسس لي. احنا قبل كده شفت الاستاذة هند. هند علي. دي كانت عوض ماجستير في المحض الافريقي للرياضيات. امس. فكان لقيت الورقة مجدوعة في الجامعة. هي كان بتقرب كلية العلوم. لقيت ورقة مجدوعة والدنيا كده شعرت الورقة بتهببها. ايوان. فعانت للبسال الحاجة دي. ودي كانت الحياة الغيرة الحياة يعني. حكت القصة دي حتى. بالتخرج بتاع في من امس في ساو سافريكا. فالكلام بتاع الاكسس ده. وانه معامل البحث واتصالة بالناس. ما انحنا في سؤال ما بيكرهو كل السينير ريسيرشنز. زي حالتكم. لما جيك زول في البحث يقول لك الدين عنوان بتاع بحث. ما هو الزول ده هو الحقيقة ما قعد يقول لك دين عنوان بحث. الزول ده هيقول لك يا اخ انا ما بعرف ساعدوني. هل انت بتقرأ الكلام ده كده ولا بتقرأه بصورة بختلفة بروب بصراحة. اوكي طيب بالنسبة للموضوع الاكسس ده. طبعا دي يعني ده ده دي نقطة مهمة الحقيقة. لكن الخيارات شنوية. انت بتعمل اعلام مثلا في. هل اعلام بالطرق الهس بيقى بتكلم الناس بينزلوا في فيسبوك او في في الجروبس في شنو في كده. المشكلة انه يعني فهم الرسيرش داته عندنا مشكلة يعني ما شرف مثلا وكده. او يعني كده. انت يعني دائرة موهبة فيه جزء من الموهبة كويس. فانت طيب بختلف الدكتورة اللي انت حكيت عنها او الشابة دي اللي قتل اعلام. اوكي ما هويس حق ميوتين بقاعد كده ووقعت تفاحه. اما في الحقيقة القصة الحقيقية ما وقعت تفاحة طبعا. هو قاعد وشاف تفاحة وقعت. عمل قانون الجاذبية. لكن طبعا اللي بتشويق كده يقول لك وقعت فيه راسه وشنو كده كده. انا قاعد اقول يعني يعني كم واحد في سودان ده وقعت فيه راسه دوما ولا شاف دوما واقع. مع ذلك الحاجة. مش في السودان بس يعني لكن في حتات تانية. فما بس الاكسس. يعني في حاجة تانية. سحق نيوتين شاق التفاحة عمل قانون الجاذبية. ارخميدس قانون الطفوي مثلا. يعني حاجات زي دي. انا وريك في الملاحظة دي مثلا. في قانون الطفوي ده. انا كنت مرة بتتكلم مع براف منتصر. اذا بتتذكر الكلمة اللي يقول لك قال ارخميدس اللي هي يوريكا او انتقوها كيف. مش كده. وجدتها. اي لا لكن. يوريكا نعم. انا مرة بتتكلم مع براف منتصر. وقالي دي زير انترستي. تعالي ما تابعت على ما ده ما مجالي. لكن انا قلت له مرة اعتقد انه اللعبة بتاعتنا بتاعت الحجلة. مش البناتة ولا الولاد بلعبوا كده بيقول اريكا. ده بيقول له عمياء. انا قلت له اعتقد ان يوريكا. ليجيتا. قد يكون كلامي معدي. مش كده. ما متأكد. لكن المهم يوريكا دي او اريكا. لو في زول نوبا يقول لنا او كده. فاعتقد. فييب تبقى شنو قصة الملاحظة دي نفسها او كده. طيب نجي للكلام بتاعت. الاكسس. اه يس في في مشكلة في الاكسس. لكن اه الناس بتبزول قدر مجمع. السؤال بتاعك بتاع انه يجيك زول اه من الباحسين يا شباب اللي دهر لي موضوع. اي ده سؤال يعني ما ما حدو معنى. يعني انت هاسي ما بتلومه. انت. انت بتشوف ده. زول داير مساعدة وكده وكده. لكن شنو بديه الموضوع ده يعني. انا المجموعة بتاعتكم دي يا انور كنت قاعد فيه. لكن طلعته والله بعد فترة. اخي كله شوية تجي بيت في سنة خامسة. يا جماعة سعدوني بي موضوع. يا جماعة ما عارف شنو. اخ ما معقول كده يا ذات. ما معقول ما بتجي المسألة دي. الزول دي الحقيقة لما تقول سعدوني بموضوع دي قاعد تشتكي منكم يا روف. لان انا جاء اي ناسي با شوفي دارة التعليم العالي والبحث العلمي. ما في مشكلة. لكن ما ممكن. انا قاعد في البروب ده. انا قاعد في البروب ده اللي يزموا الباحثين السودانيين. الموضوع كله. يا جماعة عندي بحثي في شنو كده سعدوني بكده. يا اخي يكتهد وميشوف الانترنت يشوف شنو كده. المسألة الاساسية اعتقد هي في فكرة البحوث عندها. يعني نحن بس قاعدين نعيد انتاج العجلة. وبس شنو? اثر شنو كده على شنو كده. اثر شنو كده على شنو كده. يا اخي نحن في مجال البحوثة الانسانية ضعيفين جدا. مع ان السودان ده يعني حتة غنية جدا. ما عندنا حاجة زيدي. فا دي لحد ما غايته. طيب. اه ممتاز جدا. جيت بعد ذاك دخلت في المجال ده ودخلت معناها هيت التعليم العالم من بوابة البحث العلمي. لانك بقيت باحث وباحث مجيد. ممتاز جدا جدا. شاكر والله. ها? شاكر والله قلت دي. اه لا رسم ما في كلام انت اشتغلت مع العتاولة وبالتالي زي اقولوا جاور سعيد تزعد بقيت بقيت من العتاولة. واحد من الناس ما عليش يعني انا ما عليش يعني انا بدلت مع بروف منتصر واستمرت علاقتنا مستمرة وبعد ذاك مع بروفيسور معاوية. في المعهد الوقت ذاك يعني كان المدير بروفيسور احمد محمد الحسن. احمد محمد الحسن ده رقم لا يمكن تجاوزه في السودان في مجال الابحاث. يعني هو طبعا كان اول وزير تعليم عالي زمن نيميري. وبيحكي ليه يعني مرة انه حتى يعني كان وزير قاعد ستة شهور وزير انشأ وزارة التعليم العالي وبعد ذاك ماشا يعني. اه كان المايكروسكوب بتاعه معاه وكده. ولما نيميري عينه. نيميري ده قالوا قاعد مساعة عظيم يتكلموا ربع ساعة جايين زول عظيم وكده. نيميري طبعا جابتك نقرات حقيقين والله. لكن المهم ده موضوع تاني ما نخش فيه. يعني الوقت داك كان في ناس من العيارة المحترمة. فبروفيسور احمد نفسه عنده تأثير كبير في المسألة دي. في في الملاحظة في في سيرش في كده يعني. المعهد الوقت داك كان في ناس تانين زي ما قلت لك اسامي قبيل. كان في اه بروفيسور هسي احمد مضوي الصديق. هسي الهون اي مدير خرطوم هسي. كان فترة مدير المعهد. في بروفو ابراهيم الحسن. اما في مجموعة من الناس. فالمعهد كان بيئة مختلفة. اه للأسف هسي يعهو. كون يعني محتلل له كده. لكن. فده لكن المعهد كان مشروع ناجح جدا. الله المعهد هو طبعا يعني لما نخبة. نخبة من العلماء. ايو. المعهسين الاماجدة كده. لكن يا هو هتبقى عليهم نفس المشكلة بتاعة الام اي تي ولا السيليكوم فالي ولا الهناي. في انك كيف. في بقرة كده بيكون يعني هط. بتطلع حاجة متميزة بتكون معروفة على مستوى العالم. كيف انك تعمل لها في عتات تانية. صح. طلعت من المعمل ده. ومشيت للآ التعليم العالي في جامعات مختلفة. وانا اللقاء طبعا مبسوص عبر الفيسبوك. فهو مسجل. موجود ما ما تشيله هم. فمشيت على الجامعات. اشتغلت في جامعة زعيمة الاسهر من متين. ودي كان هلأ اول جامعة تشتغل فيها. آآ قبلها كنت بدأ الرس بسيط. لكن الزعيمة الازهر من الفين وخمسة انا بدأت معا. الزعيمة الازهر. عملت بقرار تقريبا انها تتزعينات مش كده. ايو تلاتة وتسعين تقريبا حاجة زي. الزعيمة الازهر طبعا لما بدت بدت كجامعة اهلية. يعني آآ تلاتة وتسعين اعتقد. او واحد تسعين. مهم آآ كان مجنوعة من الاتحاديين. فكروا يخلو دي اسم الزعيمة الازهر في التاريخ بتاعه يعني. وقالوا يعملوا مدرسة باسم الزعيمة الازهر. قام بلما عرضوها اعمال في الاسة الجمهورية واللوينة الوكيد داك. الحاجة اللي يدعم لا وعا حصل اجتماع. مثلا تاريخ السماع عندي كله لكن حصل اجتماع مع انه كاتبه يعني. حصل اجتماع وقام وقالوا يا اخي لا يليق باسم الزعيم مدرسة ونعمل جامعة. فعملوها جامعة في التأسيس الاول. آآ ما عرف تقام كتوبة هنا في الويكيبيديا ما هو متأكد. المهم على كل حال. ايوه. ايوه. فبقت جامعة وصدر قرار انها تكون. قعدة زي سنتين كده ما قدرت تبدأ. لكن بعد ذاكت حولت الجامعة حكومية. اتبنت الدولة. وبدت. بدت الازهر طبعا الوقت داخل البدايات في مدارس يعني. في مدرسة وين وبيت الامان وكده. واستمرت الجامعة يعني. هذه جيتها الفين وخمسة. كان طوالي فيها كلية بتاعت مختبرات ولا كيف النظام كان. آآ ما اتذكر مختبرات بدأت. كان مكتوب عندي الكلام لكن اتذكروا. اعتقد من البدايات دي. ايوه. من البدايات فيها. آآ في استاذ الريحة بتاعة الريحة هنا ممكن لانهم انخريدين لا يكون عارفة. لكن الزعيم الازهري من اوائل الكليات اللي فيها مختبرات. جامعة حكومية طبعا بدوها وبيبدوها بكليات مختلفة يعني طيب ومختبرات وغير وكده. انت بديت كمساعد التدريس. لا لا انا بديت الاستاذ مساعد اللي انا قيتم بالدكتورة. حك. وا... اولية الكلام ده الفين وخمسة. اه كنت في اسم مبراد الانسجة والخلايا. طيب مش ت insbesondere مساعد потدريس المحاضر في حتات تانية. ده كان عمل متعاون الوقت دك. ما الكلام ده مهم لوzusagen بعدين حنيين London قيم مدير جامعة. بقينا بتعارف كل كل الكارير على يعني من الدرسة. ايوه ايوه ايوه. كنت كنا في في جامعتنا ذات الوقت ذاك كنا متعاونين في كم جامع لكن بعد ذاك في الأزهري بدأت معهم الوقت ذاك طبعا ما في ناس مكتبارات عاملين بيت شديد يعني يمكن في الجيل الجديد يعني كان في بروفسير أبو غرون مصر الدين بلال كان برا الوقت ذاك أعتقد ما كان في ناس لكن في الأجيال بتاعتنا الجاد بعد ذاك يمكن في حسين جاد كريم وحسين جاد كريم هم تهدب لي أزن وأنا أزن تاني واحدة وتانية كانت عدد بسيط عبدالله عثمان حاليا ما يرحمه كده فحتى في الأدس مختبرات اي دي لي حاليا يكون فيها كمشتاز ما بتقدر تحسيبه كده يعني طيب ده بدأ خلنا في المعايير والجودة والكلام الزيئي نعم دي حتة داين نجي راح بيش عشان شنو يعني عارف انتوا لقيتوا شنو انتوا أخدتوا شنو وجيتوا لقيتوا شنو وعملتوا شنو الكلام ده مهم جدا طيب طبعا في معايير حسي موجودة في التعليم الآية لأسف ما بينتزموا بها وده لزروف مختلفة يعني ما بتقدر تدين انه ما بينتزموا بها لكن مفترض بوساط كله كان طالب كان فوق بروفيسور كان فيه أستاذ مشارك فيه أستاذ مساعد فيه كان محاضر كم مساعد دي كلها حيات موجودة يعني الكلام ده الكليات اللي تدينها مبادلت ما كان فيه ما كان في بياتشي دي أصلا وكانوا بيستعنوا في الباصولوجيست اللي هم بساسب علم الأمراض وبدرسوا كده أنا لما جيت الأزهر الوكيد داك ما كان في بياتشي دي لكن ما شاء الله بعد داك كلهم فجيت بدأت كنت فيه قسم أمراض الأنسية ما تذكر 2008 ولمكامنا بيجيت نائب عميد المهم بعد فترة الوكيد داك كانت العميدة حاليا بروفيسور بروفيسور إحسام محمد عثمان هي كانت العميدة هي هيمتولوجيست أو باسولوجيست كانت العميدة وكان فيه يعني مجموعة من الأستاذ كويسين جدا أنا بيجيت نائب عميد في زمن إحسان بنفسها يعني بروفي إحسان الأستاذة والصديقة العزيزة يعني بعد داك وأنا نائب عميد جاءت بيجيت بروفيسور بعد داك سيهام سيهام محمد أحمد بخيد كانت في كل التطيب في البايو كيميستري فجابوها عميدة سيهام قعدت فترة وبعد داك بيجيت نائب مدير أنا قعدت زي شهرين كده بعد داك بيجيت أنا العميد فدي بعد يعني مهم رفيسور سيهام اللي هي لاحقا بيجيت مدير الجامعة بيجيت مديرة الجامعة زينا هي في كلية التربية ولا الطيب كانت والله كانت شغالة في الطيب في البايو كيميستري أيوة طيب بيجيت عميدة المختبرات طيب في الفترة دي ونتا قعد في الجامعة كادر في كوادر الجامعة يعني الإصطافة الإداري يعني الآن يتبقى عندك خبرة في التدريس وعندك خبرة بحكم الانتباه بتاعك مع هذا الأمراض المتوطن في البحث العلمي وطبعا بتكون يهو في مجال خدمة المجتمع ولا كده ولا بتاعي فشنو الحاجات اللي كنت شايفة يعني لما جيت وستاذ مساعد وستاذ مساعد وستاذ بس في القسم لا رئيس القسم ولا نائب العميد ولا العميد فشنو الحاجات اللي كنت شايفة غلط وبتاع هناي لاتر بعدين إنت هت يوانتو أدرسك مدير جامع لا أنت عارف الكلمات الصعبة بتاع تشايفة غلط وبتاع دي صعبة شوية لكن خالينا نكون طيب أنا جيت قسم الأنسجة مثلا ما عارف دكتور الرئي إن شاء الله يكون معنا فأنا كنت شغال مع بروفوس الأحمد نحن الحسن في المعمل قلت لك والمعمل أنسجة لقيت الوقت دك وأنا عارف الكلام ده قبل ما أجي نحن كنا بندرس في حاجات تجاوز الزمن يعني كان ممكن الموضوع التخصص شوية لكن كان في حاجة كده اسمها مثل تيزين كلام زيدة لسه جامعات كانت بيتدرس وأنا كنت مصير إنه نطلع من المنهج لكن طبعا الموضوع ما بالسهولة دي والأساس نفسهم بقاومه لكن يعني كان فوسز الريح مهم في النهاية اقتنعوا سحبناها سحبناها في الطبعة الجاية في كلها المرجعية كان فعلا سحبوها فده بيديك أهميت إنه أنت يمكن دي واحدة مشاكلنا في المختبرات إنه جوزه كبير من الأساس بيدرسه وما بيشتغلوه في المعمل أو في البرايفت أو كده يعني فهم بيكونوا أساسة بس يعني فدي مشكلة إنت ما بتكون متابع الحاصل برا يعني فبتدرس الحاجة تدرسوك طبعا دي واحدة من المشاكل الكبير اللي هو الانبصال ما بين الأكاديميا والرسيرش أيوة والإندستري مش كده حسنا إحنا دي والإندستري وال نسميش يعني حتى هنا ده ما داخل فيه فوقفنا المسألة دي وبعددات في جامعات تانية وقفت وكده فده برضو بيوريك يعني إنت لما تجي برؤية مختلفة أو إنت شغال برة مع زول بيفهم زول كويس وكده بيجي بعد ذات المسألة دي يعني بيجينا نشوفه في باقي التخصصات ونحاول نغير في المسألة دي من الصعب حسنا تقول الحاجات الشايفة غلط على الحاجات وكده لأنه يعني الجامعة نفسها يعني مش هبرة التأسيس بتاع الجامعات الوقت ذاك لما بدأت في مدارس وكده يعني الناس اللي في الأول بدوا الجامعات دي يعني كانوا ناضل ونضال كبير جدا يعني دي ما كانت مسألة بالسهولة إنه تقوم جامعات في الوضع ذاك أنا شخصيا وعندما قال كتبته عن التعليم العالي وكده أنا يعني كنت شايف إنه أو هسي بجيت شايف يعني ناس بتهاجم سورة سورة التعليم العالي لكن نحن في لحظة من اللحظات كان ما في حل عاد يكون نحن نختلف في إنه طريقة التطبيق مثلا أو مش هتكيف لكن بصد إنه تكون في جامعات كتيرة دي دي كانت حاجة لازم تحصل يعني يعني الوقت ذاك كان كان في جامعة الخرطوم والجزيرة وجبة والإسلامية عظيم ما كانت جامعة ذاته المعهد وكان في شنو تاني والسودان وكانت ما حدث تقول لي هذه التكنولوجية يعني لما تاني كان في يعني كده عدد بسيط جدا وكان في جامعة القاهرة فرع الخرطوم اللي هي كان بتشيل عدد أكبر من بتشيل الجامعات وجامعة القاهرة فرع الخرطوم في النهاية بتدرس تخصصات إنسانية أكثر حاجة انت بتدرس جامعة القاهرة يعني انت بتجيب دولة بتدرس مناهجة وكده وكلام بتجيب عدد كبير جدا وكان يعني كانت حاجة يعني ساعدت الناس لكن الوقت ذاك يا أنور كان في حاجة يسمى البعتات الثقافية دي كانت منح كان في مكتب القبول ده بيتمشي بيقول لك في منحة كده كده المنح جات مرات في الجرائد المنحة المجرية المنحة الاتحاد السوفيت المنحة من وين المنحة الرومانية كده دي كانت حتى مصر برضو عندها منح بتجيب دي كانت منح بتجي وعدد كبير الناس بيقول بيتنافسوا فيها بيشيلون الطالب ذا بيمشي بره بيقرأ بيقرأ في المنحة دي باختلاف التخصص بيقوم بيحولوا له الجروش يعني الدولة بتدير يعني بتدير بسعر تفضيلي يعني الدولار بيحولوا له وكانوا يدون قروش يعني وبعددك الدولار ذات بسعر تفضيلي المهم لما جاءت الانقاذ بعددك وعملوا الجامعات الكتيرة كان واحد من المشاكل الحاجة حصلت بس يعني مشاكل بعددك لكن كان لازم تأتي لسة الجامعات الكتيرة أو التوسع في التعليم لكن بيقى المشكلة في الفهم بتاع التوسع بيقى المشكلة في إنه كيف تبقى جامعات ولسه العلل دي ملازمان وفي العراق وفي سوريا وفي حاس سوفيتي وفي رومانيا كان عدد الطلاب السودانيين بيروا جامعات بر السودان أكتر من عدد الطلاب الموجودين داخل السودان كان عدد كبير جدا فعلا نعم المشاكل والإكسبوجر يعتقد أنها من المشاكل المشاكل واجهوات السودانية لاحقا في إنه الإكسبوجر بتاع الناس الناس كانت تطلع في الفترة الجامعية الناس بيحتكوا بالمصريين الناس بيحتكوا بالعراقيين بين رومانيين بين البلغاريين اليوغوزلاف غيرهم وبتجروا السوريين وكده وبتجي راجع بأكسبرينس بختلفة سواء تعتب في السودان ولا خارج السودان لكن بعد ذلك بيقل الموضوع كله حمادة واحد بس في السودان وفي توسع أفقي وفي عدم إمكانيات يعني كان القرارات عسكرية بتطلع فيه إنه ينتيوشها جامعة وما فيها يعني أعتقد إنه كلام ده فليوشن طبيعي يعبروف إنه في النهاية زوري جيساء لا يقول لك ياخدها العنوان بتاع بحس ولا شنو والله يا أخي ممكن ممكن أنا ما بلوم ما بلوم الزير بيجي قليدي ده لي عنوان بتاع بحس ما هي المنظومة كلها فيها خطأ يعني أنا كلام ده ما لوم له لكن فقد يكون فيه ولوم لكن المنظومة كلها خطأ لهو فيه ولوم يا بلوم أنا إحنا طبعا حتة دي بأسكين فيها شديد لشنو لأنه إنته ناس ما بلوم الطالب ما بلوم الطالب أيوة نعم أنا قلص دي إنه يعني مأسي ما فيه أوعية يعني إنت كبروف إنت وبروف عباد كنوزي وعدد من البروفات الأصدقاء العزاء يعني بتستهجروا الحتة دي يعني أنا بتكلم معاكم بصورة كي بتاع الأصدقاء أنا بس كنت عتمسك في كل مرة راجع للحتة دي بتستهجر ما هي الحتة دي لأنها كثيرة والمجموعة بالمناسبة ومجموعة البحثي وسهلها خمس طاير سنة الليلة في الخمس طاير سنة دي أنه إحنا ما فيه بداية كونه إذا أنا نقشى الأبحاث والدييني والسيكونسينج وجيميس واستون وكذا الجيلة الجيلة إنه والله هنت أتكلم مع زي يقوله جمهور غير موجود فالأساس بتاع القصة إنه الكلشر بتاعت الرسير همية تنزل ينشر بحث علمي عساس إنه بتفتح لك مجالات للمنحة الدراسية وغير 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 الكلام داخن وصير سنة شغالين فيه وما مساجلين نعم طيب الثقافة المجتمع كلها هشن كويس يعني ما أنت الحاجات دي ما منفصلة يعني هس الناس يقوم يقول لك في وضعنا الحال ده هيكلة الجيش وإعادة الهيكلة وجيش مهني نعم نحن في الخدمة المدنية ما عندنا الحاجة دي يعني أنا مع الرائدة لكن يعني نحن ما بنعترف بأخطاءنا يعني نحن عندنا انهيار في كل الحاجات هتوقع إنه الريسيرش بس اللي حيقوم يمشي كويس أو كده طيب الطلاب دي الدين عامل الريسيرش دين accessibility ليه من الأول ما نحن نشوف المسألة ما أي ذول مفروض يعمل الريسيرش زي ما أي ذول مفروض يعمل أي حاجة ده ما لأنه أنا شغال في الريسيرش ده ما امتياز يعني أسي انت مثلا في ناس كده بتلقا ومصر إنه شاعر ما بالضرورة أي ذول يكون شاعر أو ما بالضرورة إنت تكون شاعر مش مصرف إض enriched share تدعلك يعني دا Death Βاته دي حاجة عجيبة في زول كده كده يعني أنا بشوف في جهدي مبزول كبير يعني بلا طائل يعني طيب نجي من النقطة دي أنت بتقول لي دا يعمل ريسيرش نحن ما عندنا إمكانيات حقيقية أو كبيرة لريسيرش دا مع أنه الإمكانيات نحن ممكن نتغلب علىها بالفكرة الأفكار ذاتها ما فيه وده ما بلون فيه والطالب مثلا أو الزولة دا يعمل دا يعمل ريسيرش لكن طيب يا أنور أنا عندي طيب الحصل شنو بعد الجمعات الكثيرة اللي فتحت دي واشتغلوا فيها ناس وناس كويسين يعني وكان تأهيلهم كويس وهم ناس يعني مثلا أنا أقول ليك في جامعة الأزهري دي في كلية زي الزراعة دي مثلا كلها مغلب وكانوا في أمريكا زمان كليات تانية نفس القصة كانوا وين كانوا وين لكن ما اشتغلوا ريسيرش كتير أو فيهم ناس شغالين ريسيرش لكن ما عنده إمكانيات هيعمل شنو الزلد طيب جاء جيل بعدك حضر بيو السودان وما شاب بر السودان ما في مشكلة أنا حضرت بيو السودان لكن مشيت كتير يا هول يعني بس كان البروجيكت الشغال فيه مع ناس بره وكده حقيقي التفاصيل لكن برضو دي ما سبب ما انت ما إلا تمشي بره الحاجات بيقت متاحة لكن وطبعا ده متاح بين في المعهد في حتات معينة في العلوم في ناس كان عندهم ناس كويسين في الزراعة في ناس عندهم علاقات تشتغلوا في البودة في غير أنا عندي بعض المعلومات الزيدي وكده في الهندسة في غيرها في الآي تي في غيرها لكن بتجي بعد ذا بالأساس تتعرى لحضروا دين وفي ناس حضروا مواضيع تعبانة ما خلاص ما نقول تعبانة المهم قدر إمكانيات وموالي إمكانيات المتاحة ده لما إيجي أنت داير تحضر معاو حيحضر في حاجة أقل من اللي هو عمله ليك أو في حاجة شايفة هي كويسة فقد تكون ما كويسة الكلامنا أنا قد ما مفروض أقوله مسألا أو كده لكن ما ده واقعنا طيب فإنت بيقى المسألة ماشا نازلة ماشا نازلة فكل مرة ولا تحدث بتبدأ تنزيل لما ظهر بعد ذاك لما ظهر بعد ذاك التكنيكس الجديدة إذا قلنا الملوك الأربية أو غيرها أي زول بيقى عاوز يعمل بيقى ما مزألة صعبة وما مكلمة لكن حنصل لشنو في النهاية يعني دي المشكلة أنا بشوف المشكلة في الأفكار نفسها يعني بيجيك طالب فعلا بيقولك ده ليه موضوع ريسيش خلاص قل ليه قارن بين أثر تأثير الملارية على الكريات الحمر ما تعرف ولا شنو ويمشي اشتغل أها عملت شنو أنت في النهاية ما حاجة يعني تأثير ما عارف شنو كده على شنو إحنا مشكلتنا في الأفكار بتاع تغيسيش ودي مشكلة عند المشرفين ما عند الطلاب الطلاب بيجي بعد ذاك يعني الطلاب بيجي بعد ذاك يعني هاس أنت ذاك دي أعتقد أنها مشكلة برضو وراء المشرفين زيادها مشكلة بتاع التمويل هل في فوندين متوفر خارج دي مشكلة طيب دي مشكلة كبيرة جدا التمويل مشكلة كبيرة جدا وزارة التعليم العالي من قبل كم سنة فيه بروفسور الفحل كان ناسي طبعا downwards البحث العلمي البحث العلم طبعا يدارك التعليم العالي فبدوا قبل كم سنة تمويل بحوظ داخلي ودي كانت فكرة ممتازة اللي هي مشكلتين�� ما فيه تمويل يجيك من برى طيب ما فيه تمويل يجيك من برى ليه في اسيوبيا دي اهري اسمه طويل keدة التصل اهري ده كم مليون دولار معرف 8 مليون دولار ما اهتم قم كده الامريكان بدوه في السنة في يوغندا بتاغى الامريكان بدو المسلات الامريكية الكبيرة في كيني احنا نحن هنا محظورين احنا ما ستجينا قرور صعيفة مع مليون دولار دي ما قاعد ستجينا تمويل بمليون دولار وكده وبتاله منى الامريكي رصينتين و جصاص كثيرة یعني ف ققرور ده دا ستجينا وهذا البيناملي Rhysys في يواندا يا ربي ولا في كيني اعتقد يواندا انا مرة مشيت اه بدري قبل كم سنة كورس كده وعملنا احتفال وكده فالانستيتيوت اللي كنا فيه ده هم جزول يتكلم انه انستيتيوت نشأ كيف وكده قال انستيتيوت ده انشأوا الامريكان وكده وبدعم كبيروس يدعم منهم كان مفهوض يكون في السودان في السودان الوقت ده قاموا قالوا ما عارب زمان منهم دي امبريالية وداش نوع زول رفضوا رفضوا الحاجة دي ضد الامبريالية وداش نوع مدوع مشا مننا فانت زاتوا بالشعارات السياسية اللي بتدخيله في القصة دي المهم احنا ما بنجد تمويل يعني هس انت عشان تجد تمويل بتتحايل تخش مع دول تانية مع ناس تانين كده بتاع كده فلما الوزارة عملت التمويل الداخلي كان ضعيف الحكيم بالنسبة لنا كان كويس يعني بدايته يعني بدايته كان حاجة ضعيفة اتطور اتطوره ولوش زادت كتير جدا طيب انا في فترة من الفترات كنت واحد من الناس اللي بيمشوا اللي جان دي عضو بس يعني اللي بيحكموا البحوثة القدية او يعني هي بتمشي فيه كم لجنة كم مستويات مقترحات ايه ايو المقترحات هي بتمشي على كم مستويات كنت في واحدة المستويات دي كانت تعبانة يعني يعني ما هو ده كده التمويل انتهى صاح ما جاء بلك كبير تحكين حاجات كثيرة كانت يعني بحوشت يعني أو مقترحات تعبانة فبرضو نحنا غير مسألة التمويل ضعف التفكير البحثي عندنا ده مشكلة تانية يعني انا لا ابرق نفسي طبعا انا ما بتكلم باستازية هنا او باكده او بحاجة زي دي يعني انا ذاتي هس ممكن نمشي انافس في حاجة كبيرة يكون شغلي تعبان نصري فدي 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 المسألة دي من الصعوبة بمكان يعني الوزارة اتهدت عبر كده وزادوا القروش وكده لأكينا المسألة دي استمرت التمويل واحدة من المشاكل واحدة من المشاكل الاساسية الاحتكاك يعني المعاهد اللي قلت عليك دي انا بشيتها في بورسات في ويركشوف وغيرها بتحقيقة في خواجات قاعدين امريكان معرف بريطاني ما ما بالضرورة ما عشان خواجة لحكينا المهم انت عندك لينك مع الناس زي اللي وتمشي برا وبيتجي والبحوز يعني حصل لا تبادل وكده دي احنا ما حاصل عندنا لو حصل بحصل بمجهود فردي ولكن ما في مجهود مؤسساتي بعمل المسألة دي في تنزانيا في حاجة يسمى دي دي مؤسسة كنسية كده مهم عندهم عندهم بحوزة شغالة خواجات قاعدين فيها ما بتضروا خواجات بيعرفوا احسن منك ولا كده ولا بتعلاكين هم أساسات عريق شغالة في القصة فانحنا ده كله بنفترض وبساعدوا في التمويل وكده طبعا احنا برضو هنا بنرسل التحية لحبيبنا دكتور مزعب آآ علي عوضة الكريم مزعب آآ من الاساسة الكار في جوعة النيلين وهو من الاساسيين في الباحثين السودانين وجوزه من سلسلة اسمها او نتورك اسمها تريندين افريكا مزعب ده بواسطة يعني معارفة والشبقة دي استضعفنا في الباحثين السودانين اتنين من العلماء الحيزين على جائزة نوبل واحد من جامعة كولومبيا في نيويورك واحد من ماحد ماكس بلانك في ألمانيا مزعب بتذكر اسحة حاليا هو في جامعة اوكسفورد يعني بوست دكتوريت فيلو في جامعة اوكسفورد وطبعا عندنا احنا مجموعة فرعية في بحوث المختبرات الطبية قد يكون ما عارفيننا الناس لكن هننزل الرابط بتاعه هنا على اساس ما يزول له علاقة بالمختبرات يشتغل فيها طيب انا دارمشي دارم نطمن الحتة دي طوالي لقصة الجودة في التعليم العالي طيب قبل كده انور مع ليش قبل كده واحدة من المشاكل برضو المؤثرة على الموضوع ده طيب في علاقات بين الدول الصين مثلا بتجيب منح لأساتزة في الجامعات بتجي الوزارة الوزارة بتوزيع الجامعات ما عارف ماليزيا الهند بتاع كده واحدة من المشاكل هنا انا هتكلم هنا عن المنح المخصص الجاية انه المنح دي بتكون يعني بتلبي احتياج الجه المانحة ما احتياجك انتها في الجامعة يعني يعني طيب في الوزارة عمله كان حاجة سموه اولويات البحث العلمي انه احنا دائرين فيه كده فيه كده فيه كده يعني المشاريع اللي كان بترحوا دي كان بيدوك اولويات اللي هموا رتبطة بمشاريع التنمية السودانية او بالاستراتيجية السودانية او ايا كان لكن الدول اللي بتقول تجيب لك المنح دي بيجيب لك منحة في حاجة دي المتاحة عنده بيكلمة جامعات بيقوم مستاذ في جامعة صينية دائر منحة في حاجة كده زراعية ولا في وكلا وهو كيولوجيا ولا شنو في حاجة صغيرة كده ما مفيدة بالنسبة لي أنا ما مفيدة بالنسبة ليه كجامعة ما مفيدة بالنسبة ليه كبلد أي علم مفيد في النهاية لكن لفق خطة الناس بيبتعسوا بيمشوا بيكون الاستفادة الذاتية أكتر من إنها استفادة للبلد دي واحدة من المشاكل طبعا بيرجع برضو لأنه أنت ما عندك جامعات بتقول ليك عندنا بحث علمي لكن أغلبها كلام مكتوب اللي هل حنجيه لأنه مفروض يدعمه فدي واحدة من المشاكل الكبيرة اللي أنا شايفة برضو الناس اللي بيمشوا يحضروا أو يمشوا بوصدوق يمشوا كده على نفقتهم أو كده أو بتاع برضو بيمشوا بالحاجة المتاحة أو كده أو بيقول لك داير في كده لكن ده ما هو خطة بتاع الدولة يس بالنسبة للشخص ستفاكشن وعمل حاجة وعمل كده لكن لما تجيها في المنظومة الكاملة ما تكون في إضافة كافية أو حقيقية يس طبعا عنده كل براجعنا اللي هو الاستراتيجية بتاع البحث الملمي في الدولة والفنديق المتاح لها يعني قصة الفنديق دي أخواننا برضو عشرة نازمة لهم نفسها وما نزعل من الطلاب اللي بيقولوا دائرين عنوان بتاع بحث لكم أن تعلموا إنه كان يعني الميزانية لحد يأسي قريبات دي بعد الانقلاب في 21 و 25 أبتوبر كان الميزانية طلعة بتاعت الدعم السريع بالإضافة لميزانية ميزانية الدعم السريع براو كانت المأخودة من الموازن عام بتاع الدولة كان أكتر من ميزانية وزارة التعليم وزراعة سوى مش كده هل بتذكر الحصائية دي يا بروف ما بتذكرها لكن في النهاية أنا ما بتكلم عن القواطر المسلح ولا بتكلم عن الدعم السريع تحديدا لأنه لو قد ذلك أنا بتذكر يعني ويقفت في الحتة دي في إنه يا أخواننا دقائق في شنو عرفنا زمان كان من قواطر أمنية الجيش وما يعني شنو أسي في حاجة اسمها الدعم براها جات بيقت أكتر من ميزانية أكتر من التعليم والزراعة سوى المقارنة ما جائزة هنا هو التعليم ذات والزراعة دي ما عندهم يعني دي مقارنة يعني قسمة نضيزة كده لا ممكن تكون أكتر من كل الوزارات التانية أو كده التعليم ده حاجة بسيطة هسا ما بتذكر هي مكتوبة عندي لكن النسبة بسيطة جدا يعني فدي مقارنة ذات المنتجة هنا طيب أنت بيقيت بعد الثورة بيقيت مدير لجامعة السعيم طبعا اتدرجت من البداية من ساعة التدريس لكده لكده لحده وصلت مدير جامعة وصلت مدير جامعة دي أول حاجة كنت بتفكر فيها أو في حاجة بتكون غايزة كنت مستني بس متر تمسك القلم عشان تنظر شنو أول حاجة كنت شايفة إنها مفروض تعالية ورد كده تفضل الله يانور أنا أنا ابن المؤسسة دي في النهاية ما كان في حاجة غايزة عني للدرجة دي يعني ما فكرت في أول حاجة أعمالها أو كده يعني هو الفكرة يعني التغيير الجذري أو الثوري دي المهم يعني كان في حاجات كثيرة ما إنت أصنع ما إنت درجت في المسألة دي شايفة كده ف لكن يعني أنا ممكن أن أقول لك كم حاجة واحدة من الحاجات أنا كان بالنسبة لي عدد numbुبول الكبير للطلاب دي كانت مشكلة واحدة من الحاجات عدد الكليات نفسها يعني واحدة من الحاجات البنية التحتية للجامعة يعني بالنسبة للبنية التحتية للجامعة البنية بتاعتنا تعبان يعني مثلا واحدة من الحاجات قد تكون مهمة جدا أنا والله كنت مهتمة جدا إنه أزرع أزرع اسمه شنو؟ ازرع منقه في الجامعة او شجر مصمر يعني في واحد كاتب بروفوليد تولى المواقع انت ما تركز مع التعليقات لانو حتى عملك ديستراكشنز خليهم يعلقوهما وانا حتى عميهم الشيء الكلام بنعيد سيافة الازهل لما لكن كاتب شنو بس ده كاتب تولى المواقع ما تشتغل بين البند هناك انت قبل المصنوع طيب كنت بقول لك واحدة الاهتمد بها جدا او كانت بهمية جدا او نزرع شجر مصمر يعني قمنا زرعن شجر منقه في الجامعة اتقاد الناس ما يشوفوه حاجة مهمة لكن واحدة من الحاجات زي ما قلت لك الترحل في عدد الطلاب يعني انا اذا ضربت هنا مثلا بكلية التربية مثلا عندنا في الازهري كلية التربية في الازهري قاعدة في جزء من المدرسة الاهلية ام درمان واول ما مسكت كده في الادارة كان معايد دكتور عبد الرحمن هو كان الوكيل يونة معاك كده كبار كده محترمين حتى والله قعدناهم تحت يعني شان ما يطلعوا فوق يعني احنا حاجة يسمى ابنهم درمان او حاجة زي دي احترمين جدا وناس فاهمين ومتعلمين وكده فجو قالوا لي احنا عندنا امر اخلاء للجامعة من زمن ربص هام كيف امر اخلاء انه هم يعني مسؤولين من المدرسة دي ودهرين الجزء بتاع المدرسة دي يعني دارين انا نطلع من المدرسة وهم بالرجوع للورق الازهر يمكن قاعدة في الاهلية من درمان دي من سبعة وتسعين او حاجة زي دي وكانت قاعدة بايجار بدون ايجار ويجار رمزي بعد ذاك خلو الايجار اما ايه لكن جزء بسيط يعني ربع او اقل لا الجامعة بنت فيها قاعات كده ما حاجة فخمة لاتنهم قاعات وكده ودهرين شايفين المدرسة حققتهم وقالوا دارين افتحوا الانهور كلها وكده الحقيقة انا بالنسبة لي قلت لهم انا ما عندي حتة امشيها فالله نحن وما دارين وفي اهدد ثورة وما دارين نتصرق وكانا قلت لهم والله انا بالنسبة لي انا ابوي من المدرمان لكن انا ما عندي العصبية بتاعتهم المدرمان دي فانتوا اترضونا اترضوا الطلبة دي ويجيبوا بوليسكم وبنجف في الشارع ودي مشكلة الدولة يعني لا ما بنعمل كده وبتاعه المهم دي كان خلاني الاقي من البروفيسور المحترم نحن ندلمين التوم مشكلة له باعتباره وزير التربية والتعليم كان على كل حال لغاية ما انا ما شئت ولا غاية هسي نحن قاعدين في المدرسة دي فالتربية كنا بنقبل سبعمية طالبة الوقت داك اعتقد اتكلمت مع العميد اكتور متبك ندصناهم لغاية تلتمية في كانت عندنا كلية التربية اساس كانت كلية منفصلة رجعناها قسم في كلية التربية كان عندنا كلية اسمها الالسن مفروض نبداها فما بديناها المهم فدي من الحاجات بعد ذلك البنية التحتية طبعا دي بتواجهة مسألة التمويل والقروشة بدينا يعني نبني مرافق صحية حمامات غير وكده وقلنا وجيبنا باصات للجامعة دي موضوع يعني ما نخش في تفاصيله لكن الهموم كانت البنية التحتية كانت عدد الطلاب الكبير يعني أكتر من إمكانياتك أكتر منه وأن البنية التحتية زي ما قلت لك كيف تبنيها بعد ذا كانت تطوير المناهج طبعا ده موضوع صعب نحن بنستسهله شوية لكن ده كان في الموضوع ده بعد ذا كانت الفكرة بتاعت تغيير الطريقة بتاعت التدريس نحن كنا محاولين أنه يعني نتحول شوية شوية للتدريس بالانجليزي وعملنا لجنة كان فيها البروفير المحترم في جمعة عملنا استبيان يعني حالا نكون بطريقة علمية أنه نشوف المسائل دي وكان واتصلنا بالمركز بالبريتش كاونسل لكن الموضوع يعني يتأخر وبعد ذا كهو حصل الانجلاب وغيره كانت فكرتنا أنه الطلاب ده مطلوبة الجامعة كانت لغت فنحن ندرسهم انجليزي بالتعاون مع الملكة الصغيرة البريطانية أو غيره انجليزي معهم طواري تدريجيا يكون عندهم انجليزي فده واحدة من الحاجات اللي كنا مهتمين بها انه غير كده طريقة التدريس يعني مثلا التدريس عندنا في جامعة تقليدي تماما ما بيختلف من الثانوي يمكن يعني أو تلقيه من كده فانت قصد التفكير النقدي أو التفكير عموما دي ما في للأسف وده اللي بيخليك يعني تبقى في أو ما نقول ما بس لكن بيخلي عندك يعني طريقة ابتكار أو معالجة للمشاكل أو حلول تقترحها ده ما فيه أنا دردت مثلا الوقت داك كان في قليط القانون مثلا يعني كان في كتاب اسمه يوميات ثورة اكتوبر السودانية 1964 مؤلفه أمريكي اسمه كليف تومسون أنا قتبت عنه ريفيو قاعد في سوداناي اللي تلاقيه تغطي في صفحة كليف تومسون كان محاضر في الوقت داك في الستينات في قليط الخرطوم في قليط القانون وحضر صوت اكتوبر وحضر أحداث كثيرة وقام كتبها كتبها في فصول ما نشرت كتاب فبعد ذات وقام رجع أمريكا بعد زمن لما رجع أمريكا كان عنده في الدراسات العالية فصل في الدراسات الأفريقية أو كده كان بيدرس مثلا اكتوبر السودانية كان بيعمل شنو التشابتر تأتي الكتاب بيديها اليوم وبيقوم بيقول لهم أغروها والخصوة أو كده بيتوقع حيحصل شنو المرة الجاية إنه عبد المجيد إمام قال وكده المهم التفاصيل التي كانت في ثورة أكتوبر فالمهم أعتقد بروف عبد الله على الإبراهيم هو العرف بالكليف تومسون ونشاله وشال منه الكتاب والترجم لكتاب للغة العربية وصدر من دار المصورات أعتقد الفكرة كانت شنو أنا كنت بتكلم مع الناس في كل قانون مثلا إنه طيب نحنا في الدراسات العلية ليه ما نعمل كده ليه ما نجيب كتاب كليف تومسون أو غيره يعني ده مثال بس أنا طرحته لكنه هناك بعمله كده أنا أقوم أدي الطلبة دي للتشابتر ده يقروه إلخصوه يتوقعه قانونيا يعني ما نقول طلع بتاع المرة الجاية هيحصل شنو كده ما الكتاب ده بس في كتب غيره يعني برضو أنا في الدراسات الثانية مثلا أدب محمد المك إبراهيم أو محمد المهدي المجذوب أو غيره أو كده برضو بنفس الطريقة فإنت ذاتك بتلقى ممانعة في طبعا هم موضوع ما ساهل وقد تقوم فكرتي ما صح ذاتها يعني أنا ما بالضرور إن فكرتي صح لكن أنا كنت شايف إن واحدة من مشاكلنا الطريقة دي كان عندنا مع إحدى الدراسات السودانية مثلا أوكي نحنا كانت عملنا فكرة إنه أوكي نحنا نطرح إنه ندي منحة جامعة تدي منحة تدي منحة أقول أنا دائر زولي حويل لي الكتاب بتاع أبواع الحضارة السودانية بتاع بروفسور جعفر مرغاني ليه كتاب كتاب محقق ما هو برامج برنامج جزائي السودة اللي عمله ليه كتاب محقق وكده أنا أديه منحة في الحاجة دي يا دكتوراء يا المهيب أو ماجيستير حسب برنامج عبدالله الطيب برنامج صور شعبية وكده فكنت شايف إنه جامعة يعني ذا جزء من دوره في المجتمع في المجال الإنساني يعني لكن يا هولي يد قصير مع أنه دي أفكار ما كده لكن برضو بتلقى ممانعة في المسألة دي وبتلقى في ظروف كتيرة محيطة بالمسألة صعبة فدي يعني نعم ده بالنسبة للجامعة الجامعة بتكلمت على كم طالب تقريبا كم كلية كم مركز والله كليات 18 20 المراكز يعني طالب 15 20 كده 17 الحدود تعتبر من الجامعات الحكومية المتوسطة أيوة 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 يعني ما ما حاجة كبيرة فيها موجودة في قلب العاصمة يعني في منطقة الضراج البحري وفي كافوري وفي العباسية في مدرمام وشكده أيوة وبعدين هناك الحتة المربية في المنع المدرسة وشكده ودنوباوي أيوة في ودنوباوي طيب قعدت في الفترة دي في الفترة دي شنو الحاجات الملاحظات بتاعتك كان في يعني كمدير بتاعة جامعة طبعا بتكون احتكيت باقي المدرة وكقائد من قادة التعليم العالي والبحث العلمي في الوزارة وكده أنا بتكون بحكم شغلك في 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 الهجان وفي كده شنو الحاجات الملاحظات بتاعتك اللي هي الحاجات الممكن تكون الله يا أخي إلى آخره نعم يعني بقصص ممكن تورينا المعالم بتاعت القصة دي وأنا ما حقدر أتكلم بكل الصراحة يعني نعم يعني شكرا لك على الصراحة بأنك ما بتقدر تتكلم بكل الصراحة فضل أي ما في حاجات أنا عموما يعني بديت أكتب حاجة زي دي وكده لكن يعني أعرف أقول لك شنو أنا هتكلم في الكلام العام طبعا الفترة دي أتحت لي يعني عن قرب إنو أعرف المشاكل في التعليم العالي إن جنرال زمان بتعرف مشاكل جامعتك في كليتك أو حاجة محدودة أو كده يعني لكن بعد ذلك بتديك رؤية أوسع للحاصل بتديك رؤية أوسع لشكل لفهم الناس ذاتوا الشغالين في التعليم العالي على مستوى القيادات فهموا للتعليم العالي ولتطويره ول يعني فكرتهم شنو ذاتا في المسألة دي يعني يعني واحدة من الحاجات مثلا أوكي أنا أولا المختبرات حاليا العدد اللي بيتخرج من المختبرات عدد كبير جدا طيب في كليات العدد برضو كبير جدا التربية يعني في كم كلية إحنا ما عندنا استراتيجية بتخليك تخرج يعني كم طالب في السنة عشان تشغله التعليم العالي بيعتقد أنه مهمته تخرج الطلاب ما توظيف الطلاب يعني وده فهم راسخ في التعليم العالي من زمان المهمة بتاعته أنه تدريسة يعني تخرج الطلاب وكده طبعا هنا يعني لأنه ما عندنا استراتيجية بتحكم نحن عاوزين في السنة كم زور من التخاصص ده أو كده فبيقى في تراهل في العدد بتاع الخريجين فدي أحدة من الحاجات اللي أنت بتشوفها بعد ذلك أنه يا تجيها هاي المفروض تعمل المسألة دي هل هي الاتحادات المهنية مثلا أو المجالس المهنية هل هي الجهات التشغيلية فشوي الموضوع ده فيه فيه ديبيت كده هي طبعا القصة بتاعت جودة التعليم العالي هي جودة مخرجات إنه جامعة الدزاعة مسؤولة منك بعد ما خرجتك بعد خمسة سنين بعد خمسة سنين بالضبط ترسيل لك سيرفي يعني أنا خرجتوا من جامعتي ولا من كل تدي عملتوا شنو وحاليا وضعكم شنو كم نفر رسه في المجال كم نفر طلع منه كم نفر عملوا دراسات علية عملوا دراسات علية وين كم نفر بيقول بيزنس ليدرز كم نفر ما عارف وفي روابط خريجين برضو بدي تتمل بالكلام ده يعني منظومة متكاملة كيدا مش كيدا دي هالكامل مجودة عندكم ده دخلوا شنو بإنه التعليم العالي يخرج الناس ما عنده دخل ما هو خلاص قل ليه أنا درست من الناس وخرجتهم أيوما هيتا لكي التعليم العالي ده ما يجوز هيتا بالإستراتية بتاع الدولة عندك ارتباط بوزارة العمل وعندك ارتباط بما هي البطالة دي بتاعت الناس وانتطلع بره دي مشكلة بتاعت أمني قومي هون نازل ممكن الحاجة دي ما في ما في يعني 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 كان بيحصل لحد يأسي ما في لحد يأسي اللحظة دي ما في والله ما أعتقد تكون حصلت بس في السنتين اللي ماشيين في يوم دير وغسلا في سنة ومس حرب ما حصل حاجة يعني اللي بيحصل اللي بيحصل شنو في القبول رسل لجامعات خطابات انه نحن حنفتح القبول يقوم كده المهم بعد امتحنا الشهادة طبعا ومطلوب منكم تحدثوا لينا معلوماتكم الفي الدليل تحديث المعلومات ديشنو انت اذا عضفت كلية جديدة بتقول لهم انا بتاع جبت كلية جديدة اسمها كلية كده داير فيها عدد كده طالب طيب كلياتك الجديمة مثلا أنا عندي مسلا نقول في كلية الحاسوب دي مثلا كنت واقبل مية طالب وارتب لهم انا السنة دي داير مية وعشرين طالب او مية وعشرة طالب اذا العدد كبير هم بيجوك بيجو يعني عندهم لجنة بتجي تشوف امكانياتك كده كلام زيدة لكن عشر عشرين مرات بيتمشي ليك عموما حتى اللي جان اللي بتجيك انت بتوري انا هعمل كده بادرس ديال بعد كده كده فجامعات في العادة في الاغلب بتزيد العدد زيد العدد كل مرة بيشوفوا ده اضافة للعدد كلام زيدة فده بيحصل يعني هو عشان كده بيقول لك مستمر اللي سنة التعليم القبول بيقول للجامعات انتو دايرين كم دايرين شنو والقبول بيعتمد هناك في مرادعات بسيطة في تساهل طبعا التعليم العالي عنده تساهل تجاه جامعات الحكومية وعنده تشدد شديد جدا بعد تجاه جامعات الخاصة وكليات الخاصة اللي بتمعت بزعيب اللي سهري وبنزكر انه في بعض الكليات ممكن يكون رئيس القسم عنده ماجستير وبس وبعدين ما شدت مع بروفيسور في جامعة جاردن سيتي اللي هي كلية جاردن سيتي في الوقت وكان رئيس القسم لازم يكون عنده دكتورة بس كده فالزيادة بتاعت الهناي دي ده ما قرار بتاع الجامعة معناها الجامعة اشتركة في قصة بتاعت الخريجين ويطلعوا بعدين يتواجهوا بالبطالة وكده معناها الجريمة داخلة فيها الجامعة نفسها ما التعليم العالي بس جمع بتشوف انه مهمة تخرج الطالب ما مهمة تتوظف ما هو ده فهم سائد ما بس في الوزارة دعوا تشوف انه مهمة تتخرج الطالب ما مهمة انه توظف يعني نعم بعدين المسألة انه المجانية التعليم والحاجات دي انه زور ما يتفع في التعليم ولا يكون مزؤول انت قبل كي ذكرت لي حاجة في انه التكلفة الطالب الطالب بيدفع قدر شنو ايو انا حاجيك للنقطة دي لكن انا حرجي على النقطة بتاعتك انه التعليم العالي بتشدد مع الاهلي او غير الحكومي بتساهل مع الحكومي المسألة دي ما على الاطلاق ما على الاطلاق في كليات اهلية او غير حكومية ما هو انت بتجيب مبرراتك ليه انا داي الرئيس الجسم يكون ماجستير ليه في مبررات في لجان في التعليم العالي قد تعتمد ليك مبررة او لا الحكومي طبعا ما هي انت ما بترفع رئيس الجسم للوزارة وبالمناسبة حتى اذا انت بجيت جامعة جامعة حكومية غير حكومية ما بترفع فاصيل صغيرة كده في بعض الحاج لكن ما تكون كليات اشراف الوزارة بيكون عليها اعلى المسألة ما بالاطلاق ده انه متساهل هنا بالعكس مرات كثيرة بتلقى التعليم الخاص في تساهل في عدد الطلاب بدون عداد كبيرة جدا وده لانه في فهم انه بيخفف على التعليم العام او التعليم العام ما قاعده شوية خلاص نستوعب الطلاب ده في التعليم الخاص والفكرة دي جاي من فكرة ثورة التعليم العالي واستيعاب الطلاب انه نحن بنستوع عدد كبير من الطلاب بينما القصة دي اه ادارة ممتازة جدا بيطلع كتيب كده كان علي الشيخ كل سنة انا كان عندي واحد اثنين منهم فيه احصائيات انت بتلقى في كليات يعني مثلا كليات الدعو والإعلام والشريعة وإذا كان الكليات في جامعة الفلانية يعني في الخرط الموران الكريم غير بتلقى في كليات المقاعد المطروحة فيها ربعمية خمسة وسبعين الرقم ده يعني ربعمية وسبعين مقاعد طيب في القبول اللول بتلقى اللي يتملو من المقاعد دي خمسة وعشرين مقاعد أو خمسين مقاعد بس العدد ده بيتملو بالقبول التاني اللي هم ناس في النهاية قدموا حتات وماشا لهم أو قدموا غلط بيجوا هنا كيفما اتفق بيجوا يملو المكان فدخل الثاني يعني أوكي ده بيجيبني لكلامك بتاعة تكلفة الطالب الجامع نحن في الأزهري كان عملنا دراسة عبر كلية الاتصاد بكتور صام السعيد ومجموعة نشوف تكلفة الطالب بيدفع كم للجامعة مقابل دراسة لقينا إنه ما في طالب بيدفع أكتر من 10% كلهم بيدفعوا أقل من 10% من التكلفة الحقيقية لدراسة في الطب في الهندسة في التربية في الحاسوب ما في زول بيدفع للجامعة دي 10% من تكلفة الدراسة طيب الفهم إنه دي جامعة حكومية يعني أو دي فهم ثاني طبعا الناس بتقول ليه دي جامعة حكومية دهلين أولادهم يقول فيها مجاني حكينا أنا ضد في اللي هو تمويل التعليم العالي بالكامل المجانية بالكامل اللي هو بتلقاه في الخليج يعني جامعة الحكومية مثلا في الخليج كده دي تدفع لك ذات ومرات متبنياك الدولة يعني ودي دول بإمكانيات يعني بتلقى في النظام الهجين اللي هو ده في السودان بيقول له هو أقرب للمجاني لكن يقول لك الطالب يتحمل جزء من تكلفة الدراسة والدولة تتحمل الجزء اللي هو إذا هو يدفع عشرة في المئة أنا بتحمل للتسعين عشان كده بقولك شبه مجاني في النظام في دول تانية أمريكا والمهين أنت الناس عارفين أنت بتدفع تكلفتك كاملة صح ممكن يمولك بنك مؤسس وترجيع لا لكن تدفع دروشك انت براك في السودان الحاصل هو المفترض النظام الهجين الحكيم رسوم ضعيفة جدا يعني أنت تدفع الرسوم دي في طلاب حتى تتلقى رسوم وثمانمية جنيه اللي هي ورقة الألف دي يعني وثمانمية جنيه لأنه القدام شوية لأنه في تعليم العالي يقول لك الطالب يتخرج بالرسوم وبدخل بها في قانون زي ده يقول لك ما بحق عليك تزيد الرسوم إلا رسوم التسجيل ليه بتكون حاجة بسيطة يعني الرسوم لو خمسة ألف رسوم التسجيل مثلا مئة ألف ولا مئة خلو زدت عشرة في المئة المحدد ليه ما بتعمل حاجة ودي عملت مشكلة لأنه بعد التضغط ما الحصل في جامعات جزات الحاصة أو غير الحكومية زادت زيادة يكون مجاني يعني أنا ما ده تفكر طيب دي حاجة يسمى الطلاب المعسرين غير القادرين زول متميز وخش وكده ده انت ممكن يعني مفروض يعني مش ممكن الدولة تدفع ليه وكده ده يكون عبر آليات لكن ما ممكن انت تجيب زول قادر يدفع قادر يدفع مئة مليون مثلا حكيين لأنه الحاصل ده حيقدر ينهيار الجامعات يعني يعني وكان ماشي على انهيار انهيار مالي القصة دي ما حتمشي أسلو يعني تتخيل انه في طالب بيجي أنا مرة في الأزهر دي مشيت كل بتالهندسة كان العميد صديقنا دكتور الطيب ومشيت بس بليك على الجامعة وكده يعني حاجة رسمية كده فأهلان رحمة أنا مش معنا فدخل الحاسوب كان تاريخي أنا ما بدخلص حاسوب الحكين واضح الكمبيوتر قديم يعني طيب ده تاريخ ده يعني ما ممكن كده يعني ايو الله ونحن سائية ومجتهد داري غير فقام طالب قال ايو الله طبعا خلاص يعني تتخلق عن الحقوق الطلابية ولا تعليم في وضع قليم وانت المدير وانت مهم القصص العجيبة على كل حال فقام قمت قمت لكن مسألة دايرة بروش انتو عارفين الكمبيوتر بكم قال ممكن دات ما عارف قريب 400 ألف أما المبلغ كده بيساوي زي 300 دولار ما أبدا حال دارين كمبيوتر محترم لي طالب محترم بألف دولار ونحن بنجيبه ما في مشكلة حكينا القصة دي ما كده قمت قلت لي المين في الوانس كده قلت لا ستة رسوم واحد كانت 850 جنيه 1 2000 جنيه ولا كده قمت قلت علي قال اللي دي بتكفيك كم ولا كده قال لي والله ما بتكفي بتاع يعني يوم واحد ما بتكفي أو يومين الوقت كان كان مهم يعني قلت لا طيب احنا لو قمنا رفعنا الرسوم دي قمت قلت ثلاث هي بس انت لو ملكت فطرت ومعاك اصحابك وكده يومين ثلاث وقل لي والله ما اقل من عشر مليون طيب انت رايك شو رفعنا الرسوم دي ل عشر مليون وقل لي لما من رضا لي دي مجامعة حكومية قال لي فانت يعني ذات الفهم بتاع الجامعة يعني انا مادر نرفع الرسوم زي الجامعة الخاصة مليارات حكينا على اللقل ما من نقدر نرفع لانه في قانون ولا انه انت حتجي تجي تكور ولا تعالين في وضع آليم وكده بالمقابل انت بتطالب انه الدولة توفر لك الدولة المنهارة المنزهية دي انت دي لا توفر لك التعليم الحكومي جامعة قروش قاعد تجي من وين الوزارة قاعد تدينا قروش للجامعات الحكومية المالية بتدي الوزارة القروش بتتوزع على الجامعات يعني الخرطوم مثلا لو كان بتشيل 120 مليار الاسهل كان بتشيل 40 اعتقد في جامعات بتشيل قلة يعني اكتر واحدة الخرطوم وصن بعد الجزيرة الاسلامية كده احنا اظن كلنا اربعة المهم فالجروج تتوزع كيف نفسها الخرطوم كان بتشيل اكتر حاجة حتى صوبة بتشيل برعة القروش تتوزع على اساس انه قلت عندك كم كلية عندك كم طالب عدد الاساس عندك عشان كده بقول لك ان الجامعات برضو كان بتقول نفتح كل يات جديد او نشيل طلاب زيادة او كده فالجروج دي بيديك على الاساس ده طيب الجروج البيديك دي احنا في الازهري مسلا بندفع منها اشنو بتدفع منها رواتب الاساساس كلهم ازا عندك هساس متعاونين بتدفعهم ازا عندك هساس متعاونين بتدفعهم كل المصاري ابقى انت كجامعة حكومية احتمادك الاساسي على المال من التعليم العالي مواردك شنو بعد كده مواردك انه الدراسات اللي عليا تحسن العليا مورد يس بدخل للجامعة لكن بالنهاية انت تسرك منه على الاساساس نفسهم في استهلاق ويستهلكوا الطلبة اللي بيشتغل وكده طيب جا كلام انه جامعات مفروض يكون عندها استثمار بره الجامعات دي عندها مراكز بحوث بتستقطب وعندها حاجات استشارية ويتقدم استشارات ده ما حاصل عندهم في الخرطون في عندهم الدارة الاستشارية وحاجة كده هندسية وكم حاجة لكن برضو الخرطون بتعاني مع انه عندها اوقاف مثلا البغداد وغير وكده لكن نحن كجامعة يهو متوسطة او ناشئة الى حد ما ما عندنا استثمارات ولا عندنا حاجة زيادة وده اغلب الجامعات ففي فضائقة مالية هنا الواطن او الزهور البر بتخيل انه الجامعة الحكومية دي الحكومة تدفع لك الحكومة تدفع لك وهو زي ما انت قلت بيمشي هنا ويمشي دفاع يمشي وين يمشي وشنو وكده فبقى في مشكلة في تمويل التعليم العالي الجصص دي ما اشعر انهي اركان فدي دي دي معضلة كبيرة انا ضد فكرة انه التعليم المجاني في الجامعة بالمعنة دا ليه بالمعنة دا يعني انت مثلا طيب في دليل قبول التعليم العالي قبل كم سنة انا عملت تفريزة احصائية كده شفته انا اقول اسامي كليات شان الناس ممكن لكن في كلية معينة الكلية دي في كل السودان مات ملت من القبول الاول ما عادة في جامعة الخرطوم الخرطوم لا يسمع الناس دا لين الخرطوم يعني الكلية دي في كل اللامعات في قبول الاول وما بتشيل كتير لكن الخرطوم الازهر الاتملت لا الاسلامية لا غير في القبول التاني العدد الكلية دي نسبة الدخول لها كانت خمسين في المية اللي هو الحد الادنى خلاص مع عدد الخرطوم كانت خمسة وستين في المية طيب انت ودي ما كلية واحدة انا ضربت لك مساء قبل بكليات انا يعني ما جايب رغبته ولا حيلقى شغل في القصة دي وكده يعني يعني المهم موضوع شوية شائق طيب القصة دي مرة من المرات البيتر عبد الرحمن اللي هو الوكيل قاعدين بنتكلم كده معانا عميدة كلية وشنو فقام بيحكي قام قال له الله مبارح حلقته وصلع كده لكن عنده شعر المهم قال له مبارح مشاد حلقته في الحلاق وكده طلع الطالب الزور الحلاق ده طالب تخرج من عندكم فقمت قلت لله ده خسارة يعني قلت لله يا أخي الحلاق أنا ما بتكلم عن الحلاق أنا قلت لبتكلم عن الهدر اللي بيحصل يعني أنا طالب الطالب ده دخل عندي أربع سنين قرأ أو خمس جامعة ودته رحلات جابت لأساز درسو كده في النهاية مش اشتغل شغل أنا حلاق أو غير أو رجل أعمال أنا استفيدت من المسألة دي أو كدولة استفيد من شنو يس التعليم الجامعي مهم لكن دلو عندنا فلسفة لأنه أو الفلسفة مفروض تكون الزور الغيوية الثانوي طالع بالمعارف اللي تكفيه الحاصل في أمريكا اللي هو أمريكا إنت لحد الثانوي إنت ممكن زي ما تتفضل الأخ محمد هنا ممكن تشرب لك مو ولا عصير ولا شي الفلسفة التعليم العالي دي مسؤوليتك يعني هناك نزول يقول لك أنا تخرجت معناها تخرجت من الثانوية لأنه التخرج من الثانوي أما بعد ذلك إذا هستمش الجامعة دي مسؤوليتك وعشان تعمل العملية دي لازم يا إما تكون مميز جدا جدا لذا تكون الجامعة تاخدك بمنحة دراسية ولا الشي اللي ينطبق على كل الناس إنك بتمشي تاخد student loan بتاخد قرض لدراسة الجامعة لأنه دي حاجة دائرة إنت مش الناس دائرين لك فتمشي بتاخد القرض ده بيدفعوا للجامعة والقروش دي بتاقي داخل للجامعة هل بيعملوا منا بيدفعوا منا مصاريف والمعامل والكمبيوترات شكرا بتبقى حاجة كوالطي لأنك تدافع قروش بتتناسب مع الحاجة لتداير الخدمة داير خمسين مية الف دولار في بعض الجامعات وكده وش كده أنا نقططي هنا كلامك صح أنا نقططي هنا للموارد فنحنا هدري للفرصة برضو الفرصة بتاعدين الزوال دا كان ممكن يكون عنده مثلا خمسين فرع بتاع محلات حلاقة لو كان بدأ قبل خمسة سنين بعد ما خدري كورسين ولا ثلاثة في كيف تبقى حلات كويس ولا تدير وحلات حلاقة ولا غير والله إذا بزبط الكلام اللي قدت وانا قلت لهم كان ممكن ياخد تدريب لثلاثة شهور أو كده ويمش من المجال مثلا أو أي مجال تاني لكن ما قعد يحصل الموضو ده شائق جدا يعني أنا أعتقد أنه لأنه ما في في إدارة العملية التعليمية ولا العملية البحسية يعني احنا المخرجات بتاعت التعليم بتاعتنا ما بين عائلاء متوازية مع سوق العمل ولا مرتبطة بإجمال الناتج المحلي بتاع البلد إنه والله البلد تخرجوا منها عدد كده بتاع ناس وافترض إنه السروة بتاعت تزيد الكلام ظاهر في ميزانيات كوريا الجنوبية مثلا في إنه قدر ما تخذ التقروز في البحث العلمي قدر ما إجمال الناتج المحلي البلد ككل بيزيد قصة ثانية ما طولنا على الناس كده ما في أي تطويل إلا لو يتدعبت الحفلة ونحن سعيدين بيك جدا نرحب بكل الزبل والزميلات هجو داخلي هنا وفي زولة يسمها حاجة أبو راس هل دي قريبتك أنا من ميات داخل لا يجب نري اسمها أميرة أبو راس تقريبا حاجة زي دي كيف يا أخي أيضا نعم طيب فممكن بس تحكي لنا القصة دي لحد ما هناي يعني طيب جامعات جامعات وعدا موجودة ولا وجودة ذاته الحقيقة جامعة شريو كردفان دي كانت من التجارب المفيدة جدا بالنسبة لي يعني خلتني أعرف حاجات كثيرة جدا شكرا يا موم من قال واصف مع أنهم نور بشاكل نيبق لي ما تقلع الجامعة شريو كردفان يعني يمكن نموزك توريك الحاصل في السودان في المسألة دي جامعة شريو كردفان واحدة من الجامعات انشئت بقرار رئاسي طبعا النظام أنه أنت لما تنشئ دار تعمل جامعة خاصة تبدأ بكلية ما عادة في جامعة كده طوالي بدوم جامعة فأنت بتبدأ بكلية جامعية يعني في قانون للمسألة دي أنه عندك كم كلية ما تقول تبدأ بيها وبعد ذلك كم سنة كده وترفع ولغا ما هيتحول لجامعة لكن في الحكومة تنشئ جامعة طوالي فكان الوقت ذاك زمن الرئيس البشير مشى المنطقة هناك في جبيهة أو في المناطق دي وهم عندهم طموح عمل ولاية برغم كانوا مهمة للمشاكل الحقيقة السودانية دي ف لما مشى هناك قاموا طالبوا الجاهزين هم أنه يا أخي أعمل لنا دارين جامعة دارين جامعة وطلع غرار أنه تدعم الجامعة الوقت ذاكت زمن ربنا دكتور سمي وكانت طبعا من الوزراء المميزين في التعليم الآلي المهم فطلع الغرار في تسلسل كده في الدولة قاعد لسه يمشي للوزارة ده حسب معرفته بعد ذا يمشي للوزارة قرار من المكتب الجمهوري والرئاسي أوه كان اسمه أنه تم إنشاء جامعة تشريك برغفان عليك تنفذ قالت كده كده المهم في النهاية لا تدعم للجامعة قامت الجامعة دي في أبو جبيه وكم حدة وقامت على مدارس الكلام ده 2016 أو 2015 ما عليك وطوالي نزلت في دليل القبول وقبلوا لها من السنة الأولى لازم فيها 10 أو 11 كلية في الطب والعلوم الصحية دي فيها طب وتمريط وفي ما عارف هندسات وأعتقدت فيه شريعة وضغة عربية وطم كلية وفنون ومظن ومدراء ما حاجة زين الكلية دي قبلوا لها الجامعة دي قبلوا لها ما كان فيه تجهيزات فبعد ذاك الطلبة وجهه بواقع أنه ما فيه حاجة ففي السنة الثانية تقريبا ودوم جامعة الجزيرة استضافة ده كان نظام عمد بي من زمان بتستضيفهم جامعة الجزيرة الناس كلية تطبيعا السنة البعدة برضو نزلوا في الدليل فبيقى عندك دفعة 16 17 18 19 يعني بعد الثورة نفسه يعني يعني ما هو الثورة كانت السوء كان شهر 4 وشنو القبول جد أمهم 19 نزلت في الدليل بيقفدوا في عقاعدة والطلاب داي كانوا بيجيوا قدام الوزارة من يعني قبل الثورة يعني ويجيبوا ويطالبوا وكده لكن ما حصل حالي المهم بعد ذاك لما حصل التغيير وكده فتاني يجوا طرحوا مشكلتهم الوزارة والله اتفاعلت يعني وحاولت تحيل مشكلتهم ما عارف يعني شنو المهم بتكونت لجنة كان اعتقد كان فيها بروف الزين كرار اللي هو المجلس الطبي وبروف النيل المجلس الطبي برضو والمهم انا اتصلوا بي شايت معي بروف احسان كان المزارة ولاقينا بروف سامي الشريف الوكيد على اساس انه على غير ما يحلوا الموضوع ده عاوزين يوزعوا كان الكلام انه حيتقوى بروف انتصار يعني كانت هناك وكده في الوكيد ده الطلاب ده حيصطبع فهم شغالين بنظام اللي هو يعني 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 فقاموا شافوا الجامعات الشغالة بالسيستيم ده اللي هم من هجم جايبنهم يعني الجزيرة اصلا ده ازهر نفس السيستيم قالوا يزعون على الجامعات ده فانا كنت لوانا والله ما عندنا انا شايف ده موضوع يعني وطني مفروض لكن يعني ندونا نكمل لكن الحصل اه فروف حسان والله يعني ما قصرت لما شافت المنهب كده قالت ممكن نستضيف كل فرقتين فالجزيرة كان فيها الفرقة 16 نحن سبعة طهرة 18 و19 تمت استضافتهم يا ربي في كوستي اظن المهم على اساس انه بعد سنة حيتم التأهيل الجامعة بتاعتهم مرجع هنضل المهم الطلبة ديال نزلوا عندنا كون مرة اعمالوا وقفة احتجاجية فدخل حتى الاقي الطلبة ديال عندي علاقات معهم مستمرة مدد دومة وبصالح مهم بديت تنسى الاسامي لكن موجودين عندي طلاب ممتازين جدا في واحد من الاجتماعات يعني بيخليك تعرف بعض التفاصيل كان فيه مدير الشرط لانه كان حصلت مشاكل وكان من الاجتماعات يعني كانوا فيه زي ثلاثة طلاب ايهاب ده واحد من الطلاب يتميزين مننا فكان الكلام انه ياخي طيب من خلاص الجامعة دي انتو افترتوها للطلبة يعني انتو افترتوها مشيتو خلاص وكده فقال الطالب قال لكن انا اخترتها لانه الجامعة حكومية ونزلة في الدليل اعتقدت انه هتحميني الوزارة ده كان كلام منطقي الاكتر من كده المنطقي طبعا يعني النسبة بتكون اجل من ما قدر يخش الكليات التانية لكن واحد من الطلبة دي اعتقد احمد دون مصر حاليا في مصر حول هنا فواحد من الطلبة دي قال لي اخي وانه منسيت الكلام دي انه نحن يعني روف قال نحن في جامعتنا في مدرساتنا الثانوية عندنا استازين الزكر دين وعربي والانجليز فانت تخيل في المنطقة دي وده التهميش الحقيقي وده التنمية الحقيقية المحاصلة يعني احنا الكلام الناس اللي بيقولوه يعني ده هي التنمية ان احنا مفروض نهتم بيعمل فبيقول انه عنده استازين الطالب تخيل في المدرسة كلها وده بيكونوا من ناس المنطقة ومهتمين لكن تظلون من التنمية نفسها من مشاكل التنمية يعني ما ما بتلون فيه على كل حال الدائرة قولوا انه كانت نموذج للمسألة دي عند الوقت دا تطرحت انه لبعض اللي جان انه نوزع على الجامعات اللي جان اعترضت لجان ما فيها الوزيرة ولا الوكيل يعني بيقولوا انه يااخي طيب نحن لو عملنا كده في كم جامعة هتكي تعمل كده طيب ما يعمل ما دحق يعني احنا ليه زل حقه الدولة من فرط التزم دي على كل حال استمرت المسألة لغاية ما جب رفيس الحمد الصافي ووزعناهم على الجامعات يعني وتاني رئيس اللجنة ووزعناهم لكن دخل لاني في الوقت مرة طلاب دي واقفين جواحد من مساعدي مساعد رئيس رئيس الوزر يعني خالد خالد من خالد عمر يوسف وخالد سيلي كان مقدود يرغبه خالد سيلي كاللي اسمه الهناي لكن ف خالد عمر يوسف كان مساعد رئيس الوزر ووزعنا وكده وزاته عنده مساعدين طلا ما عارفهم كم فقدام قدموا دعوة للوزارة قال عشان يحلوا الموضوع ده جاء واحد منهم ماشي شافت طلبهم الجمهيرين قدام الوزارة وقفنا 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 فالوقت المهم الوزارة قال يتمشي انت تمثلنا وكده باعتبارك مطابع الموضوع وكده وماشي ناس يملس الطبي وكان في واحد من المساعدين يعني عندي مستوى خلتني اشوف انه التفكير بتاع الدولة ذاته كيف صراحة يعني هم متهدين لكن ما كان فيه الافق بتاع انك تحل المسألة كيف يعني بينظروا للمسألة ما جاء خالي سيليجي واحد المساعدين زي ما بالطريق بينظروا المسألة بموظور مؤلمة حدى وخش في تفاصيل هسي حسي حتكلم عن الناس ما في شي لكن تبور يعني بتشوف في خلل خلل على مستوى ادارة المسألة دي حتى على المستويات العلي للدولة النواية طيبة لكن الطريقة ما كده على كل حال الطلبة دي احنا في النهاية قدرنا نوزعهم يعني التعليم العالي ما قصر يعني استاذ علي الشيخ في القبول وحتى والله الوقت داك كان بعد الانجلاب لغوا كل اللي جان دي اللي جنة الوحيدة خلوها ماشا يعني اعتقد الدكتور علي الشيخ وزا الشيخ كان الدور في كده استمرت فيها لغاية ما يعني وزعنا الطلاب دي احنا في توزيع على جمعات مختلفة السودان وبحري وغير والازهري طبعا والإسلامية ووزعنا الطلاب كلهم على كل الجامعات وخلاص يعني مشكلتهم متحلت فدي بس المهم دي بتوريك البروف المحترم والله انا بجد هنسى الاساني بعد الحري بدي زاد شمسون شمسون خميس زول محترم جدا انا باعرف هم بدري ففي واحدة من الاجتماعات الناس كان بتكلموا عن استقطاب الطلاب الأجانب ان طلاب أجانب يجوا عشان يعني 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 كاستثمار ما هو حاجة كويسة يعني فشمسون قال لي طالب من الخرطوم ما قاعد يتكلم كيف يعني فجامعة كده طيب يعني طيب في حاجة اسمها قبول الولايات الأقل نمو ودي فكرة كويسة يعني انت قبول الولاية نفسه يعني زول قاعد في الولاية زي اللي قلت عليك دي اذا الناس بخش بـ 80 بشيل لعشرة في المئة وده زي القبول الخاص يعني يعني بخش او بخمسين زات المشكلة ما هده طالب ما المشكلة فيه المشكلة في الظروف اللي لاقته يعني الطالب اللي كانوا بشارك دفان دي مشهور يعني في الجامعات الثانية دي مشهور ممتازين جدا وانا كنت متابعهم من المجنوعة منهم وبتواصل معهم لغاية تسا عندي بعض التواصل حتى في الازهري اداء كان ممتاز جدا بالرسوم اساسة الازهري في الطب بنفس طريقة الازهري فالمشكلة ما كانت في الطالب المشكلة في الظروف المحيطة دي انا كان رؤيتي انه ياخد الطالب شيله بخمسين في المية او بستين لكن اجبر بعض في الولاية كم وكده وكده وديل ذات ياخد شيلهم جبلهم اساس من وين واخل لهم المشكلة ما في الانسان نفسه المشكلة في البيئة المحيطة دي فمشاكل التعليم العالي دي يعني فنحنا في النهاية انت بتجي تنفق على كليات ما 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 كليات رغبة في حينك بتحمل حاجات زي ده فالموضوع الشائق ومعقد طبعا وفيه واحدة من المشاكل الناس كان بيقول لك ايو والناس تقفل جامعات الكيزان اللي عملوها والجامعة باحتاج بيقول الوزائر ما تقفل لانه فيه مطالبات محلية الناس بيقول يشوف الجامعة دي مكتسب بالنسبة لهم انت كيف تقفل جامعات فالموضوع فيه تعقيدات يعني تعقيدات كتيرة فدي واحدة من الحقيقة استفادة في الفترة دي بيقول عنده رؤية في المسألة ممكن عندك رؤية ما ما حتى عمل حاجة لكن في النهاية بيقى في الرؤية قادر تفهم تعقيدات الموضوع دي يعني طيب بالنسبة الحتة بتاعت برضو احنا نتكلف في الجامعات والأساتزة والتمويل والمحلي الطلاب السودانيين في الجامعات السودانية وكده يعني بزات مثلا نقول جامعة تخرطون ولا تكون شايف نفسهم طبعا احسن طلاب في احسن جامعة في كده يعني الناس ما بتكون ما شاف تبرر حاصل شنو ما عارف انه بعد زي يقوله بعد جيسرب هناك في حتة خضراء وكده فالدينة تجربة من تجربتك الشخصية ومن الرؤية بتاعتك وكيف الكلام ده يعني قد يكون بيقلل من الافق المفقود في الرؤية الكلية الاكسبوزر بتاع الناس احتكاق هل اكسبوزر ده هل اكسبوزر ده ويعني الارض الخضراء بعد السور دي دي مشكلتنا في السودان كله يعني احنا قاعدين في السودان نحاس كتار قاعدين متخيلين العالم ده يعني السودان ده ايوه ومستهدفين وما تعرف ياسبع بدل الحرب دي والنزوح دي فناس اكتشفت يعني اكتشفوا اسيوبيا الناس انا اسيوبيا مشده من بدري وشايفة وكده اكتشفوا كينيا اكتشفوا يوغندا اكتشفوا الدول دي يعني اكتشفوا انه نحنا منتهين يعني فده ما بس على الطلاب لكن على الطلاب طبعا نفس المضوء ده بينطبق يعني طبعا دي هي في التجربة الحياتية كلها بتأثر لكن نحنا للأسف ما عندنا احتكاك ودي حاجة مهمة فعلا وجزء من المشاكل دي طبعا تحت الفرص دي مشكلة لكن برضو اللغة يعني حاجز اللغة ده برضو مشكلة ما في احتكاك طلابي في بعض الروابط بيقول اللي يتطب ده المجتهدين كان بيجوا بيسافر وكده لكنه هو اربعة طلاب خمسة كده فدوحنا هيدا احنا افتقدنا فعلا التبادل الطلابي الكبير مع جامعات برد لكن تبعتمد على الميزانية فانت برضو دي الجامعة محتاجة تديك ميزانية للموضوع ولا عندها ميزانية وانت برضو يعني طيب انا ميزانية تجيبه من وين انا طالب دافع لي في السنة كلها خمسة الف او خمسة مليون دائر يسافر التسكيلة بركش يحب الف دولار ولا بتمنمية دولار فما فير زادا فالموضوع هنا معقد لكن ده حاجة مهمة جدا وهمة للأسادزة وما ما بنقول اهم للطلبة برضو مهم لكن تتفتقدوا حتى للأسادزة يعني نحنا في الأسادزة هسي الناس ما بتسافر لانه ما في تمويل في الجامعة ما كانت تمويل لأستاذ مسافر في الوايح كده قاعدة في الجامعات تقول لك لو انت مشارك بوردة بيدوك كم لو انت ماشي تحضر سايبي بيدوك كم مية دولار مية دولار مية دولار ما بيدوك تسكرة ما قادر جدا بيدوك تسكرة زمان كان بتديها الوزارة والوزارة ذاتها عشان تشيل ذاتها مشكلة فبقى ما في الأستاذ ذاته ما قادر يعني بتجي حاجة بسيطة جدا ان الأستاذ يقدر يسافر برة يحتك أو كده وبيقوا عشان يسافر برة مسلا بيقول لك مسلا ماشين مصر في مؤتمر شنو كده مؤتمر بيكون ما للدرجة دي وعموما الأساس ذا يعني السفر ذاته بيكون في أهداف تانية اشتري حاجات مشوين بتاع فالموضوع دا حميته ذاته ما نازل عندنا أو ما واردل عندنا أو الناس ما بيدعي الله بالطريق لكن ما في يدون حاجة لأساس حيعمل شنوك ما حيقدر يسافر بمرتب دا وانت كجامعة ما قادر تبديو فهدا والمؤتمرات اللي بتدعمل في السودان هذا طبعا يعني مستوى ما للدرجة دي يعني يعني بنتحاور مع نفسنا نادر ما يجيب ناس قامات كبيرة كده ما بيجينا نوبيل برايز مثلا خلاص ما نوبيل برايز لكن في مجموعات كبيرة زي دي جيك أو كده يعني بعد ذاك حتى لو ياك هم من الناس زي ما بيقيت في الوردة تشيلوا الوردة كده خلاص أنا حضرتها وأنا عملتها دي عشان تترقبها ده موضوع تاني كمان نفتم في حدة تانية طيب النقايش طبعا عن مشاكل التعليم العالي والبحث العلمي في السودان يعني صراحة كتير و ما بغلص يعني ما بغلص اين نعم لكن مع ذلك يعني في حاجة ملاحظة انه في عدد كبير جدا من الطلاب الأجانب كان موجودين في مؤسسات تعليم العالي المختلفة الخاصة والعامة يعني في جامعة أفريقيا العالمية في جامعة ناس غاردن سيتي والرازي وغيره مامون حميدة جامعة الخرطوم اللازهري كان في طلاب مصريين واردونيين وفلسطينيين وصوماليين أنا شخصيا درسها في كلاس قبل كده في مئة وعشرين طالب كان فيه ستة جنسيات مختلفة في الكلاس باللغة الإنجليزية يعني في جامعة غاردن سيتي فالقصة دي يعني في كتير من الناس ما بيقدروا يفهموها إنك يتكيف عندك كل المشاكل دي ومع ذلك بيجوك ناس يعني ناس في قطر هنا دا في ناس يتخرجوا من الجامعات السودانية من مواطنين قطر نفسهم قطر بتاع التعليم في العالم من الحتات المتقدمة جدا جدا بالنازل بيكونوا والله يجوا درسوا عندك وساتسفة جدا إنهم قروا في السودان شايفين إنهم قروا ويقراء كويسا فهل في كونتراديكسي في الحتة دي في تضاد إنه يكون عندك طلاب أجانب من جسيات مختلفة وكده الكلام دا مسجل وابتاع لكن طيب عموما الكلام مسجل وابتاع طيب السودان عموما في فتران فترات منطقة آمنة يعني منطقة آمنة وغير كده مجتمعيا محافظ يعني مثلا أنا لقيت طلابني جيريين طالبة طالبات يعني فتونسنا كده يعني معالف شنو كده خب يقول لك يعني أهلهم شايفين السودان دا بيئة مجتمعيا محافظة دا هم محافظين نفسهم طبعا يعني كويس ففي خيار زي دا إنه السودان بيئة محافظة السودان عموما عنده سمعة إنه التعليم فيه كويس دي وسط بعض الدول الأفريقية الصومال برضو نحن في جامعة برضو كاننا صوماليين كانوا شدار ممتازين جدا برضو الحكومة السودانية كان بتدي منح إنت هستتكلم عن جامعة خاصة طبعا لكننا بتكلم حتى عن الحكومة الحكومة السودانية ودي كانت حاجة كويسة والله بتدي منح للصومال لليمن لدول زي دي أنا قريب في إحصائية إنه فيه تلاتين ألف طالب بيأخذوا منح دراسية أجانب بيأخذوا منح دراسية في السودان في أبعاد مقتلفة أنا ابتصل للعدد بتاها لا كان في إحصائية وأنا لقيت زول شغال في الاتحاد بتاع الطلاب الأجانب دي المسألة دي في جامعة تفريجة العالمية لكن ده منظور مختلف كلهم في نهاية جامعة سودانية وفيها طلاب أجانب مخدوم منهم ده منظور مختلف ده منظور مختلف نحن دارين نجيب طلب عشان نعمل شنو يعني ده شوية موضوع شوية مختلف يعني أنت بيجيب طلاب عشان شنو يعني هل لمفاهيم أيديولوجية يعني ده موضوع تاني لكن الطلاب التفريغة العالمية كانت فكرة في أنه ينشر يعني الدين الإسلامي بتاع تأحي الناس دي حاجة تانية لكن أنا بتتكلم عموما الصوماليين برضو بيجوا السودان من زمان وكان في منح اليمنيين في دول كان بتلاقيها صعوبات إنها تقرأ في حتاة تانية زي اليمن مثلا اليمنيين ديل أنا لقيتهم كان عندهم رابطة وجو ناس محترمين جدا وشفنا يعني وفي ناس بيجوا من غزة مرات بيجوا سواك في حتا تانية غير كده في تسهيلات كان في التسجيل في شنوبي كده فدي برضو حاجات مؤثرة يعني مثلا مرات برضو في مكاتب مكاتب بيجيب لك طلاب يعني نريده في الأزهري في الأزهري في الطيب مثلا كان في طلاب أردنيين بيجونا وكانوا طلاب ممتازين جدا ومشيو في الأردن ومستوىهم ممتاز جدا في بعض الحاجات برضو طيب بالنسبة للطلاب المصريين مثلا كانت المسألة في جزء كبير منا وكان في الجامعات الخاصة أكتر كان الطلاب ديل النسبة اللي بيخو الشباهين ما بيدخلهم في مصر في نفس الكليات مثلا فديل بيقوموا يقروا عندك سنة أولى ويمشوا مصر أغلبهم بسيطين اللي بيستمروا أو أولى وتانية حسب مقتضى الحال يعني وقوم بيمشوا ودي حصلت فيها مشكلة مرة حصلت لأنه بيجيبهم مكاتب ديل فيها بعض السمسرة كده يعني في مكتب قام جاب ليه مثلا عشرين طالب لكلية مكتب يجيب في الطالب مثلا ألف دولار أو الزول هما مكتب ذاته فلما يشيل القروج دي قال أصلا ما بشيل باقي السنة يعني مثلا لو تسجيله بثلاثة ألف دولار ولا أربعة ألف القلية بتديه من الثلاثة دي ألف أو كده السنة جاي ما بشيل الحصل أنه قام واحد من الناس ديل سجل الطلاب ديلي قام لقى في كلية تانية تفقوا معاقل بطريقة رسمية طلب تحويل الطلاب ديلي من الجامعة ديلي الجامعة الأولى أبدا قالت أنا ما شلته مهم يعني حاجات زي دي كده لكن السودان كان يعني بس القصة بشبت بعد الكورونا وطريقة التعاملنا معاها والاسمه شنو وبعد ذاك الثورة وهسا الجامعة جاهزة الحربة كده فقلعت الطلاب تماما فيجامعات يعني فير حكومية فقدت موارد كبيرة جدا لأن السودان ديليلي ما مرغوب وهو كان موارد جزء من الحاجات الأمانة اللي كان فيه يعني ده كان عملا مشكلة كبيرة جدا في كورونا في الأول بطريقة التعاملنا معا الثورة بعد ذاك اللي حصلت يعني الطلاب ديلي بيقوا ما يجي بس طبعا بعد الحرب دي احنا فقتنا حاجة كتيرة وما من السهل تستعيد سمعتك دي تمام ممتاز جدا جدا الآن دارين نتوجه طبعا فيه ناس عندهم أسئلة كثيرة جدا متعلقة بالجامعة الطلاب الوردنيين وكل الجامعة طبعا ننوه هنا أخواننا البروفيسور الوريد حاليا والساس الجامعة وليس هو المسؤول الإداري في الجامعة على أساس أن الأسئلة بتاعتكم يجي توجه على الحتة الصحية لكن لو فيه سؤال أنا عارف بجاوبه يعني ما فيه مشكلة يعني أن الجامعة فتحت في عبرة جامعة عندنا مكتب في عبرة جامعة عندنا مكتب في عبرة العملية بتاعتكم بيتشغال عن بعد مشكلة داسة حاليا عملية تغنيبين أيوه في أي معلومة ممكن الناس كما عارفين درس خرية الشهادات شغال ممكن يخشوا الفيس يلقوا الصفحة الرسمية يتواصلوا معاه يعني ما صعب يعني فيه دكتور محمد نامون في الحاسوب هو ماسك صفحة الجامعة حتى زولهم ملقا ولو كتب محمد نامون بالإنجليز يلقى صفحة وزول يعني متعاون جدا للدكتور ده بيساعدهم يعني فيها مشكلة نعم تحية ليه وتحية لدكتور رحمد مرغني وكل الجماعة طيب الآن نمشي للجزو التاني جزو بتاع الكتابات والاهتمامات التاريخية والأدبية وكذا انت زول معروفين قدرتك مقالات نحن في سؤال الله كنا بنقرأ المقالة بتاعتك الواحد بعد ما يقرأ المقالة بيأخذ ليه نفس كذا يعني بتكتب بتراجع الكتاب بتمسك تفلفل الحكاية دي دارت أقول لنا عنها شو والله الحقيقة أنا مراجعة كتبت بديتها غريب ما غريب يعني لكن ما من زمن سوداني زولاين القصة دي بديتها بإنه يعني أنا كنت بقرأ كتب كتير بعد فترة بلقى نفسي يعني نسيت الكتاب أو ما بتذكر فيه حاجات الحاجات المهمة أو كذا يعني تجد تستشهد بحاجة أو تجد ترجع له وانت بتتذكر إنه مثلا يا أخي الكتاب ده فيه معلومة عن كذا لكن ما تجد ترجع له ما تلقى فقمت بعد ذاك قلت يا أخي خلاص طبعا في عطناها بتتكلم وانه مشهير المقال بعنوان أي مستقبل للتعليم العالي في السودان بعد الحرب أيو ده كان 11 أكتوبر 23 مقال طويل ذاته الناس بتسحج المقالات الطويلة يعني نعم ده في سودانايل صح سودانايل فقمت العنوان بتاع والناس مننا أكوردينجلي الزول الدائر يشوف باقي المقالات بتاعة دكتور وليد ممكن أو بروفيسور وليد يشوف هنا ده ده كلها مقالات وفيها مراجعات تاعت كتب وكذا مش كذا يعني في جدوة يجيت إنه الواحد بعد فترة أو أنا بعد فترة بنسل التفاصيل اللي في الكتاب دي خانا أقوم أبدأ ألخص الكتب دي بعد داك ليجيت إنه دي فكرة كويسة يعني 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 انت تك بتعرف الكتاب كيف في الزمن الهس الصعب ده شان تجد كتاب يعني حسب اهتمامك وعاوز تغير ودي زات مسألة صعبة بالنشر الكتير بالمسألة دي أنا أتذكر يعني مرة في سودانيز اللاين بدري يعني كان في كلام عن الموسيقى السودانية فقمت كتبت قلت يا أخي للأسف إنه ما في حاجة مكتوبة عن الموسيقى السودانية بمحبة كده فردت ليس المشيخ سلامة بتتذكرت فقامت قلت لي يا أخي في كتاب من تاريخ الغناء والموسيقى بتاع معاوي حسن ياسين شدت تشتل الكتاب فعلا الوقت داك كانت جزء الأول داك كتاب كبير جدا لكن اكتشفت أو لا أحسن من الوقت داك إنه في كتب كويسة إنت ما عارف فبيجيت الكتب البقراه وشوفها هذه كويسة بلخصها واخدتها للناس بقول يعني تخلي زول تاني يقوم يقرأ الكتاب دا فدي فكرة دي من تلخيص الكتب دا بعدين أنا بحاول ما ألخصها لكن زي أناقش الكتاب نفسه فدي بدت كده المسألة يعني نعم شنور الكتب كانت متهشة بالنسبة لي في المتراجعة بتاعتي ولا كده ولا الكتاب المتهشين يعني نعرفت إن كده في ناس بيكون بيعرفوك كويس إنت ما تكون بتعرفهم يعني بيكون يتحدى بتلك ندوة ولا حاجة والزول صاحب الكتاب والهناي دا وإنت راجعت إليه وهو بيكون بيقول يا أخي والله في زول عمل وراجع لكتاب حيث حصلت مرة أحدة في كتاب اسمه قلم التعليم وبلم المتعلمين دكتور صديق ونبدأ ده كتاب ممتاز جدا اسمه زاد ويعني اسم موحي قلم ما بزيل بلا مش كده بس يا هزاته فصديق ونبدأ ونبدأ في الكتاب ده جايب إحصائيات عن التعليم وجايب شنو التهميش الحاصل لكن جايبه بمفهوم علمي ما بمفهوم المظلومية يعني والشعارات دي يعني فأنا قريتها كتاب ده عاجبني جدا ونتكلم فيه الوقت دا عن شهادة لندن والحصل فيها وكده فأنت برضو لو قريتها كتاب ده حتستغرب يعني بتلقى أسامي يعني متبني النضال وكده لكن لما الوقت دا قلت وشهادة لندن رفضوا لأنه أولادهم فيها فده بوريك برضو النخبة السودانية وتعامل مع الدولة ذاته يعني على كل حال أنا عملت ريفيو لكتاب ده ونشرته نشرته في سودانايل حتى بعد داك في جريدة من الجرائد نشرته من غير ما ترجع لي ذاته يعني ما حكدت حق ده فيه حاجة لكن فزوه قريبي قال ليه نقاه لك ده في جريدة كده بس كان يكلموني اشتري الجريدة على اللقاء كان بعد داك في 2018 في رمضان يا ربي قبل الثورة عملوا تدشين للكتاب في اتحاد الكتاب السودانيين فأنا مشيت كانت بروف فدوى يبقى بيقى من دير الجامعة الحرطم ودتوسط بيقى من بده واعتقد معام نادر السماني فأنا حضرت الندور اه في واحدة من البنات والسيدات قاعدة فقامت رفعت يدها ودوها فرصة ومسلت المفرون قامت قالت لسديق من بده ياخدها دا كلام عنصري وكده وبيتاح فقام قال ليه ما فيه وكده اللي انا اتمنى كان في زول اسمه الوليد او حاجة زي دي وعمل تلخيص الكتاب وقامت رفعت يد دي دي بيقى تلاقي فرصة بعد داك هاي تلخيص ديقون بده وكده وكده فدي ما بتحصل طوالي لكن تلخيص الكتب بيديك رؤية للكتاب وبيخليك تناقش الافكار نفسها بيخليك تطلع يعني ما تجرى الكتاب جراية عامة لكن الاهم بالنسبة لي انه الزور يحاول يوري الناس انه انه كتاب دا بيستحق الجراية الناس قاعد تبني مواقفه مرات على حاجات عاطفية احكي من الافضل انك تجرى الكتاب وتعرف المعلومات الطريقة دي طيب هنا احنا لابد من ان نشكر انه في الباحثين السودانيين يا شباب عندنا مشروع قام بي والدكتورة نعم الفاتح عن تلخيص الكتب تلخيص الكتب صوتيا وتلخيص الكتب نصيا وبينشر الكلام دا عبر الصفحة المخصصة للباحثين السودانيين وعندنا طبعا كتب عدد كبير جدا من الكتب تم تلخيصه في بصورة صوتية ممكن الناس ترجع لها وندعو الجميع انهم يعني ينخرطوا معنا يعني هذا مثلا تلخيص لكتاب ابو القاسم حاج حمد عن السودان المازيغ التاريخي وفاق المستقبل وغير من الكتب يعني طوالي بتلقى في حاجة نازلة وفي فريق بتعامل متطوع وديدكيتي جدا جدا للمسألة طيب يا بروف احنا صراحة كده زي نقوله شديناك وشايف فيه من طلابك يعني ناس داخلي من جلوة السودان من كده ودي حاجة جميلة جدا جدا يا خي ده باب كرجون نعم فالآن طبعا هنتيح المجال للمؤسس ومبتكر الونس على دروب النجاح أخونا الحبيب دكتور ياسين حسن من بريطاني وعنده صريح ما طورنا على الناس كده أيوة نعم بس دكتور ياسين هيقوم يرحبك ويقدم مداخلة وبعد كده لو فيه واحد من الناس كده تدري تدريه مجال لانه يقول مداخلة غريب خدت مجحي الصور والحاجات لكن الكلام جربع ما فيه مشكلة أيوة الكلام جميل جدا كان رائع جدا الناس في ستمتعوا به وفيه تفاعل كبير في الفيس بوك الناس هتساهل هتساهل فدكتور ياسين اتفضل دكتور الليلة طبعا ويتو كوفر نسبة لظروفك دكتور ياسين ياسين ده قريب ولا أنا كبير سألت له الغريب ما أرد عليه طيب أوكي ممكن ممكن تستعرض الصور دي الصورة دي طبعا صورتي أنا دي بدري يعني شكلك ده بختلف عديل الله ياخد المهم الزمن ده الوراية والي ده جدي الله يرحمه أبوه ودهك أظن في الصورة الجاية مرضو فيه يس ده أبوه هنا اللابس نبارة ده هو الوحيد اللابس نبارة كلام ده بدري طبعا وده جدي البالطرف ده اسمه الصادق يعقوب صادق يعقوب ده كان من أصدقاء الوالد وكان حزب أمه أتذكر كان في محاولة إنقلابية هم اتهم فيها أنا ما عندي التفاصيل لكن قام اختفى وكده حاليا في أمريكا غايته أرجو يلني يعني اسمعت أحيانا دي له الزكارنزات يعني كان كلام تطور شديد طبعا الصورة دي ده أنا ولد ده أنا وده اختصار وده أمهنا شوف الزمن ده شوف شبط كده محترم كده أنا واضح إنه أنا زول مسكين يعني شاي مسالم كده طيبا دي في السعودية مع الأخوات أنا جدا لاته أخوات وأخوين لكن الوقت ده ما كانوا مولودين دي في الجامعة دي في الكلية كان في الطرف خالص ده دكتور وليد الضيف صديق العزيز دي في السعودية مع صديق يمني دي في السعودية برضو دي هنا دي صورة كانت في القرص اللي قلت لك بتاع محدة المرادة المتوطنة يعني الصورة القديمة طبعا لكن دي هو أول قرص أنا أخش في الحاجات دي واضح إنني قاعد ورا لابس نظار أنا ما كنت فاهم الحاصل الوقت داك دي البعض الأصدقاء أنا ظاهر طبعا بالنظارة أي لميص الأبيض دا من قصن دا منعم حاليا في أمريكا مسعود أعتقد في الإمارات عادي المصر أعتقد في مصر أو في طريق المصر دي برضو من الصور القديمة دا في شرع القصر عن الخرطوم دي زمان كلنا في الجامعة طبعا لكن شوف الخرطوم يعني دا في الجامعة برضو دي في واحدة من من القوافل دي في الحلة في الشارع في الحلة شايف دي حلة مكان بدري طبعا الكلام دي في داعي ما تحجزي حاليا في الإمارات بشرب في السجارة كمان طبعا قبل فترة كده قالت ليه حاجة واحد كده قال هو كان متشاكل مع صاحبه وشنو وقام صوره كده المهم جالله عملت ليه مشكلة بوشة بشرب سجار حاجة سجارة دي واحدة من الرحلات دا أنا طبعا دا ولدت ديف عادل مصر أصدقاء يعني في الريا المصري ما كنت يعني في تفاصيل ممكن أقوله لكن الزمن مشهدي في الصين دا في تدشين كتاب كتابات في الطب والموسيقى والأدب الكتاب دا أنا عملت ليه أو التحرير وكتبت ليه المقدم اللابسة طرحة صفره دي دكتور عمير من النيلين والحناك دي سوسع عابد من المعهد القاعد دا بروفيسور أحمد طبعا والواقف اللابس عندما دا بروفيسور منتصر الطيب دي برضو مع بعض الأصدقاء ودي برضو يعني عندنا ذكريات وعندنا حاجات في الوصف دا محسين خالد يعني محسين خالد دا من ما عارفه بشه لكن يعني من أساطين الكتابة من أكتب الناس في السودان دي كان لقاته في المطار يعني هو كان مسافر أنا مسافر اتلاقي هنا دا الشاعر الكبير واسمه مبشرة ما حقدر أخش في التقاصيل هسه ما أنا مسك الزمن لكن هو دا محجوب شريف يعني أنا محجوب شريف دا ساعية تلاقيهت وكان مسامن الكاتب الكبير يعني ما عابده يقول لهم وليد ولا كبه دي معهم محجوب شريف دا حميد همشين مرة حميد دا مشين مروي مشين اللي شغل بتاع لشمانيا كوتانيس إشمالايزس فمعاي الشباب قابده يمفي وشوفوا السد بتاع مروي قابده ما مش هشوف السد بحيطه في هنا هشوف حتتين هشوف دار يشوف القبر بتاع حاج الماحي الماضح العجيب يعني ما يعني بسه شوفه محلته كده ودار يشوف حميد حميد ما بعرفه قلتا مش هش سلمت عليه في البيت وتصورته دا محمد المكة إبراهيم الشاعر الكبير طبعا يعني لي كانت بسنتين تقريبا دكتور مرتصم دا كان عزمنا داتا كفئة يعني ما حنتشه التقاصيل دا صورة قديمة في المعهد بساوسافري كان دا بروف منتصر ودا واحد من عظماء الجينتكس وكده اسمه لويجي كفالي سفاروزا عنده كتاب مترجم بروف منتصر اسمه الإنسان في الشتات دي في سويسرا ما عندنا وكتلة التراصيل دي في الدولة شعور عن السوق دي في تونس يعني أنا تونس دي كانت مرحلة مهمة بالنسبة له كلام دا الفين واحد اصدقاء في تونس دي كان عبره في امتصار في زيارته للجامعة الصورة الأخيرة دي الغريبة محمد بشير دا السهم ما بتحرك زملاكين لو شفتها في الصورة التحت في اتنين بيجاي في واحد الواحد دا ما بتسأل بمتصور معاي بيجاي هنا دا السام واضح اي نعم اليمين المبتسم عند ابتسامة يميلك محمد بشير دا من الطلاب يعني في كل دطب يتخرج السي يعني قعد الحرب دي وعنده نشاط كده ممتاز اسمه مكتبة اقرأ شغال فيه كسل وغين وغين كان بالسهاده المهم فأول يوم قديم نديري بذهب ايمن يوم يوجد في الجامعة اهو لابس الجميصة الاخضر ايفو اسرقني يعني المهم فجام قال ليه عن اتصور أنا معاك وكده اتصور معي فكتب دي المدنية الدائرات ادي اول يوم ليه في الجامع يوم اتنين وعشرين اكتوبر كم هو بانجلاب كان حمسة وعشرين يوم كان امسة وعشرين اكتوبر في اكتوبر دام يعني في معرض الكتاب فكان ما في معرض الكتب في الحرطوم دي ما حالي نقدش عارزاته مقرد. انا شايله. فمشيت. ده الحتة بتاعته كان عارض فيه. فقام يتصور معاي. بعد حصل الانقلاب. احمد بشيري انت اول طالب يتصور معاه واخر طالب يتصور معاي. وانت مدير الجامعة. اه مدير الجامعة علي. نعم نعم. والله يا اخي يعني يا بروف الوليد طبعا. الكلام معك لا يمل. انا رزك جدا الايام دي بانه بلقى معاك فرصة بتاعت اه زمن اه اي اقدر السفيد من علمك ومن معرفتك ومن تجربتك الثرة. و وإن شاء الله يعني ربنا ينفع بك ويوفقك ويوفق الشباب. كلهم دي كورياسي العطاقة. نعم. يعني 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 من الطلاب فعلا ان كانوا من جنوب السودان كانوا معانا. يعني على اقتبا مستمرة لغاية هالسي. انا واحد من الناس يعني ما كنت عاوز الجنوب ده ينفصل. لكن كنت شايف انه من حقهم ينفصل. والكلام ده ادنا اقصني فيه انا وانت مرة. يعني يعني انا الجنوب ده كنت داره يكون قائد. لكن كمان يعني بالوضع اللي كانوا فيه الجنوبين في السودان وكده وبتاع من حقهم يكونوا. وانا والله يكون سعيد لما اقرأ شارع يدعمل في الجنوب ولا دي ما مش سعادة يعني وصاية ولا كده ولا بتاع. لكن كان ناس اصدقاء وكده. كانوا طلاب لسه علاقتين مستمرة. بابكر في الفيس بشوف اخباره. اه جيميس. جيميس ايوي مرور. و اه اه اكول اني يعني دوانج. المهم ولطيفين انا اتذكر اكول ده كان في الحركة الشعبية وكان مع الانتصال. واتخرج ومشه. في يوم الاستفتاء انا في الجامعة وكده ضربت ليه تلفون ولا ضربت ليه وانا بتكلم معاو كده اهاي اكول اللي هتصور لشنو. سبريشن قال ليه وبتاع. وبتكلم معاو الحد قطاع. قام راجع ليه. يا دكتور لسه ما قفرنا بيترو يبنى هنه قليه. اه 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 اه. باتحنا الرايق لبابكر. بابكر جون. اه اتفضل يا اببكر. السلام عليكم يا بروف. السلام عليكم. السلام عليكم الله يسلم الله رسئت جدا جدا بانه انا شفتك اه اونلاين هتتكلم كده طبعا انا يعني بقي لحاول اتواصل مع الناس كله. وفعلا يعني بعد المشكلة الحصرة في السوداء. يعني بقينا قلقانين جدا جدا على الناس اللي نعرفهم كتار ومعر السببيني فعلا فأنا قابلت جوزه كبير جدا من زملاننا في مصر في جنوب في يوغندا جوزه قابلتنا في مواندا يعني قابلت جوزه كبير جدا جدا فزننا قد معتصل مش كده ايه قد معتصل ايه قد معتصل يعني جابي جايسر فينا أولاد الأردن وعملنا إجراءاته كده يعني كانت ذكرات جميلة جدا جدا فأنا طوالي يعني يعني أنا مبسوط جدا انه ايت ذكرت النقطة جميلة جدا في سوار انه الفرص بتاع تولي هذا أقل النمو انه كده في واحدة من الحاجات انه احنا يعني لددنا المكانيات المكنتنا لحد يحسي حاليا يعني بقي عندنا المستقبل وموظم الشباب انت ذكرتهم هسي اليوم مسلا في جوزه هنا هم بيغلوا مناصب عليا جدا جدا يعني 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 بقى مدير بتاع معمل الفيروسات لل لل هنا لكل الوبايات انا بقيد مدير معمل الفيروسات للهات الشايبية والحبة تاجي يعني 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 عن طريقة الفرصة انه اللي قناة في التعليم في السودان بولاقة النموان يعني قدرنا ننمكن نتطور ف هذرنا مؤتمرات كتيرة جدا 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 بره وداخل البلد يعربيون وناس ما شاء الله جدا حتى الكتاب اللي كانوا بيكتبوا المونغيكي بيج اسسينشل هيماتولوجي بيجوا ليه هنا فهم بيجوا 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 انه المستوى بتاع تعليم ما هي جينا بالخص من السودان ومستوى تعليم متطور جدا تعليم بريطار وكده فهم يعني بنبهروا جدا بالناس الجو بالخص من تجاه سودان فانا قد التعليم سودان ده واحد من الدول اللي كانت مشى يعني لأعلى مستويات في العالم أحسي حاليا اللي بنمش موطنوات خارجية ويكون في فريق واضح جدا جدا في المستوى بتاع التعليم فده حاجة أنا يعني مصول جدا جدا أما لقيته شخصيا يعني شخصيتك مما يحينا جامعة يحينا محاضر ويجد عميد الكلية لحد ما بقيته مدير الجامعة فإحنا زي مما الصورة الأخيرة يعني ما قا يكون في فريق يتبينك في موقفك مدير الجامعة وما أطلاب إحنا شاهدنا الحياة الكثيرة بعد مرة بقيته معانا بدينا في المنتديات وكده ربما يديك الصحة ويطيل عمرك وفعلا ده لي غاجة يميل جدا جديد أنا بس كنت مرة على الفيس بوك فلقيت اللينك بتاع زوم فقلت فقلت تابع الحوارة النهائية لو لقيت خوصة أشارك برسالة فشكرا للناس المنظمين للحاجة ده صدفة جميلة جدا فأنا كنت سألت السؤال بتاع إن الجامعة شغالة وين لأنا كان نشي على السودان كنت رسلتهم ويني يعني كنت فقدتهم مع المشاكل دماغ تتحصل على فخلص الرسالة بتاع الماجستير والجامعة في أمريكا دائرة الشهادة عشان تقدر ترسل ليش عدد الماستر عشان دار نزيل البيج دي طيب إنت بس رسل لي رسل لي في الخاص في المسينجر بس رسالة أنا بقوم بديك تلفون وإحنا الموظفين شغال هناك عصام عبد الحميد ده بيساعدك طوال إنت بس رسل لي في المسينجر بديك تلفون تتواصل خاضر خاضر شكرا لك طبعا يا بابكر دي دي أفضل حاجة ممكن تحصل للأستاذ أو المعلم إنه يلقى طالبه يعني نجاح ومشاكل جدام وبيقى في الليدرشيب بيقى في القيادة فدي حاجة كويسة إنت كمان تنقول للناس البعدك يعني الليلة دي إنت استفدت من الفرس تعال التعليم وكده والتدريب وكده والمؤتمرات وغيره لكن ناسي بيكون في ناس تانين أقل نموهم برضو وقل لو عندهم مشاكل أكثر برضو يجب يجب أن يجب ويجب أن يجب ويجب أن يجب على أساس أن يجب شكرا لك كتير دكتور ياسين تفضل قبلي ياسين ما عليك أن تكسين حيكون في النهاية شايفي بس براف محمد صديق ده كاتب ليك لو تعقيد بسيط نوب رفع محمد صديق يا ريت لو رفعت يدك وش أنا نشوف محمد عبدالعزيز جزك محمد عبدالعزيز محمد صديق ده طبعا كان وكيل جامعة السودان محمد صديق ده صديق صديق عزيز وكان أنا أتكلم عنه بسيط كان عميد تفضل يا دكتور وينه السلام عليكم عليكم والسلام ورحمة الله شكرا جزيلا دكتور أنوار واستمتعنا حقيقة بحوار الأديب الصديق الشخصي أنا حقيقة عرفت بالبرنامج ده في آخر اللحظة طبعا الحمد لله البروفرسالي الرابط يرتخش معاكم وحقيقة استمتعت لكن بس تعقيبيه الوحيد لك يا دكتور أنوار وإنك أنت ركزت لنا على الجانب الإداري الأكاديمي على البروفرسال وليد محمد المين وده حقيقة يمكن ما ممتع يعني الجانب الممتع في البروفرسال وليد محمد المين هو الجانب الأدبي والجانب الكتابي والجانب الفكري وإنجازات يمكن في تلخيص الكتب زي ما ذكرت يعني أنا حقيقة عن طريقه طلحت على عدد كبير جدا من الكتب وبلغ الاكستراكشن بتاع الكتاب والأبستراك حقيقة زي حكايات كانتر بسودانية الكتاب الجميل الرائع اللي لخصوا لنا في عدد كبير من الحلقات بتاع محمود ممداني بتاع الجنجوي وحكايات في غرب السودان وكذلك يعني كتابات عن أحوال المطارات وكتابات الأدبية الرائعة للغة الرفيعة بعيد عن طبعا المختبرات والحصة العصري فحقيقة أنا يعني أفترح وأطالب بحلقة إضافية مع الدروسر وليد في الجانب محضة تكون كلها عن الجانب الأدبي والفكري والصغار وشكرا جزير شكرا جزيرا يا بروف شكرا لك طبعا كلامك كلامك صحيح مليون في المية نحن ليس سبب لأنه حاليا في أزمة في حالة بتاعة حريب وكده ومحتاجين نسمع الخبرات ونعرف المشاكل لأنه لو في أي واحد من هنا موجود في الجلسة دي جبيق مسؤول ولا عنده أي طريقة فيما خص التعليم العالي وإدارة البحث العلم وكده لازم يكون مطلع بالحاجة الحاصلة لكن طبعا كلامك مليون في المية سليم أنه بروفيسور وليد أنا شخصيا عرفته قبر كتاباته الأدمية لأنه ما زال بدأ مختبرات لو نعمل حاجة مخصوص للحاجات الأدوبية دي أحسن طوالي أصلا ما في كلامه عشان زاته ما نجوا بك يعني مش كده أيو أيو نعم عشان تكون حاجة زي أقوله جميلة طوالي والله يزعبنا جدا طبعا صاحب الونس دكتور ياسين السلام عليكم رحمة الله وبركاته بروفيسور وليد يعني أنا صراحة يعني استمتعت جدا جدا بالونس وكتبت يعني بكتب قاعد كلهم تتكلم بكتب يعني فالأول حاجة أشكرك شكر جزيل جدا جدا وبالجد يعني محاضرة غيمة وياريت الشباب يستفيدوا منا في الحتة بتاعت البحث وانت اطرقت لغير المشاكل بتاعت التعليم العالي في السودان المعظم الناز عارفين وانت اتكلمت فيها يعني بديبلي الحتة بتاعت البحث يعني فدائما البحث يجي بفكرة يعني فانت لو ما عندك فكرة معناها ما عندك بحث ده ده أنا رئيس شخصي وعلي حسب تجربتي البسيطة في المجال ده وبعدين يا بروف نحن حجزينك للونس العدبية لأنك انت جيبت لنا كده بس اللمسة بسيطة بتاعت بيرتول بريشت أو بريخت الشاعر العلماني وهو لأنه الشاعر رصلا كان طبيبي يعني فأنا ما أدهر لأنه الوقت بيكون خلاص فلكن دي من الحاجات ان شاء الله لازم للحلقة جايكة ما اضطرغ البروف قبل شوية انه لازم تكون عندك حلقة في الجانب الجانب الادبي يعني نعم بعد ذلك اتكلمت عن الحتة بتاعت انه ادرجت يعني من اكاديمي بعد ذلك بيتي داري برضو دي حاجة مفصلية جدا وحاجة مهمة جدا لازم نضطرغ لها في جزوية تانية يعني فأشكرك أنا صراحة بس يعني دار وفعلا يعني يعني وانا سجمعت بين الادب وبين الاكاديميات وبين الادارة وبين يعني العلوم الاجتماعية وانبسطت جدا بالطالب القبل شوية جون بابيكر او بابيكر جون داخل معاك وحليت له تقريبا مشكلة يعني فهي ديل ديل نتويركين وديل حاجة ان احنا دايما في مبادرة الباحثين السودانيين من ازعالها انه نجمع الخبرات والناس يستفيدوا من الخبرات سريع جدا فقط الخيرك يا دكتور وشكرا لك وشكرا عبرك لمؤسسة الباحثين السودانيين ولي دكتور نور خبيرنا يا اخي الله يتقيق الصحة والعافية طبعا اخوانا دكتور ياسين هو صاحب الوانس هو صاحب فكرة وانس على ضروب النجاح بعد شهر كان عمناه في البحث العلمي عن فن كتابة ونشر البحوث العلمية بتحية لكل الناس اللي استضافونها مقبل كده والباب مفتوح يا اخوانا اللي ان الناس يتم استضافته لانه ده عبارة عن عن توثيق ل يعني حاجة بتلهم الأجيال الجديدة عن الباحثين والأسادزة والكده لانه دي الحتة الاخوان الباحثين السودان دي الحتة اللي بنحتفي فيها بين ناس اللي يتميز بالبحث العلمي زمان كان يعني نشر تورق علمية ولا بتعمل حافظة بيشتغل بيك شنو نشر تورق علمية لكن أسي دي الناس كلها بتكتفي بيك تقول لك يا أخي مبروك وكيف أن أنشر وين أسوي فدي الثقافة دي كونها موجودة دي أعتقدينها من الحياة التنسب وتشكر فيها الرواب بتاع الباحثين السودانين فندي المجال لدكتورة أميرة 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 آدم متفضلين السلام عليكم مساء الخير والسلام ورحمة الله تخدك نفسك أنا أميرة آدم رئيس قسم الأنسجة جامعة تنديلين كلية المكتورات التلبية طبعا الولاسة كانت لطيفة جدا جدا أنا تغريبا كل القصص دي مرد علي لكن السرد كان صريح يعني بروف وليد كان كان مشرفين من أنا في سنة خامسة مع بروفيسور أحمد هو كان يعني خلصت البيت يبتحته وفي ضد يعني المشت زي ما بقوله في كل المراحل لحد ما سنتهت على أنه أنا رئيس الجسم وبزأل أنا الإجراءات من من الأساد من يعني أي مشكلة أكش وليد تحصل برجع لبروف وليد وهو يتيت لألي يعني فهي أنا بتخير يعني كل الناس اللي حاولوا كل ذول بيكون عنده اسم شلو مكان كده بيكون هو شاغله يعني فأتمنى لك التوفيق لأول مرة طبعا يكون الحديث جاد يا بروف وليد وكانت يعني حاجة لطيفة شكرا لزواج للمحسين السودانيين شكرا جزيلا دكتور أميرة يعني دي حاجة جميرة جدا يعني الحتة دي برضو بتاعت الوانس دي أخوان الوفر لينا دكتور ياسين حتة بتاعت احتفاء احتفاء بيجو في الناس الأصدقاء بيجو فيها الأهل بتاع يعني استضافني ومشكورا وجوه أولادي يعني بالو مامون جو حضر وبعدين قالوا لهم كلمات كده أنا كنت سعيد جدا جدا يعني يعني زي أقول هش أنه الأب بكون مستعد ومستن متين الأولاد يكون فقور بي وبتاع فأنا استلمت طيب في برضو في طلب مداخلة فما أعرف منو مؤمن مؤمن بقى بكر مؤمن المايك أفتح المايك من عندك وتفضل السلام عليكم عليكم والسلام ورحمة الله تفضل كده يا دكتور السلام عليكم جروح وليد دكتور سلام دكتور مؤمن بقى بكر سعيد دكتور الظالب من جامعة السعيم الأسري كل التال الاقتصاد والعلوم الإدارية أهلا سهلا كيف الحال إن شاء طيبين خير والله الليلة يعني كان جلسة جميلة جلسة مع موصور مسيح وما كنا الزمن يعني سارقنا بصراحة فاستمتعنا جدا 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 بأبر وريد ودكتور رنور ودارته للحوار فكانت جلسة جميلة أنا عندي مداخلة كانت يا بروفي أنا طبعا حلمي أصير أستاذ جامعي أنا تخرجت من جامعة السعيم الأسري وحتى قبل أبن تذكر دكتور عبد الرحمن دكتور عبد الرحمن طارج وظريف جدا وطارج وطارج فكان نفسي أبقى أستاذ جامعي وأراد الغدر أني بقيت بنكر وموظفي بنك ودراسي في الماجستير ودكتورة حتى كانوا زملان يقول لي الله تبضيح إذا تبضيح خلاص تبقى شكرا غير المجال من بنكر أبقى وأستاذ جامعي فكنت خلصت الدكتورة في 2021 بعد شهر تزعة بعد ما خلصت في 22 شهر واحد جيت الجامعة تزعيم الأسهري وقابلت عميد كلية الاختصاط وقعدت معه وقلت يا أخو أنا داير أدعاون في الجامعة فإذا كان لقى صعب جدا لأنه برضو بالنسبة للتمويل يعني السازة وإتحاج لي أنه أنا متخرج بجي فقلت يا أخو لا أدعو أنا داير أسد الدين من العلي للجامعة دي الجامعة دي والله درستني المكلاريوس والماجستير ومشيت الجامعة الشان دي درست الدكتورة فكار رفض رفض جدا لتعاون حتى قلت يا أخو ما عاوز قلو شخص أنا عندي زمن يعني فاضي بعد الساعة 4 داير أشغل بأن يكون قاعد في الجامعة لما نكون في الجامعة ويكون قريب من البحث العلمي بطور نفسي ومهاراتي ويكون قريب للمجال اللي أنا فيه شديد فحزين انت حزن شديد والله يا برقريب إنه ماطح علي أني ادعاون في الجامعة عند أكون في الجامعة والله طبعا يا مؤمن طبعا يعني طبعا الحاجات إنه بيكون عندهم عدد كبير من الأسادز أصلا يعني في أغلب الجامعات السودانية في عدد الحكومية بالزاد عدد أكتر من اللازم من الأسادز ولا بغطوا ساعاتهم بعد ذات مع الضايقة المالية كان ممكن يجيبوك مدعا عندما فيها كلام يعني لكن بس يكون ما عندهم قروش أو كده أو يكون كده عبد الرحمن قال لي ما عندنا قروش لكن أنا دار أرجع يعني في معلش في نقطة من المهم جدا الناس يعملون البحوث من غير يعني ما إلا تكون جوا الجامعة يعني أنت ما تعمل بحوثك في مجالك ده وده نحن نبدي نشتقده هسي يعني ما أنت زول في الحتة اللي أنت فيها وكده وكده يعني تقدر تعمل فيها بحوث ما ترطلط بالجامعة فعلا عملت ورقة بحسية في المجال الأول الثان بحتيات نقطة شديدة المناهج المناهج في الجامعات السوداني لا بد تتغير التواكب سوق العمل يعني جيت شرطة المناهج في المملكة العربية السعودية لقيت مناهج يعني يكون مادي يقررها لمدة أربع سنة ويسحبوها يقوم مثلا السوق العمل يكتفى من القسم ده أو من المادة دي فيقوم يسحبوها نحن 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 يعني نحن تغليدية تغليدية يعني حتى ما يقدر يدخل محاصلة الإلكترونية يعني يعني أديك مثلا أنا في جاعة الضعيمة الأسهري مما دخلت لحد ما تخرجت بالماجستير في 2016 كنت بقول يعني لأصحابي أنا مشتهي أخش لعب لعب ده نهاية ما شفت عشرة عمل مع المحاسبة أنا بطينا المحاسبة وكلها بيقى عبارة عن مرابي محاسبية وقال عن أجهزة كمبيوتر نحن في الضعيمة ده سري لا ما عندنا نفس النقطة ذكرت في التقبيل في التدريسة التغليدي الجامعة كان يدرس تدريس تغليدي أستاذ بيجي بيقول محاضرته وبيمش وعم هالسنة وعندك المتحن النهاية إنك التباصي فيه من سبعين درجات صحي فلا مدى يعني لو البلد رجعت بخير والناس رجعت ويفكروا في سياقة المناهج سياقة المناهج دي دكتور نور سياقة المناهج دي بتخلي ناس البحث العلم يواقبوا يكون عندهم مواكبة في إنه يواقبوا آخر العلم وهم يعملوا مثلا دراسات وبحوث أوراق بحسية في المجالات دي لكن نحن للأسف نحن في 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 الماجستير الكلية أجبرتنا إننا نكتب في المعايير المحاسبية يعني ثلاث دفع قالوا أي زول أو أي طالب من الثلاثة دفع دي إنه كانت دفع السابعة والثامنة في المحاسبة إنه يكتبوا في المعايير المحاسبية طيب المعايير المحاسبية دي أنا كتبت البحث التكميلي حقي بتاع البكلاريوس بتاع الماجستير في مهيار رغم واربعين وهو أصلا نهاية من المعايير المحاسبية طبعا في النقطة دي أنا ما أدافع لهم وأنا ما في تخصص لك لكن عموما نحن محتاجين حاجات كثيرة والله وطبعا واحدة من الحاجات هسي ده برضو بفيد يعني ما هو ممكن الأسازة ديل طيب أنا قبيل ربط بالمختبرات وانا اشتغلت في معمل وغيرت هاجات يعني كان في أسازك ويسين يتفاعل معي فبرضو ده بنطبق على الاقتصاد وعلى غيره الناس اللي ما بيمارس العمل أو زي ما قال لأنور قبيل فهو هنا صح فيهم ناس بيمارس العمل أنا عارفهم وعندهم مشغال وكده لكن في ناس بيقعدوا بس بكرروا الحاجة اللي هم عارفين نا مسألة المواكبة دي موضوع كبير والله موضوع كبير جدا طيب أنا ممكن ربط إليكم في دور مفقود طبعا يا حبيب نموم للخريجين يعني واحدة برضو من المحاير بتاعت الجودة في الجامعات إنه ربط الخريجين نفسها دور شنو في إنه ضعيف ترجع للجامعة قل لما أخواننا إنتوا اسمعوا تاريخ المحاسبة والسوق بتاع العمل محتاج واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة لذلك لما نيجي التحليل بتاع وضع المناهج ولا التحليل السراتيجي للجامعة نفسها الخطة بتاعتها البيئة الخارجية والبيئة الداخلية واحدة من الحياة اللي بيعملوها بيشوفوا الخريجين بيقول لهم رايكم شونه أخواننا انتوا أسي وين بتعاملوا في شونه هل اتدرسناكم اللي ودا نفعكم ما نفعكم إلى هاخرية ففي دور مفقود للرابطة الخريجين في كل الجامعات السودانية لكن نحدد زعيف ولا سري طيب لكن طبعا كلامك صحي يا نور لكن برضو لغيابة المؤسسية العام بتاعتنا احنا ما مهتمين بالخريجين عموما ما متابعين يعني الخريجين الناس اللي عندهم بيقول لك انه حاسب الولاء ويمتلك دائرة يشتغل فيها عشان يدفع يعني طبعا ايوه ايوه فديل الزور اللي عنده انتماد وداير يسوي ولا بتاع أنا بس حاوريكم دي لستة بتاع الخريجين جامعات امريكية يتبرعوا للجامعة في سنوات مختلفة طبعا مع الفارق يعني بتاع اللي كان يعني يعني جوعة هارفرد جون بالسون دا يتبرع للجامعة 400 مليون دولار دي عبارة كده بس منه سنة 2015 في جوعة ستانفورد ييل الى آخره الجامعة السودانية برضو فيها الكلام دا اخواننا ما غريب يعني مثلا مو إبراهيم يتبرع جامعة بمعدات تمام الشفيع احمد الشفيع يتبرع بعشرة مليون اللي عشرة مليار ظنها في 2015 دكتور نفيسة بدري دي دعبة يعني صندوق هنا بتاع بحس ل الابحاث في صحة المرأة مش كده وإلى آخره وإلى آخره يعني إنت لما أنت يتفتش بتلقى فيه أنا هنا الخريجين ما عندهم الوعي دا يعني إلا الناس تكون مشتة دكتور خالد حامد ضمقلة يتبرع بحاجات تكنولوجية فدي كل حيات بتكون في الجامعة زاعة بتعبليك الكونيش انت كخريج دي مساهمتك للجامعة وكده فالحظين المدخل الزي ده ممكن يا مؤمن يكون بالعكس عميد الكل يجي سكك عشان تدعوهم معهم لما تجيو انت كمتبرع مش تجيو إنك كانك بتفتش لوظيفة انت جاسي دي كدونر وزول عندك حاج في الجامعة وكده فده تطلب وظيفة لأن تطلب أساهم للجامعة بالحاجة العين دي يا أخوان ده منها الجديد لكل المحاسبة وكده الاخرين تمام فهو طبعا من كلام ده برضو النقاش بتاعهم قد يطول لكن دي نقطة قلنا نتطرق لها طيب يا دكتور رمار نعم طيب بروفوليت برضو أزلوا من جودة المناهج وإعتمادة برضو هنطرق لإنتخدات فنية بالنسبة لكل قسم كلية عندها نقاش تم نقاش موزع قبل كده عن جودة التعليم والأكريتيشن إنه الجوازات عشان تكون معتمدة على المستوى الوطني المستوى الإقليم المستوى الدولي يعني فيه تفاصيل كثيرة جدا جدا إحنا بس السي يعني استلمنا النقطة النقطة الأساسية بتاعتك بتاعت إنه الزولو داري ساهم ما بعرفي ساهم كيف تحديده في حتى التعليم هاي والله أنا كان يعني كنت شغال وضعي المال يكل وكنت أرد جزء من الجامعة لا ما في مشكلة أسي أسي قلنا لك في طريقة بتاعت إنك تجيهم تجيهم كدونر أي زول بيجي شاء للقروش ده في أمريكا أناك بيقول لك ما يفهم من البحكم ميروز ورين القروش لأنه سيفوتنا الثلاثة ساعات والكلام ده يبقى صعب شوي إنه يتابع بعدين فنشكر طبعا جزيلا بروف الوليد سكرا يا الله ساعة صدره على زمنه وعلى سماحة ودماتة خلقه يعني صراحة كده يعني زول جميل لا يمل ويعني ندعو الشباب كلهم إنه يخشوا يستفيدوا من البقالات والتلخيص على الكتب بتاعه اللي عمله وإن شاء الله حيكون عندنا حلقة تانية وطبعا الروائي الأديب برضو دكتور ياسين حسن ممكن يكون أفضل هوست لصفحة أو لحلقة زي دي وإن شاء الله كلكم تحضروا أو كده بروف الوليد كلمة أخيرة قبل ما نختم تفضل والله أنا شاكر يا أخي شاكر لكم وشاكر لصبر الناس السمعون يعني و يعني كانت مداخلات جميلة وكان استدعاء يعني لمواضيع جميلة يعني شكرا جزيلا شكرا جزيلا حتى ما إن شاء الله نلاقيكم في حلقة ثانية من حلقات ونسعدكم مع الزولة جميل دكتور ياسين في مجموعة مؤسسة الباحثين السودانيين إن شاء الله نترككم في حفظ الله ورعايته أنا حتى معلم لكم عندنا نقاش جميل زي دا بروفوليد بنختمه بحاجة كده سنتدي الناس الحس الوطني برضو إنه أن إحنا عندنا بلد وعندنا حق وإن شاء الله بيجي راجع بإذن الله فنسمع معاكم جميعا نحن جند الله قلوب لا نهاب الموت أو نخشى الخطوب نحفظ السودان في هذه القلوب نفتديه من سمال أو جلو بالتفاح المر والعزم المتيل هو قلوب من حديد لا تليم نهزم الشر ونجل الغاصبين كمسور الجو أو أسد العليم ندفع الردى نصد من عدى ندفع الردى نصد من عدى نحن جند الله جند الوطن إن دعا دعا الفدا لم نخل نتحدى الموت عند المحن نشتري المسجد براغ لا ثمن هذه الأرض لنا فليع السودان على من بين الأمر يا بني السودان يا برمزة يحمي الردى ويحمي أردتا شكرا جزيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته